كارات الأهل في كل مكان ولقاء هام جدا طبعا مع المستشار رجاء أعطية مستشار كبير وأيضا أستاذ عماد ده وحيد عضو مجلس الدراء براحب بحواك أهلا وسهلا أهلا براحب بك طبعا أستاذ عماد الحقيقة أنا بعد مهم النهاردة تواجد مستشار رجاء أعطية أكيد شيء مهم أقرر قدام أنا تاريخي أوليه الأوي بالنسبة للمستشار رجاء أعطية والأستاذ كما يحب أن نلقبه الأستاذ عالم فقيه القانون الرجاء أعطية عاوز أقرر أن الأستاذ رجاء أعطية أخذ على عاتقه أي أن كانت أي من كان قد كان له مداخلة عمل لائحة للنادي الأهل طليق بقيمة وعراقة 110 سنة وتبقى قيمة النادي الأهلي قيمة رموزها القانونيين أنا كان لي الشرف أن أنا بلعب كورة مع سيادة الأستاذ رجاء أعطية في فريق الشمس وكنت صغيرا وكان قدوة من أيام ما كان في القضاء العسكري رجل الكلمة ورجل الحق وأنا مش بزيده لأن أنا مش عاوز منه غير أن أنا أشوفه في صحة وسعادة لكن أنا لازم أقرر أعضاء الجميع العمومية ومشاهدي قناة الآن وكل محب النادي الأهلي في أي مكان أن السيدة المستشار السيدة الأستاذ عفوا رجاء أعطية أخذ على عاطقه مسؤولية هذه اللائحة من الألف إلى الياء وعندما كانت له مداخلة في أنه كان يعلم تماما أننا نحترم قراره بعد مشاورته لزملائه أو من كان معه في اللجنة ولم يكن هناك أي خلاف على إطلاق ما صدرت بعض وسائل الإعلام لأنه تبقى قيمة الأستاذ رجاء أعطية اسم كبير في عالم القانون واسم كبير كمان آخر عناقيد الزمن الجميل في النادي الأهلي طبعا بس عاوز أقول أن عناقيد لا تنتهي حيفضل النادي الأهلي يفرغ ويفرخ وحيطلع منه عناقيد زي الفل يعني النادي الأهلي ما هواش قاصر على جيل النادي الأهلي تاريخ عريض من مئة وعشرة سنة هو اللي موجود النهاردة هو اللي موجود حيبقى بعد مائة سنة ده النادي الأهلي أدي واحد رقم اتنين هو أخوي عماد التحدث عن فريق الشمس أنا عاوز أقول لكم أن أنا فريق الشمس ده وأنا بعكوك لسه لعبت مع بوحباجة ولعبت مع الضزوي ولعبت مع فؤاد صدقي ولعبت مع محب يوسف ولعبت مع فاتح خطاب ولعبت مع توتو ولعبت مع صالح في أوقت لأنه صالح من فرق السنة وحمد سؤرات ومرض نديمة حواديث كتيرة جدا يا طرح أنا طلحت كده شيطاني لا إحنا طلقنا خدنا من اللي قبلنا وبندل اللي بعدنا النادي الأهلي والناس مش فهم الشعار صح حينما يقال النادي الأهلي فوق الجميع لا يقال أنه النادي الأهلي فوق التفسانة أو فوق الزمالة أو فوق السكة الحديث لا النادي الأهلي فوق الجميع المنتمين إلى النادي الأهلي أعرف نحرك سجلت معنا منذ اللحظات بس كان على عاطقك هم كبير جدا هو المشاركة في أعداد هذه اللايحة الخاصة بالنادي الأهلي وكان شيء من غير ما أقول لي يعني انتقاص لحد لا مش مشاركة لا توجد مشاركة أنا قمت بهذا العمل لوحدي تماما تماما وأنا سألت على الأستاذ الصديق محب عبد مجيد محمود فقيل لأيه دفع أبو ظري وبالتالي اللي معكم معي الأستاذ علاء مشرف قال شيء مهم جدا توضيحه قال قال قالوا لي بلغني محمود طاهر وعمل أنه محرج مع اللجنة الأنمبية فقمت بهذا العمل بمفردية اللغة وكلام كتير في فترة فاتت المستشارة جاء أعطيها طلع بيان مستشارة جاء أعطيها طلع بيان آخر ثم بيان ثالث اللغة دا لي كان شايفون اللغة اللي عارزين يعملوا لغة أنا عملت خمس بيانات خمس بيانات دي يحدوني حاجة واحدة بس مصلحة النادي الأهلي لا مصلحة علي ولا زيد ولا عبير أول حاجة لما لقيت ناس بتاخد اللي أنه البيان الأولاني ده كان بناءا على رغبة المهندس محمود طاهر أنه يبدو أنه كان هناك من يطالبه بأنه يتحط باندي الثمن سنوات فهو لما أنا أصبحت على الرأي اللي أنا أبديته في الاجتماع الأول معه ومع عماد وحيد قال لي خلاص هل عندك مانع تقول هذا الكلام في التلفزيون تلقى طلق قال لي طب قناة الأهلي حتتصل بيك وتعمل تقول اللي أنت أنا في الخارج جينا الفجر قناة الأهلي ما اتصلتش وآخر وصية لي من المهندس محمود طاهر أنا أقول رأي فعملت البيان الأول عشان أقول أنه الليحة التي قعدتها ما فيش فيها لبند تمن سنوات ولا فيها الحيلولة دون أحد أي إن كانت ونزولت خبات دي حاجة أولا البيان التاني البيان التاني في ناس ما هواش غيبة عن نوكو استغلت البيان الأولاني عشان هي بتهاجم النادي الأهلي من شهور ده دي مجلس الإدارة تحديدا يعني فنسبوا إلى البيان ما ليس فيه فأنا رحتم طلع البيان التاني قلت أن الناس دي أولت البيان بما ليس فيه وأن البيان ده لا يحمل أي إساءة ولا انتقاد لا للمهندس محمود طاهر ولا للأستاذ عماد وحيد الذي ذلك اللفاني بإعداد اللائحة وختمته بأنني أكن وأعلن أنني أكن لهما كل محبة وتخدير ده البيان التالي البيان التالت تردت بقى أن اللجنة الأولمبية متربصة بالنادي الأهل معاوزة تبطل الجمعية أنا قريت المواقف كده حضرت لا يا فاني أنا قريت ومش قريت وهو كده فعلا هو كده يعني التهديدات اللجنة الأولمبية كدت مزاعة ومعلنة يعني وأنا بأتابع في الخارج على ما يجري عن طريق الانترنت فطلعت البيان التالت أنا ما قلتش أن اجتماع الجمعية على يومين غلط ولا أنه يخالف القانون أنا قلت نفوت الفرصة على ضرب كرسي في الكولوب خلوها على يوم واحد أما بالنسبة للشيخ زايد أعضاء الشيخ زايد اعملوا سنديق مستقلة ويبقى على حسب ما يشوفه وعلى اللجنة الأولمبية إذا أردت أن تبطل أصوات الشيخ زايد أن تتحمل المسؤولية في الواقع والقانون ولا تحملها لمجلس إدارة النادي الأهل بيان الرابع مجلس إدارة النادي الأهلي تشاور والتقى أنه على يومين أنا بقى ابن النادي الأهلي فخلاص يبقى روح تمعل عشان الناس لا تتشتت روح تمعل أن إجراء الجمعية على يومين لا يخالف في القانون وأنه انتخابات رئيس الدولة بتجرى على أكتر من يوم وانتخابات مجلس الشعب سابقا بتجرى على أشهر مش على أيام من مرة اتنين إحنا مش رايحين رجائي ولا ننتخب محمود الخطيب إحنا رايحين نصوت على اللايحة والليحة دي لو لم نوافق عليها يبقى حتطب علينا اللايحة للسن البيان الخامس والسادس دعوة دعوة لزمناء وأصدقائي وصديقاتي أعضاء الجمعية المهمية عشان يجي يحضروا عشان يبقى مثل لكل الأمذية أن أعضاء النادي الأهلي وراء النادي الأهلي كلام مهم أستاذ عميد الحقيقة أنا عاوز أضيف حاجة علشان أكون منصف المستشار عبد مجيد محمود عندما استقبلته للزيارة لقراءة اللايحة قال لي بالحرف الواحد ما سطره الأستاذ رجائي عطيه لا يمكنني مراجعته وهو ربنا يديله الصحة في في أساحل الشمالي وسامعني وحصل اتصال هو اللي طلب أنه يتصل بالأستاذ رجائي عطيه علشان يقول له هذا الكلام ودي شهادة حق وحسبني عليها ضميري وحسبني عليها كمان التاريخ إضافة لللي قاله سيد الأستاذ رجائي عطيه ليه إحنا هنا النهاردة حضرتك لو عملت استطلاع رأيي للأعضاء مع كامل احترامي لرجائي بي وحقوقنا للدهنة وأكتر ما لمس قلبي أنه قال أن كلنا موجودين النهاردة مش عشان محمود طاهر والعماد وحيد ممكن نكون موجودين لرمز زي رجائي عطيه لكن احنا موجودين النهاردة علشان نعمل للنادي الأهلي لائحة طليق بقيمة وعراقة ورقي 110 سنة أنا حاجة صغيرة فيه الناس النهاردة حضرتك لو سألتها قالوا إن إحنا لو الانتخابات قسرت على الجزيرة أو التصويت قسرت على الجزيرة ما كناش هنروح لأن إحنا بنعيش بنعيش حالة من المعاناة المرورية فعلا فيه حالة ساعدة عندهم إن موجود النهاردة ليهم في المرور كده ورجائي بيه يشهد علي إحنا مش عاملين كده علشان نعاجي حد لكن إحنا نادي مشهر مشهر باعتراف مدرية الشباب والرياضة بالجوابات التي حضرت وردت إلينا في مناسبات أخرى لايس فرع هذا مقر أنا لو بتكلم بالفروع ما كان رجائي به إلا استشرناه وأدخل علينا ما لا نعلمه في القانون كنا قلنا له سيدة الأستاذ الفقيه هل يصير عمل لجنة في الشيخ زايد إحنا من نفسنا ما عملناش لجنة في الشيخ زايد إن ما ينطبق على كلمة فرع ينطبق على الشيخ زايد بعد الكلام الطيب اللي قاله الأستاذ عماد أنا في ناس يقول قاله إشمعنا الندي الأهلي طمه نادي هليوبرس ما عمل في مقره واحدة فيه ثلاث عناصر مهمة جدا الجمعية العمومية للنادي الأهلي أكبر جمعية عمومية بين جميع أنديات مصر يعني عدد أعضاء الجمعية عدد 137 ألف عشان كده النصاب بتاعها أعلى من هليوبرس وأعلى من زمالك إله أدي أول فاكتور أو أول عامل العامل التاني إنه مقر الجزيرة ليس بالسحة بتاعة نادي هليوبرس نادي هليوبرس مترامي الأطراف خلاص مقر الجزيرة اتخنأ من جميع النواحي وبالتالي أنا مسميه مقر مخنوق عشان كده النادي الأهلي فتح العنصر التالت إنه حول نادي هليوبرس مصر جديدة منطقة مفتوحة حول مقر الجزيرة للنادي الأهلي كل سرة البلد وبالتالي أنت مش بس هتعمل أزمة داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة أنت هتعمل أزمة لكل مصر ولكل القاهرة ولشرايين المورور فيها شكرا 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 طبعا إذن هو مهم جدا كلام مهم جدا مستشار جاء أعطي أيضا كلام مهم جدا من أستاذ عمادة وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خليكم مستمرين معينا على مدار اليوم إن شاء الله هنكون مستمرين معاكم لك أقول لكم وحاضر في هذه اللحظات المهندس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأهلي فوق الجميع ترجمة نانسي قنقر حاجة هو ده الطبيع الطبيعة بتاعة النادي الأهلي أو الطبيعة بتاعة النادي الأهلي الناس النهارده رائحين لموافقة على لئحة تلقيق باسم النادي الأهلي زي ما قال مستشار رجائي عطية المستشار الكبير رجائي عطية قال احنا مش رائحين المهندس محمود طائر مش راحين للمسيش هورها جاية العطية مش راحين للكابتن محمود الخطيب احنا راحين لإسم النادي الأهلي والأهلي فقط وهو ده اللي متعود عليه أعضاء الجماعة العمية بالنادي الأهلي عشان بتكلم اللي بيزايده بإسم النادي الأهلي في أي حاجة والناس اللي بتقلع وشوف نستنعه فهذا الموضوع عادي جدا من يوم زي ما قلتلكه تاريخي أعضاء الجماعة العمية بيقولوا لا لأي حد هيفرد كلامه عن نادي الأهلي. النادي الأهلي ما يتفرضش عليه كلمة ما احترمنا للجميع كبير وصغير. لكن النادي الأهلي من أكبر مؤسسات في مصر. وإن لم يكن بلد جوه بلد هو النادي الأهلي دايماً كده وأعضاؤه على حجم المسئولية دايماً مع النادي الكبير النادي الأهلي. الناس النهاردة بيقولوا عايزين نعمل لائحة طليق أو نوافق على لائحة طليق بقامة وقيمة النادي الأهلي الكبير. النادي الأهلي العريق. عشان كده كله رايح يقول نعم للائحة الكبيرة. اللائحة لا تطليق باسم النادي الأهلي. ولا لكل اللي بيحاول يفرد رأيه أو عايز يعمل لائحة بقى بما تسمى لائحة استرشادية أو أي أن كان المسمى إيه. ما ينفعش الكلام ده مع النادي الأهلي. وإن شاء الله بيرده يعني بقبلغ الردود النهاردة وردود مقناعة جداً بالعدد اللي حضراتكو بتشوفوه. العدد اللي ممكن يكتمل نصاب إن شاء الله النهاردة في فرع النادي الأهلي بالجزيرة. زي ما قال كمان المسشر الرجاء أعضية. جماعة الموضوع مش موضوع إحنا لأ أو خلاص الموضوع الموضوع جماعة عمية كبيرة جداً أعضاء كبيرة جداً لا تكرن بأي أعضاء جماعة عمية أخرى. الموضوع إن النادي الأهلي يقف يرع الجزيرة تحديداً في مكان مخنوق جداً في البلد ما ينفعش يروح 12 ألف ونص في يوم واحد. لكن ماشي هنروح ويشوفه كمان الأعداد تتبقى عاملة إزاي لكن والنوضوع مش بالعافية ولا النادي الأهلي طول عمره يعني ماشي وبيدي دروس في كل حاجة بصراحة. يعني النادي الأهلي بيدي دروس فمنفعش النادي الأهلي يعني يكبر على لائحة لا تليق باسمه وكيانه مع كل الاحترام زي ما قلتلك للجميع. عايز أقول لكم على أخبار بسرعة جداً حضور مكسف لعمومية النادي الأهلي التصويت على لائحة النظام الأساسي زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم انطلقت الجمال عمال نادي الأهلي في تمام الساعة التاسعة صباحاً يعني كمان بدري جداً وفي يوم زي يوم الجمعة شهدت إجبالاً كسيفاً من الأعضاء للتصويت على نظام اللائحة الأساسي للنادي الأهلي وكانت أعمال الجماعية قد انطلقت في تمام التاسعة صباحاً بمقر النادي بمدينة نصر وسط حضور مكسف من الأعضاء خاصة كبار السن الذين تجمعوا بالعشرات للتصويت على اللائحة. أكد الأعضاء أن حضورهم اليوم للتصويت على النظام اللائحة الأساسي يأتي من منطلق حرصهم على نادي ناديهم الكبير وعلى مستقبل هذا الكيان الكبير وقد أبدأ جميع الأعضاء سعادتهم بالتوجد في هذا اليوم الذي وصفوه باليوم التاريخي من أجل إعلاء كلمة الأهلي والنادي الأهلي فوق الجميع واللي يفهمه طبعاً أعضاء النادي الأهلي فوق الجميع فوق أبنائه عشان نوضح كمان المفهومة عشان ما فيش حاجة تتمسك على كلامنا يعني عشان دلوقتي المتربصين كتير جداً والوجوه زي ما قلت الحضاركة كبيرة جداً جداً ولازم دلوقتي إحنا عندنا نظرية أنا معاك يبقى أنا لازم أقطع في الخصم أنا ضدك يبقى أنا لازم أسنع الخصم بتاقي يعني حاجة بصراحة يعني حاجة بصراحة مش مفهومة وبنتكلم في أعضاء نادي أهلي اللي عمرهم ما ينحازوا لأي حد عشان النادي الأهلي يعني محدش هي على اسم النادي الأهلي الكبير عشان مصلحة شخص من الأشخاص زي ما قلتلكم وقللكم تاني المسشار الكبير رجاء أعطيها آلة جماعة إحنا النهاردة أو أعضاء الجماعة العمرهم النهاردة راحة عشان النادي الأهلي مش راحة الاسم من الأسماء الكلام واضح وصريح عشان الناس اللي بتتربصوا الناس أصحاب الأقناع الكتير قوي كتروا قوي للأسف توجد مجلس إدارة النادي الأهلي في مقر النادي بمدينة نصر حرصة عماد وحيد ومران هشام ومحمد جمال ولي الأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على التوجد في مقر النادي بمدينة نصر حضور التصويت على النظام اللائحة الأساسي لنادي الأهلي والتي شهدت في الساعات الأولى تواجد مكسف من أعضاء الجماعية العمومية ويحتاج الآلي إلى حضور 12.500 عضو لإجتمال جامعيته العمومية وإقرار لقاحة النظام الأساسي ما شاء الله العدد إن شاء الله يكتمل النهاردة وزي ما قلت لكم النهاردة أعضاء الجامعة العمومية راحين يقولوا لا قبل آه لا لكل اللي عايز يتدخل في نظام ناد الآلي وشؤونه لا طبعا ومليون لا كمان ونعم للقاحة الناد الآلي لا تتطليق باسمه وقمته وكيانه الكبير المهندس محمود طاهر بيشارك في عمومية الآلي تواجد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة ناد الآلي في مكر النادي بمانية نصر الذي تعقد فيه الجامعة العمومية الآلي التصويت على نظام اللائحة الأساسي الخاصة بالنادي أيضا المهندس محمود طاهر بيقول الأهلي لا يمكن أن يخالف القانون الأهلي معاه المستشار الكبير رجاء عطية يعني الناس لها قيم ولها كتب كتيرة ولها قامات كبيرة في القانون فأعتقد كمان يعني الكلام استحال ناد الآلي يخالف قوانين حتى لو كانش معاه قيم زي الموجودة دلوقتي في النادي الآلي المهندس محمود طاهر قال أنه من المستحيل أن يقوم النادي الآلي بمخالفة القانون أو أن يضم على أي خطوات تخالف الدولة أو القانون شيء طبيعي وأوضح أن كل ما يخص الجامعة العمومية للنادي الآلي أو لائحة النظام الأساسي تتم بشكل قانوني وبإشراف من رجاء عطية الخبير القانوني الشهير وحرص رئيس النادي الآلي على استجبال المستشار الكبير رجاء عطية في مقر النادي بمدينة نصر مؤكدا أنه قام قانونية رفيع ورمز أهلاوي كبير وتوجه له بالشكر على ما بزله من جهد خلال الفترة الماضية بعد أن قام بوضع لائحة النادي على أفضل ما يكون المستشار الكبير رجاء عطية بيقول تشرفت بالمشاركة في صياغة لائحة الأهلي المثالية قال أنه تشرف بالمشاركة في إعداد وصياغة لائحة النظام الأساسي لنادي الآلي والتي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجماعة العمومية لنادي الآلي اليوم الجمعة في مقر النادي بمدينة نصر وغدا السبت في مقر الجزيرة إن شاء الله وأوضح عطية أن اللائحة الداخلية لنادي الآلي مثالية تماما وأنها لا تقصي أي طرف تاني اللائحة مثالية تماما ولا تقصي أي طرف الكلام واضح يا جماعة هقوله تاني اللائحة الداخلية لنادي الآلي مثالية تماما وأنها لا تقصي أي طرف ولا يوجد بها أي بنود تهدف لإبعاد أحد عن حقه في الترشح بالانتخابات وأنها تمنح الفرصة لكل أعضاء النادي في الترشح لا يعقل لا يعقل ولا يصح أن نقول أن النادي الآلي يبعد أي حد عن انتخاباته وبالذات يعني رموس كبيرة ما ينفعش نحن نقول كلام ده خلص الكلام ده جماعة لا يعقل أبدا طيب نروح يلا نروح لأهل مدينة نصر معنا أمير يشام وكريم أحمد ومحمد سعيد ومحمد سعيد يلا يلا تفضل أمير يشام تفضل أمير نمر سعيد نروح يلا نروح يلا يشام تفضل أمير يشام تفضل أمير يشام تفضل أمير يشام وكريم أحمد سعيد وكريم أحمد السعيد على هذه القحة خصوصاً أنه شيء في مستقبل النادي الأهلي طبعاً فبالتالي أعضاء كثير في أعداد جيدة وصلت حتى الآن لمقرع النادي الأهلي في مدينة نصر يا كابتن ميدو الأجواء بشكل عام مشيه بشكل جيد جداً منظامة بشكل كبير جداً فيه تنظيم من قبل مجلس إدارة النادي على الأهلي كل الأمور مشيه بشكل طبيعي هنا من داخل مقرع النادي الأهلي في مدينة نصر زي ما انت شايف امام بوابة دخول عضاء النادي الاهلي للتصويت على هذه اللي احوة هي لائحة النظام الاساسي بالنسبة لنادي الاهلي اكيد شيء مهم جدا لكل عضاء النادي الاهلي ان هم يكون عندهم لايحة خاصة بهم في الفترات المقبلة وما يكونش اكيد في لايحة تدير النادي من خارج النادي الاهلي وده اللي بيهدف من خلاله مجلس الادارة ايضا والاعضاء المتواجدين طبعا داخل النادي الاهلي النهاردة هيكون فيه اعداد موجودة كبيرة في اعداد حتى الان وصلت يمكن ممكن نكون وصلنا لعدد 4000 او 4000 ونص مثلا من اعضاء النادي الاهلي اللي صوتوا على هذه الليحة بكرة ان شاء الله ايضا هتكون في الجزيرة اعداد كبيرة ايضا هتكون متواجدة خلينا اقولك ان فيه ميزة كبيرة جدا من خلال وجود طبعا انتخاب هنا او وجود تصويت على الليحة من داخل مقر النادي الاهلي في مدينة نصر خصوصا فيه اعضاء كتير جدا كابتن ميدو متواجدين بالقرب من اهل مدينة نصر احد المقرات الاساسية بالنسبة لنادي الاهلي حتى الان طبعا الاعضاء بيتوافدوا بشكل مستمر على الخيمة داخل مقر النادي الاهلي خلينا اقولك ان الخيمة متواجدة في مقر او في مكان جيد جدا يا كابتن ميدو في منتصف النادي تحديد مقر النادي الاهلي في مدينة نصر رائب من كل البوات او كل ما داخل النادي الاهلي هنا في مدينة نصر ده يمكن شيء جيد ويساعد الاعضاء بشكل كبير في زل درجات الحرارة المرتفعة في الاوقات الحالية لو فيها استفسار يا كابتن ميدو تفضل أمير شكرا أكيد هنرجع لك تاني احنا مستمرين معك طول اليوم وأنا بأكد على كلامك أن أعضاء الجمالة العمومية راحين عشان يعني يشاركوا في لائحة نادي كبير بحجم النادي الأهلي وليس الأشخاص عشان برضو الناس تفهم أن نكرر الكلام ده كتير جدا يا جماعة عشان احنا مش حايزين حد يزايد باسم النادي الأهلي في أي حاجة نروح لكريم أحمد كريم تفضل اشتركوا في القناة ممكن عدد كبير جدا توافد على مقر نادي الأهلي في مدينة نصر ليه الموافقة على لائحة النزام الأساسي الخاصة بالنادي الأهلي استطلعنا رأيي أعضاء كثيرة جدا هنا في مكان التصويت كل الأعضاء بتساند بشكل كبير نادي الأهلي كل الأعضاء عندها وعي كبير جدا للنادي الأهلي كل عاوز يقف ان شاء الله الفترة اللي جايه مع نادي الأهلي لأن ده لابد وواجب على كل عضو ليه الجميع المال نادي الأهلي الحضور النهاردة حضور مكثف جدا كل رموز الرياضة متواجدين نشوفنا يعني رموز كثيرة جدا طبعا منا كرة القدم وغير كرة القدم كابتن طارئ الغنام كان معانا كابتن طارئ خيري للكرة السلة كابتن سمير زاهر طبعا أحد نجوم والقمات الكبيرة جدا للإدارية طبعا له الرياضة كل النجوم الخاصة هنا بالنادي الاهلي اللي بتؤيد النادي الاهلي ومحب النادي الاهلي كانت متواجدة في سلاسة ويسر كبير جدا في الدخول والخروج طبعا زي ما احنا عارفين هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة التنظيم كان رائع جدا هنا حتى هذه اللحظة كمان مدينة نصر بأكد عليها زي ما بنتكلم كلمقر مدينة نصر هو أول يوم لئة التصويت ثم بعد كده غدا يكون فيه الجزيرة نهاردة إن شاء الله بنتمنى يكتمل النصاب القانوني لجمعية العمومية 12500 فرض هو العدد المطلوب إن شاء الله ويعدي إن شاء الله كل أعضاء الجمعية العمومية اليوم في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر الأمور هنا ماشية في شكل رائع جدا وطيب جدا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وزي ما بقولك هنا الوعي الكبير لدى أعضاء النادي الأهلي هو اللي بيرهن عليه كل مجلس الإدارة وكل جمهور النادي الأهلي وأيضا أعضاء الجمعية العمومية مستمرين معاك كابتن عبد الحميد حسن هنا من مقر النادي الأهلي بمدينة نصر وتخطية خاصة حتى الساعة السابعة إن شاء الله لانتهاء التصويت على اللياحة النظام الأساسي للنادي الأهلي شكرا يا كريم وأكيد مستمرين معاكو يا جماعة يعني مع كل كمان مشاهدين معانا كان أميري شام ومعانا كريم أحمد ومعانا كمان محمد سعيد إن شاء الله ينضم لهم تختم ميازة جدا النهاردة لزي ما قلت لكم تاريخي يوم الرد على أي حد بيحاول أنه يتدخل في شؤون أنا دلالي شكرا يا كريم وأكيد أنا نرجع لك تاني عايزة أكمل لكم بس قبل ما نطلع فاصل عشان أستقبل ضيوف الكرام عايزة أكمل لكم المستشهر الكبير رجاء أعطيه قال إيه قال إنه خلال فترة سفر الخارج لتلقي العلاج حاول البعض استغلال ذلك لخلق بلبلة بخصوص بند الثمن سنوات وأن المهندس محمود طهر الرئيس النادي كان حريصا على عدم وجود هذا البند على عدم وجود هذا البند لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمنافسة وقال محل الخبير القانوني أن إقامة الجماعة العمومية نادي الأهلي على يومين وفي مقرية مدينة نصر والجزيرة قانوني بنسبة 100% ولا يتعرض مع القانون ولا يوجد ما يحول دون ذلك من الناحية القانونية لافتا إلى أن اللجنة الأولمبية لا يحق لها إبطال عمومية النادي الأهلي تاني لا يحق اللجنة الأولمبية إبطال عمومية النادي الأهلي في حال إقامة التصويت على يومين وده كلام المستشار الكبير رجاء أعطيها الذي يعني ما فيش بعده كلام يعني يا ريت ناخد بالنا أنا بتكلم عن اللجنة الأولمبية تحديدة أن إحنا عايزين نعمل حالة جميلة في الرياضة في مصر عموم مش عايزين كل شوية نعمل يعني ندخل في منازعات وحاجات ملاش أي 60 لازمة بصراحة شدد عطيها على أن موقف نادي الأهلي سليم وقانوني مشيرة لأن هناك من يسعى إلى إصارة الأزمات كتير وحضراتكم عارفين يعني حضراتكم عارفين مين اللي بيسعى إلى إصارة الأزمات من غير سبب إحنا بنتكلم يا جماعة أقسم بالله بنتكلم في مصلحة النادي الأهلي عموما وليس في مصلحة أشخاص تانية وهنكرر وهندايما بنقول هنا كمان في القناة تحديدا إحنا هنا للنادي الأهلي وجماهيره وليس الأشخاص مع كل الدعم لمحب النادي الأهلي والأشخاص اللي بتدعم النادي الأهلي وفعلا تشتغل من قلبها عشان إعلاء كلمة النادي الأهلي وبالتالي فعليه أن يتحمل تبعات إصارة هذه الأزمات لكل من يحاول إصارة الأزمات نجوم الرياضة في عمومية الأهلي التصويت على اللائحة وعشرين حافلة لنقل أعضاء عمومية الأهلي لمدينة نصر دي كانت معظم أخبارنا كمان مرواني شامل إكبار على العمومية جيد هليل الحضور مميز للغاية أبو زيد في الجامعة العمومية الكابتن الكبير طهر أبو زيد وهزير رياضة السابق حضراتكم طبعا شفتوه الكابتن الكبير شريف عبد المنعم الأهلي سيظل كبيرا بأعضاءه وإجراءات أمنية مكسفة في الجزيرة يعني دي كانت أهم أخبارنا وده كان كلامنا في بداية يومنا النهاردة إن شاء الله قلت لكم يوم تاريخي للمرة المليون يوم تاريخي معاكم لحظة بلحظة إن شاء الله لانتهاء هذه الجامعة العمومية إن شاء الله معاكم لحظة بلحظة وتختام المميزة من قناة النادي الآن نطلع فاصل عشان نستقبل الناقض الكبير الأستاذ لطفي السعان والناقض الكبير الأستاذ أحمد الشامي فاصل والله أنا على حيان يمكن موجود متواجد من مقاري خمس ستة يام متواجد مع محمود طاهر في كل جلساته وندواته من ناس المؤيدين أول محمود طاهر لأنه فيه حيات يعني عمل إنجازات كتيرة جدا على مستوى كرة القدم وعلى مستوى الإدارة وأنا بقول يمكن دي بداية موفقة لأبناء مدن من أبناء النادي الأهلي ومع التسكية بتاعتي لمحمود طاهر بقول إن إنجاز اللي عمله حسن حمدي واللي عمله محمود الخطيب إنجازات كبيرة جدا محسوبة لهم وبقول إن نفسنا إن شاء الله الزحمة دي والناس الكتيرة دي تبقى وقفة وتعود الجماهير للملعا عدم وجود الجماهير مفيش أي مفيش أي حركة مفيش أي وقلنا مقترحات كتيرة للدخلية والوزير الشباب مفيش حد بيتجاوب وكل واحد يصحي يقولك الشهر الجاي الشهر الجاي الشهر الجاي أنا نفسي إن وزير الشباب والرياضة يركز ووضوع الجماهير مفيش حتة في العالم بتلعب من غير جماهير غير مصر مفيش أي شعبية وأي جماهيرية ومفيش حبه ونفسنا بقى الشباب والرياضة إنهم يركزوا معنا شوية الشباب مع الشباب الرياضة مع الرياضة إذا كانت شباب والرياضة كتير يدوا الرياضة بس والوزير جديد تاني إيه المشكلة؟ شكرا رسالتك النهاردة مهم حضورك يمكن بيدي رسالة لكل أعضاء الجماهير عما سامير بيه أكيد أكيد يعني أنا 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 راجل يمكن أأخذ أربع مطلات أفرق 2006 و18 و18 و19 وواصل في الترتيب العالمي للسائل التاسع وبعدين الله ده أنا كمان من ضمن الحاجات أأخذ أربع أوسمة وشاحنين من السودان الراجل كرمنا في السودان حاجات كتيرة جدا كسبنا أطاليا وهي بطلة الخارة كل الحاجات دي محسوبة نفسي الناس اللي موجودة في السود الكاروي اللي من دول يعرفوا إن إحنا عملنا كتير قوي الخطيب عمل سامير زهر عمل كل الناس اللي موجودة عملت كتير قوي فنفسينا إن شاء الله المرحلة الجاية نفرح بقى يعني بقولي الهنة بريدة نفسينا نوصل كاسعالة هتبقى عملت إنجاز فرحة للمصر كبيرة كلنا مستمعين شكرا اشتركوا في القناة نفسي مستمعين معكم شاهدهم تابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان وإجراءات إنعقاد الجمعية المهمية الخاصة بالنادي الأهلي بداية النهاردة من مدينة نصر معايا في هذه اللحظات كابتن هيسا مستعيد كابتن نجم كورت السلة السابق أيضا والزاملنا في قناة النادي الأهلي براحب بك كابتن النهاردة وأكيد تواجدك المهم النهاردة كعضو في النادي الأهلي ومهم أن نحن نوافق على اللايحة الخاصة بي الحقيقة بص أنا يعني مش فاهم يعني حاجة يعني في أندية وهليوبلس واسموح عابلينا سبقه مش عارف ليه الهجوم على النادي الأهلي ليه دايما التركيز مع النادي الأهلي النادي الأهلي بيحط ليحطه ده مش غريب عليه لايحة يعني النادي الأهلي اللي عملها مش بتملأ عليه من الخارج أندية كتير سبقيتنا مش عارف ليه الهجوم على النادي الأهلي دي الحاجة الأولى الحاجة الثانية أنا عندي ساقة كبيرة جدا في جامعة عمومية أنية هتيجي وهتقول رأيها احنا ما بنوجهش حد ما بنقولش خلينا ناخدها جزئية جزئية الهجوم على النادي الاهلي عشان هو على يومين عشان الجماعية العمامية على يومين رأيك كيف الموضوع موضوع ده انه هو احنا كلنا قرينا اللايحة ورينا ما فيش حاجة تمنع عبدا انه ما فيش نص صريح يمنع ناتب على يومين وايضا ما فيش نص قال انه في يوم يعني فايزا انا مخففش على الناس لي اوانا جامعية العمامية كبيرة انا النادي الوحيد يعتبر في مصر اللي عندي مقرين وده باعتراف الوزارة صابت بمراسلات انه انه اندي مقرين يعني ليه ما قلناش الشيخ زاد انه شيخ زاد فرع انه ما انا دلوقتي عندي مقرين انتخابات البياسة بتعملها لأكتر من يوم او اي استفتاء بتعملها لأكتر من يوم انتخابات مجل الشعب بتعملها لأشهور ايه المشكلة انه ان اخفف على الناس لو ده في ادايا خاصة جامعية العمامية من اكبر جامعة عمومية في مصر دي اول نقطة انا مش شايف فيها اي مبرر ولا اي داعي ان هو تعمل عليها الهيسة دي كلها سيبوا الناس تقول كلمتها دي النقطة الاولية النقطة التانية احنا ما بنوجهش او ما فيش حد يقدر يواجه جامعة عمومية نادي الاهلي عضو العامل في نادي الاهلي اسكى وعلى مدار التاريخ سبت ده اختياراته بتبان يمكن نادي الاهلي من الانديل والليلة جدا اللي بينتخب قايمة ما بنتخبش غير قايمة يعني عندنا وعي كبير جدا في جامعة عمومية فجامعة عمومية محدش هيقدر محدش هيقدر يواجه الجامعة عمومية فهي الفكرة كلها ان هو مهما عملنا ومهما قلنا جامعة عمومية في نادي الاهلي جامعة فهمة احنا ما بنواجههاش تعالوا جامعة قولوا رأيكم موافق عليها موافق مش موافق مش موافق فإذن الله النادي الاهلي يطلع مهم التواجد بالزبط وفي الاخر نادي الاهلي يطلع منتصر في ايا كان اقروا اللايحة الجديدة او ما اقرهاش في الاخر نادي الاهلي هو المنتصر ونادي الاهلي هو كبير وان شاء الله تعدي بكل خير بس الحاجة اللي عايز اقولها التنظيم هايل يعني بنادعو الناس انها تيجي الموضوع ما بيخدش اكتر من دقيقة حتى بره العربية اللي بيقول رأيه بيمشي في 3 ا4 دقايق ما فيش اي تزاح وما فيش اي زحمة الناس لازم تيجي تقول كلمتها وفي الاول والاخر المنتصر هو النادي الاهلي اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 فإذا كان وصلت قبل الصلاة للثلاثة ونصف فده رقم كويس قبل الصلاة بعد الصلاة أمر طبيعي جدا من فترة من ثلاثة إلى خمسة هتلاقي بضو في كسافة إيه من خمسة لسبعة هيبقى فيه برضو حضور أكثر لأن برضو راعي من الحر وراعي أن يكون هناك نوع من إبراز الحالة التي تتم خارج الخيمة يعني كله مركز على الخيمة لكن الشغل كله برا الخيمة حركة الأتوبسات حركة السيارات حركة ضفق الأعضاء على النادي ده شغل ما حد شافه بعينيه لكن اللي راح هو اللي شافه لكن مش بنقول للناس شفت إيه؟ شفت النهاردة أن أنت الأول مرة أن فيه أماكن مخصصة باركينج لجميع العربيات فيه مساحات كبيرة جدا ومتاحة لكل الأعضاء أنك تقدر تدخل النادي تحط صوتك وتخرج بيسر وسهولة فيه حركة أمن غير عادية موجودة من زباط الداخلية والمرور ما عندكش أي أزمة أنك تقدر تدخل النادي وكان موفق أن أنت تختار مدينة نصر عشان المساحة الكبيرة أنك تقدر في اليوم الأول يعني أنك تقدر تستوعب هذا الكم في أول يوم كان هيبقى صعب في الجزيرة لأن منطقة الجزيرة برضو عشان الناس تبقى مستوعبة منطقة أندية منطقة أندية هنا بس كنت أتكلم عن صدود في قبل الهوى فهو الرجل راح بدري جدا صح الساعة 8 وعمل شغلك بس كانوا هم أربع مصورين بس أعز أقول لك أن أكيد النهاردة يوم من الأيام التي ستكون تاريخية في تاريخ النادي الأهلي طويل بالإنجازات والأرقاب والبطولات التاريخ النهاردة بيخليك تسطر حاجة مهمة جدا أن أنت من حقك أنك تقول رأيك من حقك أن أنت تضع اللايحة التي تتناسب مع رؤيتك كأضو نادي بتديك كمان حق أن أنت بعدين حيكون من حقك تترشح ولا لأ من اللي يبقى عدوا مجلس الإدارة من اللي يمسلك في مجلس الإدارة من اللي يحافظ على حقك هو ده كان الدور الأهم للليحة الخلافات اللي ما بين اللايحة الأندية والليحة الأسترشارية هي معدودة الخلافات سوى في المؤهد سوى في التجنيد سوى في العدد في الترشيح كل الحاجات دي كان يقدر الوزير أو اللجنة العنبية أن هي تقعد مع الاربع خمس أندية أو الأندية اللي عندها خلاف على الماضي وتتحل وكنا خلصنا للأزمة دي كلها لكن في رسالة مهمة جدا لازم نوضح رئيس الوزراء لما يروح يسجل حضور فيه اليبلس فده تأكيد لرفض ضرحة السوشة دي مش قصة أنه هو بوافع على اللايحة اليبلس موضوع غير كده خالص مش ده الصورة الصورة الحقيقية أن فيه قناعة أن ما تم سرده في اللايحة السرشدية غير صحيح لذلك لو أنت بسيط على لايحة هليبلس ولايحة سموحة المفروض رئيس سموحة ورئيس نجل شباب الرياضة اللي أصلا مقرر اللايحة السرشدية في مجلس الشعب البنود اللي عليها خلاف هما رفضوها في لايحته وهي نفس الخلاف اللي مع النادي الأهل فإذن النهاردة كان أولى بالقائمين على اللايحة لهم كان ينتزعوا الأربع خمس بنود اللي فيهم خلاف وخلص الموضوع وانت هنا وبعت لايحة الزمية للناس كلها انت بتعزم دور الجامعية العمومية منين وبتقول لنهاردة ما تعملش اللي على يوم واحد لا أنا أضرب نادي أنا حر أعمل يوم يومين ثلاثة أسوار هم ما حاجة أقرب يعني أعتقد الندأ لأفن ما هو هي الفكرة الفكرة كاترة محميد ان انت على يومين اه لا موضوع خلاص خلاص انت عمل صدام النهاردة بعمل يومين بعد يومين دخل في صدام تاني بقى ان انا عندي أعضاء بتقول ان انا بيحيت عايزها ودولة ممثلة في وزير الشعب والرياضة وليس لان الهمية بتقول لا انا مش هعتارف بالكلام ده هو ده بقى الصدام بعدين يعني انت بتتكلم في مرحلة فيما بعد بكرة ده الصدام هتعتمد ورغم تتعلمين شي النهاردة عندي قضاء نيابة إدارية موجودة وهي الأعلى في الوظائف الإدارية بالنسبة لموظفين العقومة انت ترفض اللائحة للسرشدية يعني انت خلاص قبلت اللائحة الأساسية بتاعت النادي التاع ما هو انت انت كعدو لكن كدولة أنا مريمال الدولة ما هو انه النهاردة اللي حقر الانتخابات عشان ما هو ده بقى هي دي الخلافة اللي هتتكلم فيها يا كابتنا محميد ان انت النهاردة بتقول اننا كعدو اكتملت جمال عمال النادي الاهلي وقارت اللايحة النادي الاهلي الخاصة لازم حتترفع وانت النهاردة مش في جهة مسؤولة هتبعت لها تقول لها انا عمل هتبعت لجنة الانبية هتبعت لجنة الانبية لجنة الانبية لان هو الراجل واضح وصريح بقول لك من الاول لا انا هرفض عشان انت عملها على يومين اعيز على اليوم واحد هو ده كلامه ولذلك النهاردة المهندس محمود طهر استعان بالنيابة الادارية في الرقابة على تصويت يبقى انت عندك الجهة الادارية النيابة الادارية هي الجهة الاعلى يبقى عندك مشكلتين الدخلية بتأمن لك والنيابة الإدارية بحضرة كل المشهد بقى عندك مشكلة بقى مع لجنة الولمبية مين بقى يحل الصدام ده؟ أكيد مش وزير الشباب الرئيس أكيد طبعا هو بقى خصم أكيد الموضوع بقى رحمل حالة تانية هيبقى فيه تدخلات بقى رئيس وزراء رئيس جمهورية زي ما تكون لجنة الولمبية دولية النهاردة لازم يكون في حفاظ لأن انت بقى عندك خلاف مع ما يراه أعضاء الجمعية لصالحه لايحة النادي هي ممثلة أعضاء جمعية في حالة اكتمال لو رفض لايحة خلاص يبقى لايحة السرشدية هي الملزمة للجميع لو رفض بقى لايحة السرشدية مين يطبق لايحة النادي هو ده المفروض يبقى مصدر اعتراض على يوم أو على يومين لا اعتراض على حاجات كثيرة انت عندك اشكالية كبيرة في الموضوع عندك اشكالية اليومين اللي هم يتكلموا عليهم برغب انها انا شايف انها مش اشكالية لانك انت في اللايحة بتقول جمعية خاصة محددتش اي مقاومات لبهذه الجمعية الظبطة الكلام قانونا بهذا الشكل تفسيره واضح مقدرش ان انا اجزم ان ده تفسير مخالف لكن انا عندي حديثين ان انا النهاردة ان النادي الاهلي عشان يقول ان انا قوي جدا تازم يكمل جماعياته العالمية في اول يوم دية الحاسمة والقصمة في الموضوع ومشاء الله العدد يعني مشاء الله جماعة كبير جدا جدا انا مش اقول لكم العدد بدي وصل اللي كان بس برضو احنا محتاجين ان احنا ننهي القصة من النهاردة انا باضم السوت ورسوتك يعني لسه باقي ساعتين وعشر دقايق تقريبا على الساعة سبع ثلاث ساعات ايسر ثلاث ساعات وعشر دقايق يعني اعتقد ان احنا لازم ننهي اليوم ده عشان ترده يعني زي ما لست لطفي بيقول لست احمد بيقول لازم نرد ونقف الكلام البيب خالص اه يعني انا حسامت النهاردة فخلاص انا بتكلم بكرة من منطلق القوة بتكلم من منطلق التفوق العددي اللي انا وصلت له ده لو موجود النهاردة هيحسن امور كثيرة جدا لان النهاردة انت داخل في خلافات تانية داخل في خلافات ان انت بتقول ان زايد مالوش تصويت ده نقطة احنا نتكافل فيها ان زايد مالوش تصويت طيب انت كمدريت شهاب ورياضة قلت لا زايد له تصويت وننفس حكم القضاء طيب هو هنا النادي مش عارف يسمع كلام اللاجل الانبية ولا يسمع كلام مدريت شهاب ورياضة اللي هي ممبثلة في وزارة شهاب ورياضة فطبعا حصل تضرب فرجل شاف ان هو يلتزم بالقانون وننفذ فهنا برضو نقطة كافية هنرجع تاني لنقطة الوزير هنرجع لنقطة الوزير هل الوزير عايز يقر يعني يعتمد هذه اللوايح او ما يعتمدهاش انا شايف ان النطاق خرج من نطاق الوزير بعد مكالمة المهندس محمود طهر مع رئيس الوزراء ودي حسمت امور كتيرة جدا بدليل اخر اجتماع المجلس الوزراء خرج المهندس خالد عب عزيز في مجلس الوزراء وقال ان احنا مش ضد الاهلي وان انا فواضح ان فيه تغير نوعي في الكلام لان النهاردة المرحلة المكالمة بين مهندس محمود طهر رئيس الوزراء مهندس شريف اسماعيل كانت واضحة جدا ان انا مش مخالف للقانون وهات الخبراء اللي عندك في الوزارة في مجلس الوزراء اديهم اللايحة واشوف ان انا مخالف انا مش مخالف اللايحة هو عنده بنود اكتر من حدي في اللايحة فطبعا دي حسمت امور لكن سيبقى ان انت عندك ازمات حل هذه الازمات جميعها انك انت النهاردة تقول لكل لكل الخصوم شكرا انا وصلت البقى من اللي عاجر في الوزراء احنا حاليا كامتر امحميل لغاية 9 اربعة و 8 تلاف عدو حتى الان 8 تلاف عدو يعني بقي 4500 عدو و يكتمن الدنيا النصاب القانوني في اليوم الأول انت عامل لك نوما 8 تلاف اه انت بتاخذ معلمات من أوراها ابو اس اوالك انا حجام اختيار النادي الاهلي لمديد نصري اليها سلوت فيه الكسافة هناك لما لليه 8 تلاف بس عشان تبقى المعلومات يعني علشان ما نقولش الناس ممكن تكسل يعني الأرقام أنا عرفها أقولك بس هم تماني هقولك إن شاء الله دو حتى تماني يبقى أقصد يعني أنا منحفز الناس أننا نوصل إلى الرقم هو تماني نحن عايزين نقوم بتنشر ونص كمان ماشي بس أنا ما أتكلم دلوقتي نحن تماني هو ليه مجلس الأهلي اختار مديد نصر في الأول بصفة أن هي مقر رئيسي وده من الخطابات رسمية مش فكرة أن هو الأهلي رحى مجلس الإدارة رحى مديد نصر عفوا اختيار الأهلي مجلس لمديد نصر لمديد نصر طول عمرها مظلومة وإنت حضرتك عضو في النادي الأهلي من زمان وبتقول لو إنت كنت شفت خدمات في أهلي مديد نصر زي دلوقتي يبقى أعتقد الحسابك مختلفة يعني مش عايز أخدها بشكل عاطفي يعني عايز أخدها إن النهار ده لما أجي بحكم في القصة ببقى العقل بيبغالب عليه أكثر من العاطفة لأن العاطفة ممكن تاخدني الحتة أنا أخسر فيها كتير أو لكن العقل هنا بيقول أن أنا أروح للمكان الأكثر استعابا لهذا الكم هو قد ده كان التفكير المنطقي في الموضوع أن أنا أوصل للمكان اللي هيقدر يديني استعاب لهذا الكم في أول يوم هو ما عندهش مكان تاني غير مدينة نصر وباعتراف الجهة الإدارية أن مدينة نصر جزء اللي يتجزأ من الجزيرة مقر رئيسي مقر رئيسي في خطبات متبادلة في خطبات متبادلة فإنه واضح أنه موضوع منتهي فالنهارده عشان أبدأ أقول بقى أن مدينة نصر مظلومة وأمرها مش يفيدش حاجة أنا مش عايز جول التفرقة أو جول أن أنا مش جول تفرقة أو جول أن الفرع الرئيسي بياخد أهل الجزيرة يختلفون على أهل مدينة نصر يعني هي ما تبقاش لا مش بالشكل ده في لطفيا الفكرة الفكرة أن أنت النهاردة ماشي باستيعاب معاك ده جزء لكن لما أنت عضو تحس بالفرق ما بين أن أنت ما كانش عندك خدمات وبقى عندك خدمات وبقى عندك تواجد وبقى عندك حضور وبقى عندك اهتمام من النادي بقى مش بقولش الجزيرة هو ده التغير هو ده التغير هو ده التغير أن أنت في الآخر بيديك صورة مهمة أن أنت لازم تشارك لازم تقول رأيك على فكرة الحضور مش فكرة أنك ممكن ممكن تقول لا عليها بطب وارد يعني مش فكرة أن أنت لازم تقول آه لا طبعا فكرة أنك تقول أن أنا بشارك فيما يدعو لي مجلس إدارة النادي الأهلي في العمومية الخاصة أو الجلسة الخاصة اللي هو عاملها للايحته الأهم في الموضوع ده بقى أن أنت زايد يعني أنا اتكلمت مع نسوس محمد سويلم بشكل شخص تاني يعني أنا قلت ممكن من الحالة اللي فاتت مع الكابتن أبا حميد في استاد الأهلي جزء جزء بقى الأهم كان بحديثي معا عند زايد تقول يا عزيز محمد زايد من حقهم ولا مش من حقهم قال لي هم أعضاء تقول كايس طالما أنا عضو فمن حقي أشارك فيما يراه النادي مناسب للفترة الجاي ألف به يعني بالضبط يعرف أنت أولاك أنت مقبول في المدرسة بس من يحاعد ما تحضرش إزاي وأنا دلوتي موجود أنا مش موجود ده واحد اتنين الأهلي حاليا من حق أعضاء زايد أن هم يشاركوا في لايحة الخاصة ما هتطبق عليهم وأصبحوا أعضاء موجودين في النادي ده كان تواجد أنا أسفنا بعض ده كان تواجد المهندس محمود طاهر في يدلقه بصوته يعني يعني حضور فالجزء الثاني يا سلوطفي لما يبقى في انتخابات أعضاء زايد هيشاركوا لما مش هشاركوا أكيد هيشاركوا يبقى من حقه يصوت على الله من حقه طب بس أنا مش فاهم هدي بصراحة يعني بصراحة سلوطفي مش فاهم يعني إي هنا هنا في نقطة خلافية بقى آه طب لأن القانون منع عدو الفرع يصوت القانون منع عدو الفرع يصوت طيب أنت هتطبق القانون بقى دلوقتي بقى أصل رجعي ولا هتطبقوا ازاي هو ده الحكم طالع عدو القانون وطبق فهنا في خلل هيبقى موجود في الموضوع يتحل ازاي ده برضو ده معركة تانية جانبية لازم اي هتاخد وقت برضو من الجدل ومن المفاوضات النهاردة انت في قانونك يا سلوطفي قلت ما فيش فروع لا الفروع ليس لاحق الترشح ولا التصوير وانت مش موجود يعني انت حاجة بجيب منها موارد طب ودفر ده موجود في كل اندي ده موجود في كل اندي على فكرة الفروع ليس لاحق التصوير اه طبعا دي اصبق بوش كنت دي تعقودات اه والصيد عاملها الصيد عنده كم فرع كبير الصيد عنده فرع كتير كتير كل هذي الفروع بيبقى مسموح لك بس كاتف التصوير والترشح لما تنضم للفرع رئيسي تنضم الفرع رئيسي بربع مليون انت بتشترك في الفروع بخمسين الف كمل الربع مليون وادخل في الرئيسي بالزبط يعني ليها ليها حاجة ليها ليها الناس في زايد عملت كده دفعت الفرق ودخلت هيا هيا ده مش خلاف لانه لو دفع خلاص دخل ما هو ده الموضوع انتهى هو لا هو قالك بس لازم بعد ما كده لازم بص ماينفعش دي يعني خليك في اللي بعدها يعني ايه ملاحاش علاقة انا بقول لك على حصن اه كان الزام كان محمد السلام ونابا يكلمه وقال لي يعني وفقنا ان الخمس تلاف او العضاء زايد تبقى موجودة علشان كان في حكم الزام والنهاردة مش النهاردة ما بتختصم بتختصم النادي والوزير والجهة الادارية ومش عارف مجلس الوزر كول للجهات المسؤولة لو في جهة منهم واعت منك في التقاضي ما انت تقدر في الثلاثة اربعة خمس جهات الباية انك انت توقف في الحكم طول عمر الجهة الادارية في بلدنا بتفسر وبقى كان الجهة الادارية طبع الوزارة وانا يعني ما خفن حده اللي حاجة طول عمرها بتفسر انا بحبس بتفسر اللواء دايما نعود ما نصفين عشان الابوم جامل لا نا بتفسر الوضع كيفما تراه تمام لو هي هضمة الوضع بتفتح ايديها مش هضمة الوضع بتفتح ايديها معنى قفل بيدي انها بتحط لك وقيود طبع اقول لك الحاجة يا زلطفي طبع النهاردة غياب الجهة الادارية موما السرف من ديشة ورياضة عن اللجنة الخاصة و الجمعية الخاصة للمجل الاني بجيب شاء الله سيزلوطفي سيزلوطفي انا شايف اه بدي هو فين سفين بقى التلات مصورين ماهما ده الصور ده جات من ايه ماهما ده واحد كاميرا واحد كاميرا وفيه مصورين فوتوغرافيا اه بص كله موثق كله موثق عندنا لا وبعدين خبلك فيه فوتوغرافيا كمان ماهو عمل خمس صور على فيس بوك فبقولك يا زلطفي الجهة الادارية النهاردة موما السرف من ديشة ورياضة ما 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 اشرفتش على الجمعية الخاصة على فكرة وجودها مش انزامة بص نبقى حاولك ليه فضل ليه لانهاردة الوزارة ما بقتش مسؤولة عن الاندي مم فبقت اللجنة الانبية هيا المنزوم من ايها مع دال لا لا القانون اسأل حق سو MEL فضل هو فيه موظفين في اللجنة الانبية يقدروا يغطه انت تانخبات عن الانverbs ما هو النهاردة انت عندك بداية عندك بدايل بس على حضرتك عندك بداية قال فيه موظفين في اللجنة الانبية يقدروا يغطه دي نأ بس لا اللجنة الانبية بترجع للوزارة وبتاخد من مدرية ما هو عندك بداية تمام وده كابت انتظر وزيد أنا أقسم بزدود في النهاية أنا أخليكوا تكملوا حديثكم أنا سايبكوا على فكرة تكملوا عشان النستي بأمستوعبة بس انت بعيش معنا الجو طب تفضل كم حضور الجهة الإدارية مش إلزامي خلص في الموضوع وهناك تجارب سبقة ووخد أحكام نهائية في هذا الأمر لو أنت أنا عايش وحتى أنك أنت تجيب هيئة قضائية مش واضحة في الليحة أنت بتقول هيئة قضائية يعني أنا لوقت كابتن عب حميد قاضي وقريبي أجيب ويعمل إشراف عن انتخابات مش مشكلة لأنك أنت مش موضح أن أنا لازم أروح مجلس الدولة أو أروح نيابة الإدارية أو أروح أيهاية قضائية لكن النهاردة عشان تقول أن أنا مش هبعد حد من الأجل المنبية ومش هبعد حد من الوزارة ده شيء مالوش علاقة بالموضوع أصلا بممكن جداً بموظفيني النادي زي ما هي ماشى الموضوع لكن مسألة التخويف والترهيب للعضاء اللي تمت من قبل الوزير خلال الفترة اللي فاتت كانت مسألة ساهمت إلى حد كبير جداً أنه يبقى فيه زوباع متصراحة حسامها رئيس الوزراء في أنه خرج بس الصراحة كانت تصرف أنه بعدين عزنوفي هو كانت تصرف غير مسؤول من الوزير إذا كانت خرج التصريحات على شانه بشكل رسمي في حل مجلس دارة النادي الأهلي أو حدوث أي خلافات مع مجلس دارة النادي الأهلي لأن العلاقة المفروض ما بين المؤسسات الكبيرة المثالة في الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصر والعندية اللي لها ثقل في الرياضة لازم تكون أقوى من أننا نختلف في أمور تقدر تتحل يعني النهاردة لو الوزير مفتصرحاته والتلفزيونية طالع على كان عادت محمود طهر وهو مقتناش بوجة نظري وأنا مقتناش بوجة نظر معنى كده أن أنت كل واحد يصمم على وجهة نظره فالرجوع للجمال العومي جمال العومي اللي تقول بقى اللايحة دي أو وافع عليها أو ما وافعش عليها النهاردة لو اللايحة رفضت من أعضاء أمتي الأهلي إيه اللي حيدر مجلس دارة النادي دي أهلي ولا حاجة خلاص هي الانتخابات هتتتعامل بدي أو بدي باللايحة الخاصة من نادي أو اللايحة للسرشدين وخروج خلوج السيد رئيس الوزر شريف اسماعيل وحديثه يعني يدى يدى لك إيه كبصورة كتنونة غلط انتباع انتباع أن الراجل بيقرر لحط أنه هو مقتنع تماما أن عسلان النهاردة كابتن هو بيفكرش في نفسه هو أكيد بيفكر في أولاده وفي أحفاده أننا الندية لازم يبقى عنده لوايحة الخاصة اللي تقدر تستوعب ولادي وأحفادي لكن الموضوع النهاردة مش أننا تبقى مفروض عليها لاحة أننا كل شوية راح أستأذن طب أنا عايز أعمل بلكونة طب أنا عايز أجيب كرسيين موضوع يعني مش مسألة أن أنا أفاتح بهذا الشكل طبعا هو يبدو أن هما كانوا عايزين أن الله ستبقى حاكمين بها مسيطرين بها على الأندية زي الإتحداث تمام واختيارهم للتوقيت طبعا زي الإتحداث الإتحداث في حتة ثانية أنا مخرج أنا كرئيس وزراء أقول أنه ما عنديش مشاكل مع ناد الأهل لا مش قرأس الوزراء هو رئيس الوزراء لما صدود فيك يم بيتكلم من صورة ناعلته الصورة ناعلته ناعلته هو غالبا الصورة الأول الثانية من قولة غلق أنه هذا الأهل ضد الدولة ضد القانون والأهل عزي خالف وده شيء ما ينفعش للرياضة وإحنا بنعمل القانون وكل الصورة الجميلة اللي احنا بنصورها لما رد هو لما يعني تصريح رد كان على الثان مونس خدع بعزيز بزرعة خلال المونس خدع بعزيز تلع قال أنا مش موقف مع الآن وإحنا تتكلم لما أنا هوضحك بقى استعرى مكنين في نقطة في نقطة في نقطة في نقطة في نقطة في نقطة منه إننا هاولك في علاقة شخصية في علاقة شخصية سلبي جدا وبعد كده فجأة إيجابية حاولك في علاقة شخصية ما بين سيد عمد وحيد ورسل وزر نقطة شخصية جدا وربما تصل إلى مرحلة الأسرية فهي دي نقطة الخلاف ما بين الوزير والنادي الأهلي على فكرة هي دي الأساس بقى سيد عمد وحيد بحافظ على حول النادي الأهلي وانز خدع بعزيز شايف إن ده نوع من أنواع الأسبوعين أو عشر تيام بهاجم النادي الأهلي تمانية وربعين ساعة كان بيدفع النادي الأهلي بالزبط ليه للنصورة راحت رئيس الوزراء صح لا يستطل رئيس الوزراء ما فيش مخالفة للقانون الليحة الخاصة هي ليحة للنادي الأهلي انت تماشى مع القانون لو ضحها قانونيين وعندك حضرتك زي ما سدوط فيها لعندك قانونيين في المجلس الوزراء فضل الليحة عرضها عائلهم ايا نقشوها كيفما يرقوا هنا حصل التغير لو سمحت يا مهندس خالد لازم توضح انت ما عندكش خلاف مع الأهلي بس هي دي كانت الخناءة ماذا رأيك؟ اه والتحول ده ما كانش حد وصله المعلومة كمان لمعلومة ولا سبب المهندس شريف اسماعيل جاي من البترول بالزبط تمام في الليحة الأندية المهندس محمود طهر بشغل في البترول المهندس محمود طهر بشغل في البترول يعني المجال واحد تأكيد فيه علاقة لكن الوضع لما تأزم بقى لابد ان انت تلجأ بقى لحد يفصل في الموضوع واحد أكبر فكان طبيعي جدا ان يعني ده اللي بتكلم فيه ايو كان طبيعي جدا الخطوة اللي اتخذت ان انا ألجأ لرئيس الوزراء عشان يوضح الموقف للناس ان انا جمعا شوش غلط ان الناس بتتكلم فيه الغلط دي مش مظبوط ان حتى لو انا ماشي غلط انا عايز اقول لنقطة برضو عشان يعني مش معنى ان انا وزير ان انا اطلع اقول لطف غلط مش من حقي انا وزير يا جماعة فيدي فرق ان انا امان الظوري كوزير وامار الظوري كشخص هو ده اللي بتكلم فيه هو ده اللي بتكلم فيه انا انتهارد لطف ماشي غلط خلاص لطفة يتعاقب لان فيه مواد تتعاقبه لو مش غلط النهاية نحن نخطع للقانون لكن ممنخضعش لتصرحات تلفزيونية وتصرحات مواقع هو ما الى ذلك ده اللي بتكلم فيه حديدا اا 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 سلوتي هو الوزيرة اعتقد عدو في الجزيرة ولا في الصيد الصيد لا عدو في الصيد وعدو في الجزيرة وعدو في كازا نادي لو راح النهارده في اليوبس ممكن لو راح النهارده الوزير صوت على الليحة بتاعت النادي بتاع اليوبس اللي هو لو عدو فيه اللي هي المفروض لا هو الوزير هيصوت هيصوت لسبب واحد ايه بقى انا الراجل بيكتب بستات بعد كل اا جمعية عومية بتكتامل برافو لماذا برافو برافو للجمعية العومية يازلطفي انت عامل لاحة السرشادية ليه بعملك لاحة السرشادية بقولك ايه امشي عليها امشي عليها مش عايز تعمش عليها اعمل لاحتك اه امشي عليها اللي هو عمل فيه الا ري في الموضوع كله انه دية تعليمات نادئ الدولى. Williams فانتا بتطبق س37 وныقول ح Freiheit متلق في الجمعيات العمومية فانت بتطبق سنقول حريات مطلقة في الجمعيات العمومية من هذه المرة طبعا عند الجمعيات العمومية كتيرة جدا لا ينطبق عليها شرط الحريات بسبب لانها جمعيات اهلية فيها عنديها كتيرة في واحد انا مش عايزين نخرج عن الحديث انا مش هنخرج لا هو نفس الموضوع انا نفس جمال المنظر انا نروح للصورة شوية عشان ما ننسل انا طبعا اطفال واسر وناس كلها بتشارك مستقبل يعني مستقبل نديكوا فعلا ولايحة فعلا قبل ما تقولوا لايحة كمان بتقولوا الناس احنا مش عايزين حد يتدخر في شئولنا احنا النادي بان احنا الكيان لات سباية ثلاث ساعتا وما عايز ان نخلص الموضوع ان شاء الله بدري ان شاء الله وغير كده انت النهاردة مع مرور الايام عايز تضيف حاجة هتضيف وتعمل وتطور وتغير بس من يبقى قرارة اللوايح تعدم لكن القوانين لا تغير لها بقوانين القوانين هتغير بقوانين وبقنا هتغير ما تقلقش يقول ايه يا سنة بس الناس تعاني سنة الناس هتعاني وهتغير في القانون بتاع الرياضة اكيد انا بضم هو المهندس محمود طهر لما طلع يتكلم في مؤتمر صحف حبل كده قال لك ان المهندس خالد عب عزيز قال لي يا مهندس محمود هو احنا في مشاكل في القانون بس عفاظا عن البلد ممكن يبشيه هو ده تعال نشوف المهندس محمود طهر قليل النهاردة يلا نطلع نشوف المهندس محمود طهر قليل النهاردة ونرجع لحضراتكم على طول لا رجاي بي عطية قامة من قامات مصر مش النادي الاهلي بس يشرف النادي الاهلي انه رجاي عطية احد اعضاء القدامة واحد قاماته ورموزه اهو ده اللي تقال عليه رمز من رموز النادي الاهلي الاستاذ رجاي عطية عندما كل في رئاسة اللجنة اللي بتضع لايحة النادي الاهلي احنا مش ما بنختارش كده احنا بنختار ناس لها ثقل في المجتمع وفي الدولة وفي النادي والحقيقة المجهود اللي بزل ورجاي بيه فيه وضع هذه اللائحة وكان من الحرص وكان من رغم انه كان فيه خلافات شوية بيننا وبينه فيه حاجات كتير جدا انه هو مصر على الالتزام بالقانون 2017 وكان لا يحيد عن هذا المبدأ امدا رغم ان احنا كان ممكن نعمل حاجات لا تخلف القانون انما بتديني حرية حركة شوية وهو اصر انه نبقى ملتزمين بالقانون وهي ده التقل رجاي عطية وهو ده الكلام اللي بنا استفق يعني اللي احنا كلنا نتعلم منه ازاي نبقى ملتزمين بالقانون وفي نفس الوقت نحط لائحة تناسبنا وتناسب النادي الاهلي اللي هو احد رموزه فالحقيقة يعني احنا بالنيابة عن المجلس وبنيابة عن النادي الاهلي كله بنشكر رجاي بيه على المجهود اللي حصل في وضع هذه اللائحة الملتزمة قانونا بقوانين الدولة والنادي الاهلي لا يخرج ابدا عن سياق الدولة ولا يقود في اي خلاف مع الدولة بنلتزم بقانون الدولة بنعمل ما يناسب النادي الاهلي واعتقد ربنا يوفقنا ان شاء الله تعاليك رجاي بيه طبعا على كلام الراعي بس كل حاجة بموافقتهم يعني يعني انا قلت رأي اه بس هم الحقيقة اصحاب فرض بانهم اخروني على ما ابدأت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة براحب بك طبعا استاذ عمد الحقيقة انا بعد مهم النهاردة تواجد مستشار رجاي بيه عطيه اكيد شيء مهم عاوز اقرر قدام اه انا تاريخي قليل اوي بالنسبة للمستشار رجاي بيه عطيه ايا كانت اي من كان قد كان له مداخلة عمل لائحة للنادي الاهلي طليق بقيمة وعراقت مية وعشرة سنة وتبقى قيمة النادي الاهلي قيمت رموزها القانونيين انا كان ليه الشرف ان انا بلعب كورة مع سيادة الاستاذ رجاي عطية في فريق الشمس وكنت صغيرا وكان قدوة م أيام ما كان في القضاء العسكري رجل الكلمة ورجل الحق وانا مش بزيده لان انا مش عاوز منه غير ان انا اشوفه بصحة وصعادة لكن انا لازم اقرر اعضاء الجماعية العمومية ومشاهدي قناة الاهل وكل محب النادي الاهلي في اي مكان ان السيدة المستشار قال لسيدة الاستاذ عفوا رجاء عطية اخذ على عاطقه مسئولية هذه اللائحة من الالف الى الياء وعندما كانت له مداخلة في انه كان يعلم تماما اننا نحترم قراره بعد مشاورته لزملائه او من كان معه في اللجنة ولم يكن هناك اي خلاف على اتلقى ما صدرت بعض وسائل الاعلام لان تبقى قيمة الاساس رجاء عطية اسم كبير في عالم القانون واسم كبير كمان اخر عناقيد الزمن الجميل في النادي الاهلي طبعا بس عاود اقول ان عناقيد لا تنتهي حيفضل النادي الاهلي يفرغ ويفرخ وحيطلع منه عناقيد زي الفل النادي الاهلي ما هواش قاصر على جيل النادي الاهلي تاريخ عريض من مئة وعشرة سنة هو اللي موجود النهاردة هو اللي موجود حيبقى بعد مائة سنة ده النادي الاهلي ادي واحد رقم اتنين هو اخوي عماد التحدث عن فريق الشمس انا عاوز اقولكم ان انا فريق الشمس ده وانا بعكوك لسه لعبت مع ابو حباجة ولعبت مع الضزوي ولعبت مع فؤاد صدقي ولعبت مع محب يوسف لعبت مع فاتح خطاب لعبت مع توتو لعبت مع صالح في اوقت لان صالح من فرق السنة واحمد سؤرات ومرض نديمة حواديث كتير جدا يا طرى انا طلحت كده شيطاني لا احنا طلقنا اخذنا من اللي قابلنا وبندل اللي بعد ظه النادي الاهلي والناس مش فهم الشعر صح حتى ما يقال النادي الاهلي فوق الجميع لا يقل ان النادي الاهلي فوق التفسانة او فوق الزمالة صحدة لا النادي الاهلي فوق الجميع المنتمينة الى النادي الاهلي علي ان اعرفنا ه الحغير سجلت معنا منذew لاحظات بس كان على عطكك هم كبير جدا هو المشاركة في اعداد هذه اللايحة الخاصة بالنادي الاهلي وكان شيء من غير ما اقول لي انتقاص لحد مشاركة لا توجد مشاركة انا قمت بهذا العمل الوحدي تماما وانا سألت على الاستاذ الصديق محب عبد مجيد محمود فقيل الايه ده فابو ظبي وبالتالي لم يكن معي الاستاذ علاء منشرف قال شيء مهم جدا توضيحه قالوا لي بلغني محمود طاهر انه محرج مع اللجنة الانوبية فقمت بهذا العمل بمفردية اللغة وكلام كتير فترة فاتت المستشارة جاء اعطيها طلع بيان المستشارة جاء اعطيها طلع بيان اخر ثم بيان ثالث اللغة ده ده كان شايفون انا عملت خمس بيانات خمس بيانات دي يحدوني حاجة واحدة بس مصلحة النادي الاهلي لا مصلحة علي ولا زيد ولا عباد اول حاجة لما لقيت ناس بتاخد البيان الاولاني ده كان بناءا على رغبة المهندس محمود طاهر انه يبدو انه كان هناك من يطالبه بانه يتحط باندي السمن سنوات فهو لما انا اصرت على الرأي اللي انا ابديته في الاجتماع الاول معه ومع عماد وحيد قال لي خلاص هل عندك مانع تقول هذا الكلام في التلفزيون تلقى اطلاق قال لي طب هل قناة الاهلي هتتصل بيك وتعمل تقول اللي انت عاول انا في الخارج جينا لسجر قناة الاهلي ما اتصلتش واخر وصية لي من المهندس محمود طاهر ان انا اقول رأي فعملت البيان الاول عشان اقول انه الليحة التي اعدتها مفيش فيها لبندي 8 سنوات ولا فيها الحيلولة دون احد اي ان كانت ونزولت خبات دي حاجة اولا البيان التاني البيان التاني في ناس ما هواش غيبة عن نوكو استغلت البيان الاولاني عشان هي بتهاجم النادي الاهلي من شهور دا دي مجلس الادارة تحديدا يعني فنسبوا الى البيان ما ليس فيه فانا رحتم طلع البيان التاني قلت ان الناس دي اولت البيان بما ليس فيه وان البيان دا لا يحمل اي اساءة ولا انتقاد لا للمهندس محمود طاهر ولا للاستاذ عماد وحيد الذيني كلفاني باعداد اللائحة وختمته بانني اكن واعلن انني اكن لهم كل ما حبه وتخدير دا البيان التالت البيان التالت تردت بقى انه اللجنة الاولمبية متربصة بالنادي الاهلي وعاوزة تبطل ايه الجمعية اقريت المواقف كده حضرتها لا فانا اقريت ومش اقريت وهو كده فعلا هو كده بدي يعني تهديدات اللجنة الاولمبية كانت مزاعة ومعلنة يعني وانا بقى اتابع في الخارج على ما يجري عن طريق الانترنت فطلعت البيان التالت انا ما قلتش ان اجتماع الجمعية على يومين غلط ولا انه يخالف القانون انا قلت نفوت الفرصة على ضرب كرسي في الكلوب خلوها على يوم واحد اما بالنسبة للشيخ زايد اعضاء الشيخ زايد اعملوا سنوديق مستقلة ويبقى على حسب ما يشوف وعلى اللجنة الاولمبية اذا اردت ان تبطل اصوات الشيخ زايد ان تتحمل المسئولية في الواقع والقانون ولا تحملها لمجلس ادارة النادي الاهل بيان الرابع مجلس ادارة النادي الاهل يتشاور والتقى انه على يومين انا بقى ابن النادي الاهل فخلاص يبقى روح تمعلن عشان الناس لا تتشتت روح تمعلن ان اجراء الجمعية على يومين لا يخالف في القانون وانه انتخابات رئيس الدولة بتجرى على اكتر من يوم وانتخابات مجلس النواب الشعب سابقا بتجرى على اشهر مش على ايام من امرأة اتنين احنا مش رايحين لا ننتخب محمود طاهر ولا ننتخب رجائي ولا ننتخب محمود الخطيب احنا رايحين نصوت على اللايحة والليحة دي لو لم نوافق عليها يبقى حتطبع علينا اللايحة للسر البيان الخامس والسادس دعوة دعوة لزمنائي واصدقائي وصديقاتي اعضاء الجمعية المهمية عشان يجي يحضره عشان يبقى مثل لكل الاندية ان اعضاء النادي الاهلي وراء النادي الاهلي كلام مهم اوه استاذ عميد الحقيقة انا اعوز اضيف حاجة علشان اكون منصف المستشار عبد مجيد محمود عندما استقبلته لزيارة لقراءة اللايحة قال لي بالحرف الواحد ما سطره الاستاذ رجائي عطي لا يمكنني مراجعته وهو ربنا يدي له الصحة في اساحل الشمالي وسامعني وحصل اتصال هو اللي طلب انه يتصل بالاستاذ رجائي عطية علشان يقول له هذا الكلام ودي شهادة حق وحسيبني عليها ضميري وحسيبني عليها كمان التاريخ اضافة للي قاله السيد الاستاذ رجائي عطية ليه احنا هنا النهاردة حضرتك لو عملت استطلاع رأيي للعضاء مع كامل احترامي لرجائي بي وحقوقنا للدهانة واكتر ما لمس قلبي انه قال ان كلنا موجودين النهاردة مش عشان محمود طاهر والعماد وحيد ممكن نكون موجودين لرمز زي رجائي عطية لكن احنا موجودين النهاردة علشان نعمل للنادي الاهلي لائحة طليق بقيمة وعراقة ورقي مية وعشرة سنة انا حاجة صغيرة فيها الناس النهاردة حضرتك لو سألتها قالوا ان احنا لو الانتخابات قسرت على الجزيرة او التصويت قسر على الجزيرة ما كناش هنروح لان احنا بنعيش بنعيش حالة من المعاناة المرورية فقالا في حالة ساعدة عندهم ان موجود النهاردة كده ورجائي بيه يشهد علي احنا مش عاملين كده علشان نعاجي حد لكن احنا نادي مشهر مشهر باعتراف مدرية الشباب والرياضة بالجوابات التي حضرت وردت النا في مناسبات اخرى ان هذا ليس فرع هذا مقر انا لو بكلم بالفروع ما كان رجائي بيه اللي استشرناه وادخل علينا ما لا نعلمه في القانون كنا قلنا له سيادة الاستاذ الفقيه هل يصير عمل لجنة في الشيخ زايد احنا من نفسنا ما عملاش لجنة في الشيخ زايد ان ما ينطبق على كلمة فرع ينطبق على الشيخ زايد بعد الكلام الطيب اللي قاله الاستاذ عماد انا فيه ناس يقول له اشمعنا النادي الاهلي يعني طبناه نادي هليو بلس ما عمل في مقر واحدة فيه تلت عناصر مهمة جدا الجمعية العمومية للنادي الاهلي اكبر جمعية عمومية بين جميع انديات مصر يعني عدد اعضاء الجمعية عدد 137 الف عشان كده النصاب بتاعها اعلى من هليو بلس واعلى من زمالك الهه ادي اول فاكتور او اول عامل العامل التاني انه مقر الجزيرة ليس بالسع بتاعة نادي هليو بلس نادي هليو بلس مترامي الاطراف خلاص مقر الجزيرة اتخنق من جميع النواحي وبالتالي انا مسميه مقر مخنوق عشان كده النادي الاهلي فتح العنصر التالت انه حول نادي هليو بلس مصر جديدة منطقة مفتوحة حول مقر ايه الجزيرة لنادي الاهلي كل صرة البلد وبالتالي انت مش بس هتعمل ازمة داخل مقر النادي الاهلي في جزيرة انت هتعمل ازمة لكل مصر ولكل القاهرة ولشرايين المرور فيها شارك صنع مستقبل ندي صوتك مهم اهلا بحضرتكم من جديد يعني هبدأ معاك يا هزلطفي بنهاية كلام الاساسي الكبير او اعطي اولا يعني يعني هذا الرجل الجميل جدا يعني اللي بلغ مرحلته في درس القانون يعني القمة يعني يعني ممكن يبقى ضد القانون وهل كمان المستشار عبدالنجيد محمود نابل عام السابق اللي قال ما سطره الاستاذ رجائي اعطيها لا يمكن مراجعته هل برضا ممكن يكون ضد القانون ما استحيل ان هتلاقي رجل اقول اه بهذا العلمty هو انا مع الاستاذ رجاء الوحيد ان هو فقير طبيع قانوني فعلا ي spilled امنوا اه ومن القام 다ة القانونية جديnad احوا هلان احضرت انا على مسر الشخص يعني اولا اللي ه لاحترفهم حتى كمان في الشارع يعني حتى في رجل الشارع العادي يحترم نا اكيد اه 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 اهو اكيد مش عايز يخالف القانون اه 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 لكن حريص انه هو يقدم حاجة للناس ما ننساش ان المستشرة جاء اعطيه اجي فترة من فتراته وكان عايز يترشح لرئاسة النادي الاهلي لكن الظروف ترشحه في انقبط المحامين فجاء خليته تراجع في الاخر انواق كما ترشحه يعني اذا هو الراجل محب الى النادي بشكل كبير جدا وطالما ما قدرش يكون خادم فيه بشكل رئيس نادي فاصبح خادم فيه بشكل قانون ولايحة بشكل لايحة عفوا تماهد للاجيال لان هو لمس نقطه احنا مش جيل مفيش جيل له اااا متواصل الاجيال كلها متواصلة مع بعضها مفيش جيل منعف عنده مفيش دين نهاية مفيه اجيال متواصل كلها فلازم احنا كلنا بنعمل للاجيال اللي جاي فامر طبيعا ان الراجل مش يخالف القانون لكن ااااا هو اوضح جزئية مهمة جدا ودي كانت جزئية غايبة لأن للأسف الشديد كل اللي تكلم عن الجمعية العمومية في الفترات اللي فاتت لم يكن قانوني كل اللي تكلم إن شاء الله يعني لسه التواجد بدأ يزيد أهو جوال نصوص الظلطفي انتخابي قديم فعلك من 5 الساعة خد بالك أكتر واحد رفع عضايا في مصر إنه هو يوضح أن الجمعية العمومية أكبر جمعية عمومية في مصر ونه هو يوضح ليه اختيار مقر مدينة نصر ووضح النقاط دي كلها وإنها مش مخالفة كمان يعني عايزين يومين يعني مش غلاسة يعني الموضوع مش غلاسة عايزون حاجة إنت الحضراتك كنت بتعمل جمعيات عمومية في ظل القانون اللي بتنفذوا الدولة واللايحة اللي بتنفذوا على يومين الاجتماع الأول بيبقى الخميس والاجتماع التاني ومتكملش في الاتنين يعني انت بتنزل من الكمل كبير جدا في التلتين لألف ومائتين عدو ما بيجوش ألف ومائتين وانت عاملها عادية النهاردة انت عامل بتقود دي جمعية خاصة يعني 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 خاصة دي تنتمديني باور إنها مفتوحة أعمل حاجة خاصة أعمل حاجة خاصة لإني في مرحلة خاصة دي يا كابتين يعني مرحلة استثنائية بمر بيها فطالما بمر بيها يبقى عندي فرصة إن أنا أعمل لنفسي مشروع ليحة محترمة تقدر تقدر قدام شغل كبير جدا أو حتى تتواجه الدستور الدستور مش 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 بدأ وبعدين فضأ تفتح بعدين كده قال لك تيوم تاني عشان ناس تدعى فرصة ودك كمان فرصة للناس لو أنت مش موجود في محافظتك ممكن تدخل تزوى في المرحلة في المرحلة الاستثنائية ما هو ده اللايحة ده هتطبق على النادي الأهلي لن تطبق على أي أندية أخرى فلازم كل نادي من حقه يطبق اللايحة لانتخناس المعارضة عملوا مشكلة من لاشيء من لاشيء أنا مش شايف الموضوع كان يستحق هذا الجدل وهذا العناد المستمر الموضوع مساهل وبسيط جدا وأنا لما بكون في ظروف استثنائية وبصدر قوانين وبعدل والنهارده آآ احنا عادي البرلمان بقعد بصدر القوانين دي آآ بالزبط لأن في حال التراهل في القوانين القديمة بشكل كبير جدا أنا بخرج النهارده ومش محتاجين مشاكل صراحة مش محتاجين حاجة أساسة يعني أنا ليه بخلق مشكلة مش عارف ليه ليه بعمل أزمة وإحنا عايزين نعمل لك اللي انت عايزه فستنا نعملها على يومين يعني ما قدون مش زعب وبعدل قانوني جدا لا مش قانوني أنا كنت أتمنى مش عارف ايه لا مش عارف كنت أتمنى من القائمين على الويزارة وعلى اللجنة الولمبية ان يكون عندهم ساعة صدر الوزارة برا كده هل أخلصتك دي لوميا بس باشي ستظل كفرات لكفرات لكفرات دي موضع تاني كفرات دي موضع تاني لكن ستظل موضع كفرات دي ستظل الكلمة العليا للوزارة احتمل أعتقد كمان مزاي ندي الالي احترم الكلمة العليا للوزارة واصلا بقت كل الامور في اللجنة المنبيه. النادي الايلي احترم التدرج الوظيف. جدا. اه طبعا. جدا. اه طبعا. موضوع صعب بدأنا نطلع. خلاص. ما طبيعي لازم ان انت النهاردة عندك عندك خلاف. مش هنقول اه مشاكل خلاف مع وزير. اه. لازم هو في سلطة اهلة يا رئيس الوزراء. اه. وبعد رئيس الوزراء في رئيس الجمهورية. اه. رئيس الجمهورية في بقى مرحلة اكبر اللي هي اللجنة المنبيه الدولية. انا عندك اكد كمان استود احمد على كلام الاساس الكبير رجاءت اعطيها. انه اوار انا مش جايين ننتخب اشخاص. خلاص. موضوع مش انتخبات اكبر. خليب وجود دي ناس عند الوقت بيعني ايه بمتصريات والاخطاء. الموضوع مش انتخبات. الموضوع مش انتخبات. يقولك بص اي اصلا مش عارف بالذبط. موضوع مش انتخبات. بان اكد عليها تي. دي معمولة جمعية عمومية خاصة لتصديق على لائحة بالذبط. الموضوع مش انتخبات. والنهاردة كل رؤساء الاهل السابقين ضحفين الله يرحمهم الله يرحمهم أو ربنا ديهم الصحة اللي عايشين تمام؟ بقيا النادي الاهل تمام؟ عشان بس ايه يعني الناس تبقى احنا بواطحين للناس ان احنا مش بنتكلم في انتخابات نحنا بنتكلم في العيح يا جماعة انتوا ليه بتدوا الامور اكبر من حاجة؟ ليه مصنفين الموضوع ان ده اه الخطيب وده مستهر يعني الموضوع مش كده خالص ليه 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 عادل السابقة اللي نحن عملت في ايام الموضوع في لمتلك نقدر حسن حمدي لايهة السابقة اللي تعاملت在 ساة 임اما كانت فيها بل taką سنة الكامل هائ الموضوع في المجلس وقتها ده كان اتجاه الدول نحن مش هارجع الوراء النهاردة كانت في وشاية بمجلس المهانس محمود طهر ان هو عايز يحط 8 سنين و لو حطت 8 سنين حطبق عليه اول واحد احنا بنكلم باسم الاهلي ده زي ما الاستاذ الكبير رجاء قال ان الاهلي فوقه الجميع ووضح كمان الاهلي فوقه الجميع عشان برضو الناس لسه مش فهم من غير دلوقتي و احنا في 2017 عن ايه الاهلي فوقه لازم تعمل كتاب الاهلي فوقه ابناءه مش فوقه ايه نادي يا جماعة مش فوقه الجميع عشان كده بنقول ان احنا كل الكلام ده لمصلحة النادي لازم بوفي حفاظ على مبادئ النادي الاهلي يا أشهر الحميد وده اللي بيحاول مجلس ودارة النادي الاهلي دايما يأكده ان هو لا يخرج على نطاق النادي الاهلي بيحترم اعضاء بيحترم جماهيره بيحترم القنون بيحترم القنون وده دليل مشاركة الأستاذ رجاء عطية يعني رئيس الوزر راح النهاردة كمان زي ما حضرك قلت راح اليبلس عطاقك يعني كل دول يعني بيأكدوا ان الكلام يا جماعة انتم النهاردة بيكونت عند قمتين كبار زي الأستاذ رجاء عطية والنها بالعام السابق عام مجيد محمود بيتكلموا في قانون طبعا مين تاني هتكلم بالقنون ما بالزبط يعني ما بقاش فيه اكتر من كده ده اللي بتكلم فيه في قانونية القانون كمان قانونية القانون ما هو كمان طبعا وهو والاحترام كمان اللي قاله المستشار عام مجيد محمود في كلامه عن الأستاذ رجاء عطية ان الراجل دليل لما يعمل حاجة ما ينفعش رجاحها او الأستاذ رجاء عطية لا يراجع يعني ده تأكيد لا مضوع هجدنا او التعبير طبعا لا يسطر لا يراجع من مستشار كبير زي أستاذ رجاء عطية تتكلم بالنائب العام وتتكلم في فقير هنعمل ايه طيب نعمل ايه طيب فطبعا الجمل لازم تكون بعجمها هنعمل ايه طيب تاني والله بجد نعمل ايه مصحة وانك الناس في الأهل عندهم ثقة في ملسيزة من كتر الغلط انا اسف يا زحمد من كتر الغلط الناس بقت شايفة الصحة غلط لا وشايفة الصحة يعني من كتر الوجوه الناس بقت شايفة حتى المصاد الكذاب والكذاب لا هو ده الصح حاجة بصراحة صعبة حاجة صعبة كمل بقى حاولك ان الناس عندها ثقة في النادي الأهل يعني النادي الأهل بمن حضر بمجلس ادارته الحالي السابق القادم زي ما يكون حيكون هو ده النادي الأهل لازم الاختيار للنادي الأهل مش لأشخاص مين هيترشح ده اختيارك فيما بعد لكن انت لازم تقول للنادي الأهلي لازم تقول رأيك مع النادي الأهلي لان ده ابنك وبنتك وفيما بعد احفادك ومستقبلا اجيال متوارسة النادي الأهلي يعني دايما دايما عنده نظر المستقبل النادي الأهلي واحد من الاندية اللي بحثت الاستثمار ما فيش حد على فكرة في الاندية المصر تتكلم سند أهلي 120 سنة اي يعني 120 سنة بتتكلم في تاريخ طويل جدا باجيال بنهارده كل المنتخبات كل الاندية مكدسة بالن aquellos فالنهارده لازم يكون فيه معابلة خاصة النادي الأهلي بالضبط بالضبط لازم وهو النادي الأهلي يفارد نفسه على الكلام ده الظروفي النادي الأهلي كان الاندية اتخذوا وايحة blow at land وما نشوف لايحة نادلالي التامس طب دلوقتي جي انت حطوا لايحة على النادلالي ليه يعني هذه اللي مش مفهومة وبعدين النادلالي زي ما انت قلت برضو ااكد على كلامك النادلالي اي حد بيشرف ان هو يشتغل فيه ببقى ليه شرف كبير اوي مش عايز اتكلم على الاشفاص عشان انا كرم لا لا خلاص اتكلم لكن انا بتكلم حتى المجلس يعني حتى المجلس يعني يقول لك بقى مجلس معين ويشتغل وينتج ويطلع ويعمل كل حاجة حاجة بصراحة النادلالي دامن بقدم نمازج جميل اوي وتحترم اوي انا شغال معين شغال منتخب شغال حتى بالليومية في النادلالي باعمل اقصى ما يمكن انا عمله عشان ارضي جماهيره وان انا اقول ان انا يعني طبعا النادلالي بتضيف لكن انا ليه بصمة في النادلالي وانا صلت عندك رسالة جرى برا عندك جبهة عريضة جدا من الجماهير انت بتتعلم مع جماهير في الاخر ويعني النهاردة كل الناس تحب النادلالي بس كتير ممكن مرحوش النادلالي بس بيحبوا النادلالي بزطره وبيعشاؤوا لعبة النادلالاهل بزطرره ويجوم النادلالاهل وبيحترموا على فكرة يعني النهاردة خلي اي نجمة يروح اي مكان فى الاهله اي نجمة يروح اي مكان هتلاقي الوضع مختلف في التعامل، في الطريقة، في الاستقبال لكن النهاردة بتتكلم فيه لوائح بتفرض ليه ليه؟ تفضل ازلطف خد راحتك بقى شعازي طالع اللي عندك لا خالص لا والله القصة كلها ان احنا ممرنا بمرحلة ان احنا خلطنا الانتخابات على الليحة وده نظر الناديء الوقت بين الليحة وبين الانتخابات انت ما عندكش الوقت بين الاتنين قريب جدا فالتصارع على من يجلس على كورسي الناد الاهلي في الفترات القادمة ادى الى هذا الشكل عشان اوقف هذا الشكل كان لازم من اول يوم جماعة احنا بنعمل الليحة للنادي لا ليس لاي علاقة بالانتخابات كل ما تم تسريبه بعد لما تم الهجوم لما تم الهجوم بدأت تدافع بدأت تتوضح لطف مش مطلب مني ان انا كل شوية اقعد ابرر انا ما اعمل ايه انا اشتغل انا اشتغل بس ابقى واضح ليه لعشان لان الخطأ لسا كاتبين يقولك ايه الصح باب فوق خطأ والخطأ انا مش في دماغي ان حد يهاجمني انا بالزبط بيش ابقى ان حد يقول لنا بعمل لان انتخابات كبتل انت لازم تتهاجم مش 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 ماذا بنا مكنتش تتهاجم هاجم مين ب heft يعني القعدة بتقول كده يعني مكنتش هاجم ده هاجم مين ب الزبط فأمر طبيعي ان انا قاعد منتظر ان حداك هتخرج منتج شكله ايه هتديني ليحة قوية ولا ليحة ضعيفة هتتتربس بلسين او هتتتربس بصاب هتقصي عين وحتقصي لا يعني أنا قاعد منتظر منك مترابس طيب أي غلطة أي غلطة طيب أنا الوقتي مش لقي منك غلطة هسيبك كده لا هبدأ ايه أصرب أراء معكس عشان استفزك فتخرج تقول لي الأراء الحقيقية اللي بتضار في الغرف المغلقة ما هي يا جماعة هي الانتخابات وجواءها هو ده شغلها شغل 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 كبير آه طبعا موسن موسن يا جماعة آه طبعا شغلينه عم خلاصه عشان ستطل على هزي الدرجة كابتن لازم تبق أنت صحي من أول يوم وعارف انك انت في منافسين على الأقل بالظبط ومنافسة شريفة وطول عمر الانتخابات درتجيم مفيش فيها حاجة منافسة شريفة عشان أبقى واضح برطة آآ أمر طبيعي اللي بيحصل احنا مش عايشين في المدينة الفاضلة كابتن أنا معاك آآ أمر طبيعي التناحل لكن في النهاية لازم أنا وأنا طالما بقود المشكلة مم أين acesso أزم لكن التناول والتعامل مع المواقف اللي حتد كان أقل من حجمها فما هذا اللي قبر الموضوع لكن لو كان محسون من البداية hanya فيه من تعالي وهو كلام يتمنى أن يبقى فيه متحدث رسمي باسم اللجنة القائمة على إعداد الليحة عندما يتحدث رجل قانون لا وجود لأي كلام الست الرجائي قال أنا طلعت بيان واثنين وثلاثة واربعة وأنا الوحيد اللي متحمل أو أنا الوحيد اللي عملت هذه اللايحة أنا كنت فهم بصراحة البيان فسر في بداياته على أنه ضد وليس فطلع بيان تاني فهنا عدم وصول الرسالة فهنا يمثل مقمى خطورة لا لا وزام حضرك قلت بقى هو عكس الرسالة بصرا رئيس لا هو عكس الرسالة الشلاف كان في الثمان سنين إن الثمان سنين لا كانتش موجودة وما كانتش فيه أصلاح عليها الناس يتك لا ده هي اللايحة كان حيوبها في الثمان سنين بس تراجعوا على شان الضغوط ماذا دي كانت المشكلة هو لو في ضغوط النهار خلينا بس المنطقيين اياموش كيه الثمان سنين بس عشان بس الناس اللي بتكلف في الثمان سنين مش فيهم حاجة مع كامل احترامي بس معاديش علاقة لا انا عايز تفز اقولك يا بس تفز هو ايه علاقة التمان سنين نو يحطها في اللايحة ولو حطها في اللايحة ولا حد يقدر يتكلمه ايه المشكلة ايه علاقة التمان سنين يا كابتن بينك تمنعسين أوصار كابتن ما فيش حاجة بتطبق بأسهل رجع يا جماعة نحترم عقول بعض يا جماعة احنا مش ناس ضعيفة اللي هزا الشكل يعني انا احترم عقولنا لان فيش حاجة بتطبق بأسهل رجع عايز تحطه ثمان سنين اما اهلي قبلس حاطة ثمان سنين والمجلس عام اللايحة وحاطة ثمان سنين وفيه ناس هترشح نفسها زي ما انت قلت فيه ناس بقا متربصة بأي الكلمة اللي هي للتأويل ده هيحطه كذا عشان فلان ما يدخلش او فلان اصلي ما عوش مؤهل ايه جماعة هو فلان ده او مرة يدخل او التاني ده هيتطبع يعني اه ليس زكيا بهذا الشكل انه يستوعب ان القانون لا يطلبك بأسهل رجع يعني امور كلها امور كلها انت صلوط في انت تتكلمت صلوطهم قلت ان مجلس الاهلي كان مطالب دايما ان هو ياريك الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان ما فيش الكلام ده ده الطبيعي ان هو انت ما فيش حد يتكلم ونوضح يعني ده الطبيعي طول عمرنا لا 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 كان فيه بصنوات طويلة على الاقل ان لم يكن هناك اه المتحدث الاسم دائما في النادي الاهلي هو المدير التنفيذي اما هو خلاص هو رجل هو اللي وعشرين بيتكلم بالسمروح وتعودنا ان لم يكن اللي وعشرين ان هو المتحدث فيبقى المتخصص هو اللي بيرد سواء مستشار النادي القانوني مستشار النادي التسويق يعني بيبقى فيه طب انا ايه بس انت لايحة كنت لسه بتعملها يعني لسه أصلا ما عمدهاش انا سألك سؤال في كلامك بالزبط يعني انا وانا بعمل لايحة مطلوب مني ان انا عود ارد ولا لما خلص ارد ما هو ده انا اقول لحوالك مطلوب مني كراجل قانون زي الاساس رجوائي عطيها ان انا حدي رجعني وكمان المسار عبد المجيد محمود قال لك انا كلامه طالما الراجل ده اتكلم يا جماعة مانفعش انا اتكلم وراه مطلوب مني ان انا قعد افسر ان انا باخترك القانون وان انا باختركش القانون وان انا بتلائم وان انا بخطط وراجل اساسا يعني خالص انا هطلع اقول يا جماعة انتظروا انتظر اللائحة للنور ثم احكموا علي اسم كلمتين ما هيقدرش حد بقى يتكلم ان لان كل اللي بيتكلم بيتكلم في مجهول وليس معلوم طالما ان انا بيتكلم في مجهول زي ان انا بابني خرافات على غير الحقيقة اول ده لما بيكونش عندك ما يكونش عندك معلومة حقيقة بتقول اي كلام ما بتقول اي كلام فتبقى بتدخل انت زي في الانتجاه العكسي انك توضح ان الكلام ده مش صحيح دي كانت الخلافة طب ما صدرك دلوقتي بتقول كم دلوقتي ما لا التليفون مسحوق مسحوق لا هوني ساحب تليفون قبل تدخل تعرف انه في 8000 ايه ده بقى انت مخاوي بقى انت متابعة مخاوي ان شاء الله جماعة انا وفيكم بالعداد في نهاية الفترة ان شاء الله الساعة سبعة ان شاء الله ان شاء الله سنخمن دلوقتي اه ا حكملك ازول لطفة في النقطة المهمة جدا انت كنت تكلم فيها الهجوم كان كتير قوي قوي على مجلس الحالي للعرقلة بس ده ببقد عكس على النادي مش على اشخاص النهاردة لو المجلس الحالي مش الناس بها تيجي تكمل بس هتعمل صورة عكسية اللي موجود دلوقتي هيدخل بقى نفس المرحلة دي انه هو يبدأ يهاجم اللي جاي هي دي كت الصورة المفروض الاهلي لا تخبر حارة構نا جديد. لان اهل مش بداع ده. الناس من اللي slightestكلم كتير. راجع التصرحات راجع التصرحات راجع التصرحات مانا عادم انا بتابع مفيش ولا مسؤول التكلم عن الليحة مع عدل سرجع عطي كان في يم دخلات للمؤنس محمود طر كان في تصرحات بيتكلم عن اللايحة لكنه لما بيتكلم عن برود اللايحة بيتكلم عن طرح جمعنا . من اظن بتكلم عن اللايحة. لأ وفيه فرق ان انا اقول ان ام اعمالätta بتخدم النادي الاهلي واقول اع bus of the LAWHA. القواعد الى د 별ه اللсть دا ري غير قصد احمد لم يتكون مسك مشروعو هو واحد الي يتكلم كتر اكتر ما ا配ب ده اللي بيفتح باب القيلة والقال ويحطنا في مأزك التفسير فмос سليما اما التفسير ايما او ايسر. دي لقطات حسرية قدام حضراتكو يا جماعة يعني مواند سحمود طهير الرئيس النادي دي لقطات دلوقتي حسرية مباشرة والأعضاء الجماعية العمومية أكيد بتكلموا برضو في الجماعية أو ابنودها اتفضلوا أمر طبيعي إنهم يبقى فيه من أشاعة الجماعية عمومية موجودة مع رئيس النادي بفيه مشاكل بتتعرض فيه ناس بتسني على أداءه موجود يعني المسألة مش طبيعية طبيعي ما كنت فيه مع أرض رئيس النادي بالنسبة ليتتكلم معه كل واحد بقدر برجة مصر كنت تتكلموا يبقى متحدث رسمي أو مزحد واحد وهو ما بتتوبح المنطوري بالمسئولية ليه لإنه هيكون أكثر دقة وعمقا في الكلام لكن أنا مفاهم فاهموا وبيعمل ليه لكن حتة إن أنا بفتح التصريح على البحري ما بتبقاش مقبولة ليه لإن أنا النهاردة ممكن أقول أقول الحرف يؤول غلورطني يؤول وشي الحرف يرفعني السامر يقولك ده بصي نحط نقطة في نهاية السطر يبقى نهاية الكلام ده كان لازم يحط فصلة أنا لازم نكالت لأحمد يغلط مستنيهوا على غلطة ده أقوة أنت بتغلط؟ أحنا البشر كلنا بشر كلنا بنغلط طبعاً أنت هتفصل أو نقطة ده؟ لا بسيب الخوص مفتوح بس أصل اللي عملناك ضغط فأنت مش عارف تشتغل كل ما تيجي تعمل حاجة يقولك لا ده أنت المفروض كنت تعمل كذا ده مش طبيعة النادي الأهلي بس أنا مش year esse ايوا دي مش طبيعة النادي خلس أنا مش哎 أOOM دي مش طبيعة النادي الاهلي طبيعة النادي الاهلي طبيعة النادي الاهلي أن أنت فيه متغيلات يا ساز أحمد بس فيه متغيلات فيه متغيلات بتحسن أنا عايز أقول حاجة النار soy أقول لك المتغيلات يعني مش عايز اتعمأ يعني ده خل السياسة بس خلوك نقط نقط عدي بس قبل ما حضرتك تتكبر متغيرات فيه؟ لا عادي вообще كده كده بقى مستمينة يعني اي حلقة الصحفيين انا عادي بقى كل يوم البوكس انا عرف ادور عليه بطل ادور عايف مدين ودومش انا عايب لا عادي بقى البوكس البنت حلقة الصحفيين بقى مجايز نفس يعني ومسلم على ولادي يعني انتش اه العلق بحنه فا اتكلم باخده احنا نعمر رفتت ذلك ان انت كنت في النيابة ولا واحد من صاحبك موجودين كلهم استهلوا كلهم ما شاء الله مستشارين بوك فابو العجمين النقطة فين النقطة انك انت عايز تشتغل وكل شوية بقعك ده مستصرح الاهلي انا في سؤال المهم ضد ده انا يعني يعني السؤال متروح ليكم هو ليه محوة ده علشان احنا نقعد نتكلم في السوداء عندنا وقت طويل يعني ونقعد نتكلم بقى فلسوداء وده يطلع يتكلم يعني ليه المجلس الاهلي حوالك مجلس الاهلي الحالي خطف يا ريس او انت فاش اللي انا مش اقرب لك برضو معك برضو جزء ده جزء ده جزء ده جزء ده جزء بس في نقطة مهمة المجلس الحالي حسابيا بالنسبة للناس اللي فيناده هو خطف مجلس الادارة خطف كراسي مجلس الادارة ازاي الحشد كان خطفها من مين ما هو ده خطفها من مين حاولك النهاردة ومجلس ده مش جاي بجامعية ومية وان انا جاي من كوكب تاني اتفاض النهاردة كان مين اللي ضد المهندس محمود طهال الانتخابات السبريب المعالم اه ماشي انتخاباته خلصة ماشي جيم مخلص لا 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 ما مخلصش لا جيم مخلص ده هي 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 مشكلة الجيم فين يا صدوطفي انه هو مكمل النهاردة مين وراء اعضاء مجلس الادارة ان هما يستقيم مين وراء ضغوط على وزير الشواب الرياضة انه هو ما يعينشي او ما يصدرشي قرار السنة الزود في بيفكر يرد على احنا شخص زي في السنة الاخيرة السنة الاخيرة للمهندس المهندس محمود طهال اقول لك على حاجة انا جات لي معلومة اول انبارح ان كان فيه قرار بمجلس غير المجلس الحالي في السنة التاني واسم من اللي خد القرار وزير وانا ما يدرش واترفض في مناطق في مناطق تلعبش فيها علشان بواضحين انا لازم ايود اخذ في مناطق بيش لعب فيها فيما يخص القدبين ده موضوع دولة مش موضوع وزير ايوه ان المجلس الحالي مجلس اساس ومنتخب. منتخب. مش مؤترض بس انت دخلت مرحلة تانية. دخلت مرحلة تانية. مرحلة انت كنت منتخب. فما عندك الاستقراط ده عندك تعيين. ايه? معاين. ايه? معاين مين? مش عاين منتخبين? ليه? لان هو منتزم مع اللجنة اللونبية. بس. ان انا مش هجيب حق مش عاين حد. اهو. لان المنتخبتها عاين الانتخبات كان من انية جهة. من الجال ده راي. طيب. اللي هي طلعت انا انا مجدع. طيب. ماشي. بس احنا. انا عارفين السبب. انا منتكلم في الفير. تفتحتيني في موضوع اصلا. والله انا ما عايز اتكلم فيه. لكن يعني انا خليني دائما. بس انا. 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 اتبعد المكانكو كده بقول كل اللي انا عايز. كل اللي انا عايز. لطف السعال. بوس اولاك الحاجة. تحديدا. السلطات فيه. عنده. السلطات في جميل. لوعا. عنده. عنده تاريخ طويم مع الانتخبات. لا والله. وعنده قضية كتيرة. يعني طوله عمري. من الفترة اشتغلت فيها في الصحافة اكتر. لطف السعان معدم قضية عشان. لا والله يمشي الفكرة برضو. لا مش قصدي. انت بصوة صحة الحق. فانت بتزرع الحق. خدها بتتكلم فيه. بتتكلم على ان النادي الاهلي. مجلس دارته الحالي. صاحب حق من الجمعين عومية. مش هرا انتخبتك. ما تسيب من ربع سنين. وبعد ربع سنين. وبعد ربع سنين امشي. مجلس دارته اشغال في الصحافة والاكاديميات. مش عايز اتكلم بقى علشان. شكرا الاهوني. شكرا الاهوني. شكرا الاهوني اعيد لك. لا وربنا وفا وحب ده مختار. يعني خلينا ان ربنا نكرمه طبعا. ربنا نكرمه طبعا. ربنا نكرمك جميلة جدا. ده عشر تهامر طبعا حضرك يعني حاجة اعرفوا من ايام ما كان نجميين بالاول. اه. كانوا اضرب في اكتوبر. متوقع اجتمال العدد من هارله? اتمنى. متوقع? انا اتمنى ان هو يوصل. واكتر من العدد. يعني دي هتبقى نقطة فارقة. في قوة مجلس ادارة. في بكرة وبعد وبعد وبعد. يعني في الايام اللي جاية دي كلها تقدر. انا اتتوقع شخص ان انا هنتخطى 12 ونصو. يعني ممكن نوصل 13 و 13 ونصو. مش اكتر من كان. بعد الهواء. بعد الهواء. هنوصل 13 و 500 الف عضو في الجوم الاول للجلسة الخاصة للايحة النادي الاهلي. كويس? 17 ونصو? لا انا اقول لا انا ان شاء الله في الاخر. هو حتى لو زيادة صوت. لو زيادة صوت عن ال 12 ونصو. ان شاء الله بس. اشياء جميلة. ايوة حضور كبير. حضور كبير. حضور كبير. وشرتات الاهلي وحاجة جميلة بسرعة. يعني النس فهلا. نصو. ان شاء الله ان تربي ولادك على وضع معين. يتعلم ولادك يعني ايه يدفع عن حقهم. يعني ايه يخافوا على ناديهم. ان هو اللي بيتي التاني فين كابتن. اللي بيتي التاني هو النادي. الكابتن بيسا تقلت شوات كلامه والله لا كنت مش دي قصة تانية قاعد يعني جس 10 مجانات من هي انت بتتكلم في واحدة اي مولودة في النادي بتتكلم بقى تفرودوا عينا ازاي لا مولودة في النادي يا كابتن عم حميب مولودة في النادي واخوتها اصلا متربيين في النادي وطبعا نصر مراني شام عده مجلس دارة فده تاريخ انت بتتكلم في عيلة جاية من تحت من اول ما تناشته هي في النادي هو دي الناس اللي بتخاف عن النادي بتخاف عن النادي تتربيت فيه انت لاولاد نا Jest hamキselling مثل انا وتخاف اني ثناف في النادي ،بيت أني أحلوي جدا 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 المولاد مش عارف ازاي لأي انا عندي أولاد احلوي أنا عندي بلدي بالتشيرتات على طول يعني هم اللي ما تشتت استاد في البيت عندي فلا الاهلي تحبه يعني أنا لما صحابي الزامن الكويات قالوا انت ازاي باي الزامن الكويات قالوا انت عاروا يعيشوا في النادي الزامن بس بجد والله العظيم يعني قضيت فترة قليلة جدا لكن حبيت النادي جدا 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 وجماهير حاجة جميلة قوي يعني كواستة في تحت الى الحتة دي الناس يقول لك كده يا ما نيه هو عبد الحميد حسن يعني لا في الاهلي سنة مش عارف ايه او بتشيرتا ن Scotland et al yua بتشجعو لا لعبو ولا اتمرانو ورا حتا دخلو النادي لكن في ناس ماتت من حبها للنادي الموضوع مش مش مود يا جماعة وفي ناس قاعدوا في ناد الاهلي كتيره وبيتكلموا واحش قوي عندهم مبو كتير قوي عندهم اقناع كتير قوي مش عايزة افتح الموضوع يعني خالديني سجل ايه يعل فضوه موضوع حب وانتماء لو يوم واحد الناد الاهلي كبير والناد الزامان الكويير يا جماعة ولابد ان احنا من احنا مه إنت مه طبعا كل احترام للأنجاب دهم احترامهم الكامل كل الاهل والزمالك كل الاهل والزمالك واسماعيل هل تجزيل قطبين في مصر؟ مين لا بس دايما بتتكلم في قطبين لو حقيقة لا الاهل بعيد عن اي نادي بصراحة بطلاته وانجازاته لكن انت تتكلم في قطبين الاهل والزمالك لكن كل الاندية لا احترامها بدليل كمان الدوري كمان مش عارف مين بيكسب مين ومين يتعدل مع الاهل ومين يكسب الزمالك كل دلوقتي الفرقة الصغيرة لكن الاسماعيلي مدرسة الكورة جميلة جدا انت لما بتبقى كمسابقة قوي لما اسماعيلي بيبقى بالزبط الزمالك هو الزمالك لان كل ده في العكس متخب مصر كتب بس دول ده في العكس متخب مصر انها برضو كورة لازم تدخل يا جماعة لازم تدخل يا واقعي بعدين لما يكون في اندية او شركات لكورة القدر لابد من المزيدة او شركات انه او شركات روضي او شركات روضي بالزبط انت لستطبق على اي وضع او موجودة في القانون او موجودة في القانون موجودة في القانون وقلبة موضوع ولكن النهاردة يا فظلطفي بتتكلم على تحويل شركة الاهلي مثلا لخرطة القدم أو شركة زينات القدم أو زي ما يكون الانديار لحد شركة النهاردة لازم وفي ربطة صح? مين بقى اللي هيعاسب الربطة؟ مين هيعاسب الربطة؟ مين هيعاسب الربطة الانديار معترفين؟ من هو من ينتخب الربطة؟ خلي بالك أحمد الشامي من ينتخب الربطة؟ عايز أقول لك الحاجة أحمد الشام بس هو يبقى عادينا في الأستوديو ومع احد بص نتكلم في حاجة يروح بص طلع بحاجة اساساً بينسين احنا بتتكلم في ايه وطلع في حاجة هو عايز يفتكر عايز يتكلم عايز يعرف لا هنشكل للربطة هم عضاء رؤساء لندية لا مين هيحسبها ما انا عارف؟ ما هم اللي حسبوه ده يعني مش لجنة اللمبية؟ لجنة اللمبية تحسبهم ليه؟ طب خلاص يباللجنة اللمبية تحسب ده ليه؟ ايه؟ لجنة اللمبية تحسب ليه؟ لا انا احنا النهاردة انت بتفرض حالة من الجدل ان اللجنة اللمبية تحسب الاهلي او متحسبش الاهلي فما فيش شركات دلوقتي عشان نقول فيه حسابة وفيش حسابة لكن على ارض الواقع الوقتي يعني الظاهر قدامنا ان اللجنة اللمبية هالمسؤولة ده صحيح ده صحيح لو ما وفيتش بقى على لو ما اتمانيتش نتيجة الجماعة العومية النادي الاهلي على يومين هيبقى الموقف لا اه منش الامر مش هيدرس كده برضه لكن الامر هيبان بعد الريق الموقف الذي هانوصله النهاردة بس الرقم الذي انت هتوصله النهاردة فييصالي في الموضوع انا 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 متفاهم كلامك اول انا انا متفاهم كلامك اول يعني ان ده.. اه بس لما تقفى التكالل في الموقف كلهم غلما اتكالل مع الموقف دع بالظبط بالظبط ما يإجاب فيه الهل هيكمل جماعته في اليوم الاول والعدد هيزيد في اليوم التاني ما ترى العفريد انت محدره السوسة جمال العاصره themselves ساب القناة عادي نجبع بشغله الأساسي بشغله الأساسي سألتك سؤال وهربت منه هربت منه انت يدتني اجابة وانت عملت استفزينا قول استفزينا ده ليه ومش معنى ان انا دي اهلي وناجح وكده لازم يتعامل لي بس انا هل في لا انا قلت لك قابت ان في قرب انتخابات اه اه الامعاد اللايحة مع الانتخابات هو ده اللي عامل حالة الجدل وحالة الاصارة وحالة التشوير طب المحببين الحقيقيين لنادل اه موقفهم بصك لو كلمنا عن انتخابات انا بحب نفسي عشان بس انا بقى عطحين معلش يعني انا 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 راجل ما بعرفش اليه في اوضوه انا داخل انتخابات ليه مش عشان انتخابات ليش داخل انتخابات عشان ابقى مسالي وابقى اه امور ولطيف ده انتخابات وانتفقنا في البداية ان الانتخابات ده دير تجيم فلازم بلعبه بكافة السبل اللي قدامي انا ما صحيح ما انا ما بلعبش بهذه الالعاب ما عنديش الملكة لهذه الالعاب لكن الغالبية العظمى من المرشحين عندهم هذي الملكة بدليل حالة احنا احنا ده ن transport di fa dissociabilir wbq forsullo دaa دaga system الاهلي ولا دا جديد و انا حتوقي اان وانتخابات معنا užناز احنا على قصة ايه المتغيرات ده ان مش عشنا معه متغيرات ده لكانش موجود بس كان موجود في السنه الاخيرة لمجلس اه لكات الناس عارفه ان اكرا ده ان حسن حمد ماشي فبدأ فيه متغيرات برضو هنا في انتخابات ففيه متغيرات فلو هزيه المتغيرات بتفرض نفسها على الارض عشان انا اقدر اواجه المتغيرات قلت ايه لازم يبقى فيه متحدث رسمي خاص باللجنة اللي بتعمل القانون هو اللي يتكلم مش حاجة تانية يتكلم حتى لو استفزيت ما تكلمش اسيب الراجل دايك لان هو هيبقى رده اقوى من رده مش انا معك تماما شاركنا الحديث خلاص ده بالنسبة للناس او السادق المرشحون انا بتكلم بقى كاعضاء جماعية عممية والناس محبة الناد الالي وعايزة مصلحة الناد الالي هتبص الاشخاص ولا هتبص الناد الالي النهاردة النهاردة السوشال ميديا بتغير مفهوم كتير جدا عندنا بس بدأنا الحمد لله نعرف يعني بنسى قوليه لمسا الحمد لله لكن في النهاية النهاردة عدو الجمعية العممية عشان يقدر يستوعب ده ويقدر يستوعب ده خلي بالك ان اللي بيراهن على عدو الجمعية العممية ان عدو الجمعية العممية مش فيهم بالعكس عدو الجمعية العممية زاكي جدا لان النهاردة بيتكلم في جزئية ايه انا ابني مرتاح ولا لا ولادي بيشاركوا في فرق رياضية عندهم بيشاركوا عندهم مجال ثقافي بيشاركوا فيه مجال طرفيه مجال استفيدوا من رحلات يعني عندهم كم من الاستفادة هو النادي مشهر بيبقى مشهر ازاي كابتن النادي في حكم القانون ثقافي اجتماعي رياضي بالزبط بالزبط ثقافي اجتماعي رياضي اخر حاجة انت بتوضح ان الثقافة هي اولا والاجتماعي شيء تاني والرياضي هي اخر حاجة لكن احنا النهاردة احنا قلبي عكسين عندما يتحقق المثلث او الثلاث اضلاع انهم بالترتيب بهذا الشكل طبيعي لازم تلاقيه هجوم عليك طبيعي انك لازم تلاقيه هجوم عليك طب انا هتكلم عنك بهذا الشكل ازاي طب فيه اعضاء مقتنعة تماما جدا انها عندها نقلة نوعية في الخدمة اللي بتتقدم في النات الاه هو ده على ارض الواقع موجود ده موجود انا برضو عايز ارجعلك لحتة احنا بنتكلم في حدث مش ماضي او جاي يعني انا بنتكلم في حاجة حصلة بالفعل عشان الناس بس موجوش ان احنا بنعمل لا وبنتكلم في مصلح الحال انا بتكلم في حاجة موجودة يعني ممكن اي حد يشوف مش هقول فيه ناسة تعمل لا فيه ناس مش عارف ايه لا لا ده حاجة موجودة على ارض الواقع فالناس لمساها فالنهاردة انت بتكلم عدو جميعهم ايه فهو شايف قدامه ما بيقدرش حتى يكابر لانه عارف ان يعني المحيطين بيت طب انت قد شايف ده زمان طب انت اه ده كان موجود اه مبارح ده بكرة فيه كزا ده النهاردة فيه كزا فيه متغيرات قدامك اه بتسيطر عليك تمام عندك النهاردة قطعات كبيرة جدا من ابناء اعضاء النادي فيه الفرقة الرياضية طب انت هتكسر ده ازاي كابرن انت داخل الانتخابات فانت لازم لازم توجد نوع من الزوبعة اه اللي تقدر تكسر في نقطة تقدر تفتح لك صغرة في نقطة تقدر تديك اه قوة في منطقة معينة اه كمان كابرن الصراع على كرسي الاهلي كبير اكيد كرسي دولة كرسي دولة كرسي الاهلي كبير دولة داخل دولة فلازم النهاردة ابقى متيقن ان انا طبيعي نبقى عند صراع اه بس بس اولك الحاجة اصلت فيه طبعا مع كل احترام رحضاك قلته ده كلام ما ننضرش نناقش عليه لكن فيه حاجة مهمة فيه حاجة اسمها النادي الاهلي فيه حاجة انا ممكن نكسر لكن ما يبقاش فيه دار على النادي الاهلي يعني النهاردة هقولك على حاجة طب ما تخلينا تقولنا على الحاجة دي بعد ما ناخد اميري شام ناخد اميري شام بس خليك فكرة يلا رح ناخد اميري شام ومع اعضاء الجماعي العمامة النادي الاهلي تفضل امين اميري الشامس عاملة شغل معاك موسيقى 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 نعم نهاردة جامعية العموية جاءت جامعية اللجنة هشام حطب ولمجموحته وفين اللجنة دي؟ في اللجنة دي؟ هو رئيس بس؟ لا احنا نهاردة قانون الدستور انتخابات الشعب انتخابة رئاسة على يومين وانا نهاردة يوم والاتنين تفرق ايه عنده؟ ايه تفرق ايه؟ اتمنى ان جامعيري ندأ العضاء جامعية عموية تتحرك من البيوت في الدينة دا ايه اخواتي حطوا نعم او لا على اللي بتاع مشكورك شكرا جزيلا لسا مستمرين معايا ايضا استاذ حمد الكونياسي اكيد صحفي او ناقد الرادي الكبير برحب بحضرتك واكيد النهاردة يوم مهم جدا لكل عضاء النادي الاهلي مهم ان عضاء النادي الاهلي يكرروا اللاحة خاصة بي بتأكيد دا يوم تاريخي بالنسبة لنادي الاهلي يوم العضاء بيثبتوا فيه ان هم زيهم زي نجمنا في اللعبات المختلفة يقدروا يعملوا انجاز ويعملوا بطولة لا يتعقحها احد فكون اعضاء النادي الاهلي النهاردة يقبلوا بهذا الشكل عشان يقولوا مش الاهلي اللي تفرد عليه لائحة جاية مبرة مش الاهلي اللي يلعب فيه بعض المتربصين عشان يربكوا مسيرة الاهلي مسيرة الاهلي ان شاء الله مستمرة بقوة ومستمرة بتاريخ النادي الاهلي وعراقة النادي الاهلي فانا شخصيا يعني رغم ان كان فيه ارتباطات معينة لغتها كلها وجيت جري على هنا وانا جاي وانا في منتهى السعادة من ساعة ما وصلت وانا في منتهى السعادة بالاخبال والحماس اللي بؤكد ان هو ده النادي الاهلي وهم دول عضاء النادي الاهلي شكرا لسا مستمرين معك كابتن ميدو ومعنا ايضا احد اعضاء النادي الاهلي برحب بحضرتك في البداية واكيد النهاردة توجد اعضاء النادي الاهلي شيء مهم وضروري طبعا للموافقة على هذه اللايحة تمام احنا النهاردة جايين عشان نثبت لكل الدنيا والوزارة واللجنة اللومبية ان النادي الاهلي قادر ان هو يحط لايحته اعضاء النادي الاهلي عندهم الوعي ان هم يقفوا في ظاهر مجلس الادارة في الصح وان احنا نقر لايحتنا احنا لا نقبل وصير من احد وديك شايف رقم ظروف الجوية اللي احنا فيها رقم ظروف الصيام المصيحة في الناس مش موجودة العدد ما شاء الله شايفه كويس جدا ولسه النهاردة ولسه بكرة فاحنا بنسبة كل يوم ان النادي الاهلي هو النادي رقم واحد في مصر هو اكبر منظومة رياضية موجودة في جنة مصر العربية ونتمنى ان احنا الناس تسيبنا نشتغل علشان احنا دايما قاطرة الرياضة في مصر اما النادي الاهلي بتقدم الرياضة كلها بتتقدم رسالة اللي حابب تقولها لأعضاء النادي الاهلي عشان يكونوا متواجدين ان شاء الله النهاردة وبكرة يعني يستمروا في المجيء لمقر النادي الاهلي سواء في مدينة نصر او في الجزيرة والله هو مع اعضاء النادي الاهلي اللي أسف الفترة اللي فاتت كان فيه تشويش عليهم جامد حملة موجهة ممنهجة ان اللايحة دي بطلة اللايحة الانتقاط بطلة اللي مش عارف ايه بطلة انا شايف اعضاء النادي الاهلي عندهم من الوعي واتمنى ان هم ما يسمعوش لحاجة يجوا يطلب صوتهم مفيش حاجة اسمها بطلان مفيش حاجة اسمها ان حد يفرض وسيطه على الاهلي العدد انا شايفه كويس ان شاء الله الدنيا يعني الشمس تنكسر شوية وبكرة لسه فيه يوم تاني هنعدي الرقم المطلوب وبزيادة ان شاء الله فاي حد شايف ان هو بيحب النادي الاهلي لازم يقف مع لايحة النادي الاهلي عشان نقدر نكمل باذن الله اللي احنا بدأنا شكرا 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 خلينا اقول لك كابتن ميدو ان الاعضاء في اعداد طبعا تزايد مستمر هنا داخل الخيمة في مدينة مصر كله بييجي دلوقتي خلاص بعد مدينة يمكن الحرارة هديت شوية طبعا احنا متواجدين هنا في اهل مدينة ناصر في ملاعب التنس القديمة مش بصالة مغطاة لحاجة الاجواء يمكن حرر شوية لكن اعضاء النادي الاهلي دايما عند الموعد ودايما بيمتواجدين براحب بحضرتك طبعا في البداية واكيد النهاردة يوم مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي ويوم مهم جدا لكل اعضاء النادي اكيد يعني النادي الاهلي مؤسسة عريقة وتجاوزة الميد السنوة عندها من الرشد ومن الكافئات القانونية والفنية انها تنفذ الحق الاصيل بتاع اي منشاء انها تضع لقاحة الدخلية لها طبعا لا تتعرض مع المبادئ السيري القانون ده حق طبيعي والجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل فانطلع اللواحة العمل واللواحة المنظمة الداخلية اي منشأة في الدنيا اي شركة اي منشأة من الطبيعي ان النادي الدخلية ترجع للجمعية العمومية ولكن لا تفرض عليها من خارج النادي طبعا ان فيه قانون بنظم الرياضة ككل القانون يسود على الحد بتاعه اما اللواحة التفصيلية والداخلية ده شيء طبيعي جدا ان كل النادي يحط لها بتاعه الاهل عنده خصية الاهل النادي قري نادي عالمي انه عنده مسؤولات ضخمة جدا ما ينفعش ان يتحط له قلب الجامعة تتحط فيه لا لازم يكون فيه من المرونة انها جمالة عمومية والكافيات والخبرات اللي جواه النادي تصوغ من اللواحة الداخلية اللي الاهل يقدر يحقق بها مزيد من البطلات والنجاحات سواء على المستوى الاجتماعي او الرياضي او المستوى الاخرى شكرا دايما بنحاول ناخد اراء بعض عضاء النادي الاهلي في يوم مهم وتاريخي بشكل كبير جدا بالنسبة لكل اعضاء الجامعة الاممومية في النادي الاهلي برحب بك طبعا في البداية استاذ درويش احد اعضاء النادي الاهلي اكيد يوم هم جدا لعضاء النادي الاهلي النهاردة اكرار لقاحة النظام الاساسي بالنسبة لنادي الاهلي عدم طبعا تالبيت او عدم اكرار لقاحة اخرى وهي لقاحة استرشادية خصوصا النادي الأهلي ديما بيبقى صباق في كل شيء طبعا الجامعية العمومية للأعضاء النادي الأهلي هي بتضع الكيان القانوني لأعضاء الجامعية والنادي الأهلي هو مؤسسة كبيرة جدا وعريقة جدا فلابد أن نحافظ على أعضاء الجامعية العمومية والكيان النادي الأهلي ودائما على رأس هذه القامات طبعا مهندس محمود طهيم والمشارطة الغاطية عندما وضع القائحة الخاصة للنادي الأهلي هو قام من قناة القانون في مصر كلها وبالتأكيد هو يعلم تماما أن هذه اللائحة لا تخالف القانون ولا تخالف القواعد القانون الدولي أو لجنة العلومية أيضا عايزة أخذ رأيك النهاردة أكيد متواجد في يوم مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي أريد اللائحة أولا؟ أكيد طبعا أريد اللائحة وطبعا نشكر كل مجهودات الأعضاء مجلس إدارة المشتصة الرجاء العطية والمشارع عبد المجيد نوامين محمود على كل مجهود اللي هو أدبه لنا في اللائحة دا لأن نادي زي النادي الأهلي لازم تبقى ليه اللائحة بتاعته الخاصة ولازم كل مجلس إدارة اللي جاية أو الموجودة دلوقتي ننسيه على نفس النهج داوت وإحنا بصفاتنا أعضاء أهل زايد بنشكر المجلس داوت على تصميمه إنه هو اللي بقى موجودين داخل الجامعية العمومية وإنهنا نبقى في الانتخابات الجاية اللي نحق الترشية فبنشكروا على مجهود الوجهود المفزول منهم ومشي جدا على اليوم الجميل دا وإن شاء الله دايما الأهلي يفضل رقم واحد في ناصر كلها مبسوطة أن أنت موجودة هنا في مدينة ناصر بتدلي بصوتك ولا كنت عايزة يعني رأيك أن أهم حاجة بالنسبة للعضاء النادي الأهلي مقرر من الانتخاب تصويت أنا بصوتة جدا بدلي بصوتي بلوقتي في ناصر أكيد طبعا وإن شاء الله دايما أهلي رقم واحد إن شاء الله لسه مستمرين معنا بعض عضاء النادي الأهلي رأيك في لايحة النظام الأساسي خاصة بالنادي الأهلي وأيضا أهمية النادي الأهلي يكون ليه لايحة خاصة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم لازم يكون لنا لايحة خاصة لازم يكون لنا لايحة خاصة طبعا بالنادي لأن نادي عريق ونادي كبير ما ينفع الشعب لأن أي حد هو اللي يتحكم فينا لازم نحن نتحكم في أمورنا وخبال عددك فلازم نفروض كنا لايحة خاصة كل الناس على الفكر لما تعرضت وقرناها لأنها كلها كويسة جداً فاشا هي مشاكل خالص شكراً طبعاً دي كانت أجواء طبعاً هنا داخل الخيمة كابتن ميدو أعضاء كتير متواجدين من أعضاء الجمعية المؤمنية بالنادي الأهلي في يوم مهم ويوم تاريخي بالنسبة في تاريخ طبعاً نادي الأهلي بشكل عام أكيد مهم لكل أعضاء نادي الأهلي أن هم يكروا ويوفقوا على هذه اللاحة سواء جم وفقوا أو رفضوا لأحد نادي الأهلي مهم جداً أن يكون أعضاء نادي الأهلي متواجدين في يوم مهم وهم زي ده بشكل كبير جداً لكل أعضاء نادي الأهلي لو فيها استفسارك أبتن ميدو تفضل شكراً يا أميري شكراً على التغتال المميزة وإحنا معاك طبعاً لغاية الساعة السابعة إن شاء الله عشان تقول لنا الأعداد أخبارها إيه والإقبال أخبارها إيه لكن يعني حاجة إن شاء الله الأعداد يعني في تزايد وأنا عايز يعني أقول يا جماعة حاجة يعني بلاش نخلط الأوراق بلاش نخليها معاركة انتخابية وإنتوا في قصة دفاع عن النادي دفاع حقيقي عن النادي دفاع يعني عن النادي ومبادئه نادي الأهلي لايحة لا خليكم ما تخلطوش الأوراق أكيد طبعاً حضراتكم فاهمين خلوا المعاركة الانتخابية لوقتها زي ما يكون يكون وأكيد أعضاء نادي الأهلي طبعاً كلهم عارفين الصالح العام فين وربنا يولي الأصلح لكن دلوقتي أنتوا في معاركة دفاع عن النادي الأهلي وقيمه ومبادئه يعني اللي ما بتتجزأش يا أزلطفي أحط الأوايحي أحط تطلعاتي أحط مستعبالي في لايحة شايف أنها تقدر تحافظ عليها وتقدر تديني الباور اللي أنا بنجح به من حق الناس أنها تختار زي ما كل أو معظم الأندية اللي اختارت طريقها وطبعت الأوايحة الخاصة ورفضت الاسترشادية وفي الأغلبية العظمى هتمشي بالاسترشادية لكن في النهاية فيه كيانات ما ينفعش يملع عليها لوايح لازم هي اللي تكون بتصنع نفسها خصوصاً ما تبقى كيان أن أنت صنعت لايحتك من بداية تاريخك لديها لأول واحدة من الليحة فده مهم جداً لما أجي أكمل يبقى أكمل على نفس المستوى لأن أنا بدأت بيه هو أنا كنت شايف تصور تاني أن كان القائمين على الليحة الاسترشادية لو عملوا جلسة مع الأندية والاتحادات وتوصلوا لليحة يعني تكون مرضية للجميع مش مرضية هي خدمية النهاردة في صدود في ممكن تتعمل لوائح خاصة تفيد مجال السيدارات في عنديها تانية النهاردة مجال السيدارة النادي الأهلي لما عمل لايحة لخدمة النادي شافت تتحمل التشوية ليه؟ لأن إحنا زي ما أنت قلت بداية من تخبات بدري الفكرة أن اللي حيضار هو النادي الأهلي وليس أشخاص لما يبقى فيه تشوية فهو تشوية للنادي الأهلي مهما كان مين بقى اللي كان أهم في الوقت الحالي أن يبقى فيه تكالب وتكاتف علشان الليحة تعتمد يبقى فيه حضور الزبط وأي مجلس إدارة بيدير هيعمل الليحة زي ما هو عايز عشان يكون مهو وهيفصلها زي ما هو عايز عشان بس نبقى واضحين قدام الناس والناس تحترمنا برضو أنهنا واضحين في الموضوع أي مجلس إدارة كابتن هيجي هيعمل الليحة اللي هو شايفة بتخدم عليه مفيش خلاف كده بس في أعضاء جماعة ما يسلط لا أنا ممكن أقول مرة أختلف معا طب ماشي يعني أنا كنادي أهلي ممكن مش شابة زيني أنا بتكلم معظم الأندية يا كابتن في هذه اللحظة أندية مجالس منتخبة مجالس معينة فالنهاردة أنا بحط الليحة اللي أنا أقدر أحكم بها حتى مع ناد الأهلي ده ما نفعش تعمل في الأهلي هذا اللي أتكلم أتكلم على ما أعتقد سموح منها قاضية لا تحديداً عشان بس كلمك آه ما فيش تخبأ خمس سنوات نآه لا أنا أعضح نوضي لان نقطة مهمة جداً ها لا لا كلمك بحدش يفهمه لا 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 كنت تتعامل مع أعضاء النهلا بالضبط وليس مع كراسي ومناصف الشخصي انت لما هتيجي تعمل حاجة عليك ثبوت كبير فمش هتقدر برضو ايه تكابر فيه بالضبط لكن في مراكز اخرى لا تمام بتلاق فيها يعني بتحط فيها بنود ولا اوح عنات كوميديا يعني نادي ديكتاتوري القلوم بيحطت في لي حيثه ان هو يتنازل عن العضوية عضوية العاملة مقابل ستين في المية ده باند محطور معانا كريم كريم احمد يلا معانا كريم احمد نروح نشوف كريم برضو يعمل حوارات مع اعضاء الجمعية العمومة تفضل كريم معاك يا كابتن عبد الحميد ده حسن مقر نادي القالي بمدينة نصر واكيد زي ممسطة طبعا اعضاء الجمعية العمومة للنادي القالي معانا طبعا من نقاب صحفين الاستاذ زعمد حمدي برحب بيك طبعا في البداية وعايز اكلمك على حضورك النهاردة للجمعية العمومة او الاجتماع الخاص للنادي الاهلي الانطباع شايفه ازاي التوافد شايفه ازاي واكيد النهاردة رسالة مهمة من كل اعضاء الجمعية العمومة بسم الله الرحمن الرحيم الانطباع بالنسبة لنا النهاردة هو عرص لأعضاء الجمعية العمومة للنادي الاهلي وطبعا ده بيؤكد حاجة مهمة جدا ان نادي الاهلي قد اي تحدي النادي الاهلي بجمهوره بأعضاءه بمجلس قدرته الحمد لله هو نادي مستقر نادي بيبعث مبادئ بيباس مبادئ وقيم واحنا يعني مسرين ان احنا نلتزم بقرارنا ونلتزم بجمعياتنا العمومية ودي كلمتنا مش مفروض ان حد يمليع علينا يعني احنا لمفروض نختار ونحدد احنا عايزين ايه ما ينفعش ان حد يخش يرتب لك بيتك على كيف وهو وده يمكن السبب ان زي ما حداك شايف الافات جوم النهاردة وان شاء الله ربنا هيوفقنا باذن الله وانا كنت بتمنى ان احنا نيجي في يوم زيادة ان احنا نحتفل بانتصارنا بالكاس وفوزنا بالكاس وبدون اي هزيمة وبانجازات النادي من حيث الرياضة او المنشآت اللي تمت في النادي في عهد مجلس القدارة الحالي وطبعا ده ما بيبقى سيحق المجلس اللي فات ولكن احنا بنقول ان لكل عهد ولكل زمان رجال وربنا يوفق الجميع ويوفقنا كجميع عمومية بإذن الله رسالتك ايه للعضاء يمكن حاجة مهمة جدا نهار زي ما بنتكلم حضورهم كان واجب لكن حابب تقولي كل اعضاء جميع عمومية للنادي الاهل رسالتي للأعضاء ان احنا لازم نتحد لازم كلمتنا تبقى واحدة وطبعا النادي الاهلي كان في عز ما مصر كان فيها عدم استقرار كان النادي الاهلي في استقرار يعني في عز الوقت اللي كان فيه صورة وكان فيه انفلات امن احنا كنا بنقعد في النادي مستمتعين في النادي بالامان وبالاستقرار ده كفاية قوي شكرا جدا لا عفوا استمرين معك كابتن عبد الحميد حسن طبعا مقارنة الاهلي بمدينة نصر بنضاملنا كمان احد اعضاء الجامعية العمومية اللي بنستطلع رأيه طبعا في البداية يمكن طبعا دورك وحضورك النهاردة كان واجب بتسنده النادي الاهلي بتسنده كيان النادي الاهلي قولي النهاردة شاف الاقبال ازاي شاف كمان السهولة والدخول والخروج وشاف الموضوع النهاردة ازاي بالنسبة لك والله حضرتك بالاي حاجة انا جاي من صفاج مخصوص انا والمدام والاولاد عشان اوقف على اللايحة بتاعت النادي الاهلي انا كعوضو في النادي الاهلي ارفض اي حد يديني تعليمات وارفض اللايحة للسفزيزية اللي مش عارف مين اللي حضرتها اصلا اسرسا فانا جاي مخصوص عشان ابدأ النادي الاهلي وبغير على النادي الاهلي ولازم اقول نعم لليحة النادي الاهلي سكلمك كمان على الفترة اللي فاتت كان في بعض اللغة الكبير جدا والناس قالت العضاء من شاتيجي ومن شابه في جماعة ومية للنادي الاهلي بعد ما شفت النهاردة اشراف قضائي كامل كان فيه سهولة ويوسر كبيرة جدا يعني حابب تقول لكل الناس اللي كان بتشكك في حضور الجماعة ومية اهلا طبعا الكلام ده مش مظبوط واحنا طبعا موفقين على لايحة النادي الاهلي ولازم نشارك النادي الاهلي وتشكك طبعا مفيش سند قانوني يقول ان الحاج ان اللوايحة بتاعة النادي الاهلي او اللايحة الخاصة بالنادي الاهلي ان فيها اي غلط فطبعا كان سيدة الوزير طلع او المستشار دكتور رشام حطب المهندس رشام حطب طبعا خرج وقال مفيش اي مسند قانوني احنا ما اقنعناش وعشان كده انا جاي من سواج مخصوص عشان خطر ان انا اقول نعم اللايحة النادي الاهلي وعايز كل الناس انا مش بضرب مسل بي انا انا عايز كل الناس بتغير على النادي الاهلي القريب من هنا يطلع وانا شاف بسم الله مشاه الله الحضور كتير جدا وفيه سهولة في الدخول وفيه تعاون جامد جدا من اول ما تخش من على البوابة بخصوص الامن بيوصلك لحد اللجنة وعرفك اللجنة بتاعتك وخصوصا الوقت ده كله رغم الزحمة ورغم ما فيش مكان بره للعربيات ورغم ذلك مش هتاخد ديئة واحدة بس فانا بطالب كل الناس عضاء النادي الاهلي ان هيتيجوا بشكر الكابتن محمد فروق وكل ضيف الكابتن محمد فروق شكلنا فانه كل الشكر طبعا من جديد لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي مستمرين معاك طبعا كابتن عبد الحميد حسن وزي ما بنقول انه ممكن توافد كبير جدا ممكن اه فاضل اقل من ساعتين لكن فيه توافد في هذه اللحظة كبير جدا على مقر النادي الاهلي بمدينة نصر احد اعضاء الجمعية العمومية ايضا بسألك على حضورك النهاردة شايف الاقبال ازاي شايف الحالة ازاي وشايف كمان الحضورة المكسفة في ده النهاردة فاول يوم ليه مقر مدينة نصر اولا بسم الله الرحمن الرحيم انا بشكر جميع اعضاء الجمعية العمومية اللي حضرت النهاردة انا واحد من الناس جاي من محافظة المنصورة مركز سنبلوين علشان اشارك الفرحة اللي احنا شايفينا النهاردة على الوجوه وبشكر جميع الاعضاء المسؤولين في النادي الاهلي وبشكر ايضا الرئيس النادي الكابتن محمود طاهر الرجل الانسان الخلوق فعلا وبتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي يكون اكبر مؤسسة في العالم العربي والعالم الاسلامي كله وشكرا وبشكر حضرتك على هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا نفا كل الشكر من جديد بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا بهني النادي الاهلي على حصوله على بطولته الدوري والكاس ودايما في تقدم وزهار لان النادي الاهلي يمثل مؤسسة بحق في مصر ومن اعظم المؤسسات في مصر واعتقد النادي الاهلي هو احسن فريق في العالم لانه حصل فعلا على النادي القرن وهو فعلا من افضل انديت العالم وبشكر طبعا المهندس محمود طهر رئيس مجلس ادارة النادي على التطور العظيم اللي عملوا في فروع النادي مختلفة وانا شايف انجازات غير مسبوقة الحقيقة في الظرف فترة زمنية قصيرة جدا ما كناش قبل كده يعني بنشوف هذا التطور في فترة وجيزة يعني فانا يعني بدعيله دايما انه هو يتقدم واكتر واكتر وان شاء الله يبقى يعني النادي في ازدهار في الفترة المقبلة ان شاء الله في عهد المهندس محمود طهر العفو استمرين مع كل مشاهدي خانات الاهلي في كل مكان بيعودنا طبعا من جديد احد عضاء الجمعية العمية وكمان بنوتا جميلة يمكن يحب تقول ايه طبعا في البداية ويمكن دير سالة انت بتيجي معاك اولادك النهاردة متواجد هنا في الجمعية العمية لنادي لايحة النادي دي اهم حاجة حتى لو فيه حاجة مش عكبر ناس فاللايحة يجو تغيروها بعد كده عن طريق الجمعية العمومية لكن منفعش ان نحن نفضل مستنين اللجنة اللومبية هي لتحطنا لايحة بتاعتنا وحنا النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا كلها وانا من نسبالي حتى في العالم كله فما اعتقدش ان نحن مستنين حد يقول لنا ننزله فقارية الناس كلها تنزل اللي كتخصر مجلس الادارة والنادي الاعلي لان كان فيه هجوم كبير جدا على مجلس الادارة والنادي الاعلي فترة لفك بص على ملوجة نظري ان اي مجلس ليه سلبيات وليه ايجابيات نحن بص الاجابيات وفيه جامعية عمومية لما تيجي كل الناس تنزل انت شايف ان بشواز معمود طهر كويس انتخبه شايف ان هو مش كويس انتخب حد تاني بس منعش ان نتكلم قبل الانتخابات فيه انتخابات جاية كل الناس تنزل تقول كلماتها ما تذللش قاعدين في البيت وينزلوا يقولوا ان احنا محتاجين ان احنا نغير وكلام على التليفونيات وبرامج يعني ما اعتخدش انها محتاجة ان احنا ندي رسالة حده اكتر من كده عندك صوت وكرني النادي انزل الانتخب اللي انت عاوزه شكرا جدا رب اللي خليك وعي جبير زيب بنتكلم كابتن عبد حميح حسن طبعا لكل اعضاء جمالة ومنادي الاهلي وعايز اروح لك طبعا نهاردة على حضورك وعلى المنظر الرائع والمشهد الرائع لأعضاء جمالة ومنادي الاهلي واللي شايفه نهاردة اليوم من البداية شايفه ازاي وهل انت فعلا سعيد بوجود اعضاء جمالة ومنادي الاهلي نهاردة ولا لا لا اكيد طبعا سعيد بوجود ويريد الناس كمان تنزل وانا شايف الوقت يعني يريد كل اعضاء النادي اللي بيحبوا النادي الاهلي ينزلوا لان احنا فعلا يعني انا يعني بدون تضرق الاشخاص فترة اخيرة بتبع بعض البرامج بشوف ناس ومحشبين على الاهلي للأسر ناس مغرضة وناس يعني انا مش لازم مع احترامي كابتن حمود طهر وكابتن الخطيب قيمة كبيرة ده قيمة كبيرة بس لازم راجل محايد ورجل انا النهاردة نازم اقول اه او لا على ليحة ما فيش علاقة ما هي اشخصة المواضية فطبعا شايف الاخبال ان شاء الله كويس وبدعوا الناس اللي هتنزل عضاء الاهلي ان دي لحظة فريقة فعلا ولازم نقف كلنا جنب النادي يعني مسالتك الكل الناس اللي شككت في النادي الاهلي وفي الجمعية العمية وفي عضو النادي الاهلي ان هو مش هيبه موجود ومش هينزل وهي بفيه اشراف قضائي مش هيبه اشراف قضائي شايفين النهاردة اشراف قضائي وحاجة رياع جدا حابيني نسمع منك رسالة لا طبعا يعني طبعا ما اقول لحضرتك يعني انا متابع ومتابع كواس فترة اخيرة في ناس مغرضة وهي كانت اللي عايزة توصل للحاجة او رسالة سلبية للناس يعني هتنزلوا لي وتتعبوا نفسكوا لي لكن لا طبعا اللي انا شايفه النهاردة حضرتك ان الناس فعلا عندها وعي كل الشكر والتقدير طبعا لأعضاء الجامعية عمية لنادي الاهلي زي ما بنتكلم وعي كبير يا كابتن عبد الحميد كل الناس طبعا بتحف الأعضاء على النزول بتحاول بشكل كبير جدا النهاردة نكون عدد كبير يكتمل غدا ان شاء الله مقر النادي الاهلي بالجزيرة مستمرين بنا معاك كابتن عبد الحميد كل مشاهدي القناة الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيرة والتخطية خاصة الاجتماع الخاص للنادي الاهلي شكرا جدا كريم احمد يعني حاجة جميلة جدا تفتيارة مميزة فعلا كريم احمد وامير يشام كل السادة مرسلين هناك محمد سعيد تفتيارة مميزة جدا جدا عملينها مع عضاء النادي الاهلي وبصراحة يعني اخر هدو تتكلم بطريقة جميلة اوي اوي اهل جماعة اوجز فانجز بالزبط اوجز فانجز يعني جماعة بلاش تسمعوا من ناس المغرضة اهم الكلام اللي قالوا الناس فيه ناس مغرضة عايزة يعني بتبين ان اعضاء النادي الاهلي مش هينزله لا نزله فعلا اسمعوا للاصوات اللي بتتكلم القلب فعلا خليكوا وراء ناديكوا قبل الاشخاص الموضوع مش انتخابات خالص خالص الموضوع موضوع لايحة ولا يفرض عن نادي الاهلي وقتنا خلص يعني اخر حاجة حابب تقولها النهاردة عايزة اقولي ان النادي الاهلي ممثل في اعضاء وجمعيته ان هو يعني لازم يقولوا كلمتهم لازم يختاروا الليحة او يكونوا موجودين في التوصيط على الليحة الخاصة في الجلسة الخاصة سواء بالرفض والقبول للايحة لكن المشاركة والتأكيد على ان النادي الاهلي لا تملع لي لوائح او لا ياخذ اوامر من احد هو ده ده الرسالة الاهم من اعضاء جماعة الاهلي ده مستقبلهم ده مصرهم هم اللي حيكونوا في الفترات اللي جاية في السنوات اللي جاية سواء مع المجلس الحالي أو المجلس المقبلة مهم جدا يكون في دور اكبر للجماعية العمومية ان هي توصى الرسالة ان هي وقفة مع النادي الاهلي ووقفة مع النادي الاهلي في التأكيد على صحة ما يقوم بمجلس الادارة يعني كلام محتر كلام محتر خد الوزلط انا اتمنى ان الجادة الاولى تكون حاسمة تكون تقوي ما تضعفش لان دي هتفرق كمان معاك بكرة وتفرق في المواجهات اللي جاية لان ما زال عندك مواجهات مع اللجنة المنبية ووزارة الشباب الرياضة امر طبيعي جدا ان كل نادي يحط لاحتهم بالزبط امر طبيعي جدا ان كل نادي الاهلي بس كل الاندي ان احنا بنمر مرحلة انتقالية في حياتنا كاندية في كل حاجة فلازم ان نادي عندك قانون جديد نادي لازم عندك لائحة انت اللي بتحطها كعدو جماعة ومية انت اللي مسؤول عنها انت اللي تقدر تنفزها انت اللي تقدر نادي تقول لأ دا بند انا مش شايف انهم بيفيدني فانعايز اغيرو تقدر تقول ان انا عايز اطور من البنود اللي عندي لانه واضح ان فيه معطيات جديدة داخت علي انا مجدش عامل في اللوايح السابقة مهم جدا ان انا اخد افضل ما عندي او افضل ما عند الاخرين اضيف لي طالما دا بيفيدني لكن ما ينفعش ان انا افضل واقف في حالة السابقة عميق ومستني ان الوزارة هي اللي بتقول لكن كنت اتمنى من وزير الشباب ورياضة لما جيه حط القانون وتحت الدعاء اللي كنا مستنيين وفرغ الصدق وتحت الدعاء تعظيم دور الجامعات العمومية انا عايز اقول له انا استنى في الاخر اشوف كم جامعية عمومية اقرت لاحتها وكم جامعية عمومية استسلمت الاسترشادية دا معناه اذا كنت بتعظم دور الجامعات العمومية في عدد قليل يملك هذه الثقافة دا امر طبيعي لكن العدد الاكبر لا يملك هذه الثقافة فكان لابد ان يبقى هناك بنود في القانون تتيح لمن يملكون هذه الثقافة تعظيم دورهم في المستقبل بمواد معينة في القانون لكن الاستعجال على اصدار القانون جعلهم يعني يتخطوا مبادئ كتيرة جدا في بعض المواد وانا اتكلمت مع لاجد الشباب ورياضة في مجل الشعب وقالوا لي ان شاء الله في الدور لانعقاد اللي جاي هيبقى فيه تعديلات في القوانين او على الاقل هتاخد لها السنة الاولى لما نشوف الاخطار اللي هتظهرت لنا والسلسلت في ساعة لانها عن طاقه مجلسل حسن لك سريعا هقول لك ان اللي بيضع لوائح الاتحادات واللوائع الخاصة بالأندية ومستشار في الشباب وليس في الرياضة في الوزارة وصلت إن شاء الله زي ما رسول لوت في هذا إن شاء الله يبقى في تعديل في يعني قادمة إن شاء الله ويعني ربنا يجيبي للصالح العام أستاذ أحمد الشامي شرفتني ونورتني ودائما بسعد بيك حبيبية يعني دي كانت فقرتنا الأولى يعني بشكر ضيوف الكرام والأستاذ لوت في الساعان والأستاذ أحمد الشامي تكلمنا فيها وعملنا تغطية وإن شاء الله مستمرين معاكم الفقرة القادمة إن شاء الله مع الكابتن محمد سرعي والكابتن مونة عدلي طيب نروح لكريم أحمد قبل من نستقبل ضيوفنا الكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر النادي الأهلي قولي حبيب تقولي في اللحظات دي يمكن شايفين عدد كبير ومكسف منذ بداية اليوم أو من صباح اليوم قولي حبيب تقولي في اللحظات دي وشايف النهاردة الحضور يعني إلزامي على كل عضو في النادي الأهلي مش جديد طبعا على النادي الأهلي إن هو يكون بيسطر تاريخ جديد وإن أبناء كلهم يوصوا قيوة في وراء وإحنا دورنا كأبناء النادي الأهلي إن إحنا نقف في ظهر النادي النهاردة في تستير التاريخ دوان عندنا مجلس قدرة قوي بنصق في خراراته محدش بيفرض علينا شروطه محدش بيقول لنا نعمل إيه وما نعملش إيه المجلس عندنا بيختار الحاجة اللي فيها الصح وإحنا دائما بنمش وراء النهاردة زي ما إنت حضرك شايف محدش كبيرنا على إن إحنا نيجي النهاردة كل الناس دي جاي النهاردة عشان تقولي المجلس إنت حاجة كويسة وإنت بتختارك كويس وإحنا دائما في ظهرك التاريخ تسطر بالأهلي ويفضل طول عمره يتسطر بالأهلي لو بنتكلم في كلمات على مجلس دارة النادي الأهلي التطوير الفترة اللي فاتت الاستقرار يمكن أنتوا أكيد عايشين لحظة بلحظة معها التطوير قل لي إيه اللي انت شايف الفترة اللي فاتت وقال فعلا مجلس دارة النادي الأهلي بينجز أشياء كانت صعبة إنجازها الفترة اللي فاتت طبعا اللي حضرك بتقوله دوان حاجة ملموسة على أرض الواقع سابنا من الكلام الكتير إن الناس تقول لك إحنا عملنا وعملنا لا إحنا ده بنيجي النادي وبنروح الشيخ زايد بنشوف وبنروح الجزيرة بنشوف التطويرات وجينا هنا النهاردة حاجة زي ما حضرك شايف كده مكاني التسع للألافات اللي موجودين دوان ومش حظين بزحايا وكلام من ده ده أكبر دليل على إن أرض الواقع هي اللي بتتكلم مش إحنا اللي بنتكلم خدمة عالية جدا جدا من ساعة ما دخلنا لحد دلوقتي كل الناس بتقابلك بترحاب كل الناس كلها وقفة في ظهر النادي الأهلي فكل اللي بيحصل دوان مش محتاج نحن نتكلم علي عايز يشوف الإنجازات ييجي أي عضو في النادي الأهلي ومن أبناء النادي الأهلي ما يسمعش أي كلام بيتقال ييجي بنفسه يشوف اللي بيحصل في النادي يعني ما ينشيش وراء أي كلام بيتقال في أي خنوات ولا إن النادي عنده خلل أو المجلس عنده مشكلة أو اللي عايز يشوف ييجي بنفسه يشوف إحنا النهاردة موجودين وكل يوم متواجدين ولو الأهلي يحتاجنا في أي وقت إحنا موجودين أخارش سمراً كمان معاكو عايز أخد رأيك النهاردة على الحضور ناشى كيكت قلنا قبل كده في حضور الأعضاء لمدينة نصف لكن النهاردة يمكن مشهد رائع يوم تاريخي إن شاء الله يسطر في تاريخ النادي الأهلي اللي النهاردة العدد رائع وإن شاء الله تكمل الجميع العمية إن شاء الله العدد كل الناس متواجدة حب في النادي الأهلي وإحنا محدش بيفرد علينا حاجة إحنا جايين هنا كأعضاء للنادي الأهلي كلنا ولو النادي الأهلي في أي حاجة يعملها ومحدش يفرد علينا أي حاجة ونحن مع النادي الاهلي للأبد كل الشكر والتقدير للعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي وأكيد استمران اللي تغتيتنا الخاصة من مقر النادي الاهلي بالجزيرة أجواء رائعة وأجواء مميزة هنا بنتمنى كل التوفيق لعضو الجمعية العمومية اللي يكتمل إن شاء الله 12500 من مقر النادي الاهلي مميزة ناصر عود إليك كابتن عبد الحميد وإن شاء الله لقاءات عديدة الفترة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العشر الأوائل منزل حجة النهاردة أنا بعتبره يوم من الآيام التاريخية في تاريخ النادي الاهلي هو يوم مشهود لأن الأول مرة هذا النادي العريخ أبو الأندية بعد مرور 110 سنة بيضع لائحته التي تناسب الجمعية العمومية وإحنا عندما ننادي بتعظيم دور الجمعية العمومية إذن كلنا حرصين على أن يضع كل مجلس داري النادي إلى حيث التي تتناسب مع ظروف وبالتالي اليوم هو يوم أنا بعتبره من أهم أو من اللحظات التاريخية للنادي الاهلي ومهما تكلمت وتوجهت بالشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية في الحياة وكل محب النادي الأهلي الحريصين على مصلحته وبغض النظر عن العدد الذي سيحضر اليوم أنا بقول أن أعضاء النادي الأهلي وجمهوره هم الكيان الحقيقي اللي بيدعم مجلس دارته في نفس الوقت هذا التواجد وهذا الحضور هو أيضا رسالة إلى الإيمان بهذا المجلس وبمحمود طاهر وبأداءه خلال الفترة اللي فاتت وبصدقه في إدارة النادي الأهلي اجتماعيا ورياضيا وبالتالي إحنا أمام منظومة نجحة مجلس إدارة جمهور أعضاء من إن شاء الله ينتهي اليوم على خير وإن النادي الأهلي دايما يكون القدوة والنموذج في تقرير مصيره وإن شاء الله جميع بإذن الله في نهاية اليوم نهني أنفسنا ونهني مجلس دارة النادي الأهلي ونهني كل من هو مخلص لهذا النادي العريق وأتمنى رسالة للجميع أن يضع مصلحة النادي الأهلي نصب أعينه وأن تتوارى الأهداف الشخصية والأجندات الشخصية لمرحلة التكاتف لأن إحنا بنعظم دور النادي الأهلي إحنا أبناءه وبالتالي وراءه أي أنك نتزول شكراً لكسي اشتركوا في القناة 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 لكن نحن النهاردة شايفين كل الأعضاء من الجزيرة والشيخ زائد جايين كلهم بيشاركوا زمالهم في مدينة نصر كيان واحد للنادي الأهلي فبإذن الله أنا متخيل متفائل خير بإذن الله أن نكمل النهاردة العدد أكتر من 12 ونص نتقل لـ 15 و 16 و 20 ممكن إحنا مش أهل من نادي الأولمبي كعدد أعضاء 55 ألف جيهم في الجماعية العمية بتاعتهم فبإذن الله أنا متفائل خير بإذن الله أن الله تعتمد النهاردة استفاد عطح على الناس كلها الناس ملتزمة بالكرار والناس عاوزة تيجي وفيه شغل كتير جدا من مبارح من الجزيرة وزايد فيه جبال الحمد لله كبير جدا غير التنظيم يعني فوق الروعة موفرين بساطة من زايد موفرات من الجزيرة عشان برايح الناس ودي رولز محطوطة حتفيد الناس المجولة دلوقتي وتفيد الناس اللي جاية بعدين هو مش محطوطة للناس المجولة دلوقتي لا محطوطة على النونج طايم على مدى البعيد للناس كلها عشان مش النهاردة بنتخب مجلس دهارة بقتبختيب المجلس اللي موجود لا اللي موجود واللي جاي واللي بعد واللي بعده حضوري وحضوري الناس كلها هو مش حضوري مش حضوري لا حضور كلها التكاتف كله أعضاء النادي كلهم مش هنفرق بين جزيرة وزايد ومدير الناس لا كله النادي الأهي كله بيجمع على حاجة واحدة وإن شاء الله تكمل على خير وإن حق النهاردة فوق الـ 12 ألف والحمد لله أني تبقى خير بإذن الله إن شاء الله النهاردة في الاختراع على لائحة النظام الأساسي أنا أدعو جميع الناس أنهم يجيوا وسهموا لابد أن نكون إيجابيين لابد أن نكون إيجابيين في عملية أن كل واحد يضلب صوته يقول رأيه يقرر اللائحة بنفسه ده مهم جدا وعلشان كده بنقول لكل جمهور النادي الأهي العظيم النهاردة أنا شايف الإمكانيات متيسرة جدا 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 والنادي عمل يعني عمل كبير وهناك إنشاءات كثيرة هناك يعني تحقيق انتصارات في كل المجالات وعلشان كده بدأ أعضاء الجمعية العمومية إن هما يأتوا اليوم علشان يقول بنفسه هل موافق مع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي أم لا يقول بكل حرية وبكل أريحية وأنا متأكد إن ذلك هيصب في مصلحة كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي والله أنا شايف إن هناك أفراد لا يريدنا الاستقرار ليس الاستقرار للنادي الأهلي فقط ولكن يريدون عدم الاستقرار لماصر كلها النادي الأهلي مؤسسة قوية مؤسسة بتزيد الوعي البدني والرياضي والأخلاقي والتوعوي لكل الشباب علشان كده بنقول أنه الهدم الشرس على النادي الأهلي لابد أن نقف وراء النادي الأهلي لأنه نادي وطني نادي الوطنية نادي قوة كبيرة من الشباب موجودين في هذا النادي وعلشان كده المشروع اليوم وهو يعني كل واحد يوري رأيه في لائحة النظام الأساسي مطلوبة جدا رائحة النظام الأساسي مطلوبة جدا اشتركوا في القناة 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 وإن شاء الله اليوم سيبقى كويس وهتكمل ببقرة إن شاء الله لكن أنا أعتقد النهاردة هتخطى على الإغلاق هتخطى رقم محترم يدل على الناد الأهلي لديه وعي جمهوري وعي ثقافي بالنسبة لهم أكيد يعني برضو نروح في حتة أو خلينا في نفس السياقة كابتن مونة العدد هل اكتماله النهاردة هيخرس كثير من السنة ولا شايف الموضوع ممكن يمتد البقرة وبردو نفس طبعا أكيد لأن زي ما كابتن قال أعضاء النادي الأهلي على وعي كبير بالليحة بتاعت النادي أن هي ليحة قانونيا جيدة قانونيا ودستوريا رجعت هي طبعا ومستشار عبد محمود شارك في ناب العنس صبق أكيد على وعي بحاجة زي كده فأعلى معتقد أن العدد النهاردة هيبق كويس أكيد هو أنا عشان بس جبنا سيرة المستشار عبد المجيد محمود قال ما يسطر من الأستاذ رجائي عطية لا يراجع مني يعني قال بإيجاز جدا قال ما يسطره الأستاذ رجائي ما ينفعش أنا راجعه كابتن إحنا بنتكلم عن قانتين بالظبط يعني المسشرع مجيد قامة وقيمة عالية جدا بالنسبة لمصر ومعروف وحضرناها كعدو في مجلس الإدارة والمسشرع طبعا قيمة جامدة فلما يشتركوا في وضع تأكد أنها لا تراجع أكيد لا تراجع لأن الليحة قانونيا هتلاقيها لا تراجع يعني بالنسبة اليوم أكيد يعني كمان الأستاذ رجائي عطية قال أن يا جماعة الموضوع مش انتخاب محمود طاهر مع طبعا حفظ الأرقاب ولا انتخاب رجائي عطية على لسانه كامل ولا محمود الخطيب الموضوع موضوع ناجي موضوع كيان موضوع ليحا ما فيش مجال للأشخاص دلوقتي خالص أعتقد نفار كبير كابتدلوقتي إحنا دلوقتي في حاجة بنبني أساس يمشي عليه سواء الباشماندس محمود طاهر موجود كرئيس مجلس أو سواء غير موجود كرئيس مجلس لكن احنا دلوقتي فينحط القاعدة الأساسية اللي هيبشي عليها ولا يختلف عليها سواء كدب المشماندس محمود طاهر أو من ينتخب وإن شاء الله احنا بنادعا ربنا وفق الأصلحة واللي الناس عايزة هو اللي هيكون بس سمتة لازم تحط الأساس ولو فيه اختلاف الجامعية العمومية لها حق أصيل انها تغير ما ترأى في مصلحتها أكيد أكيد يعني يا كابتن مونة برضو في نفس السياق احنا بن كابتن محمد بتكلم أن احنا بنبني أو لايحة بتبني مستقبل نادي وفي نفس الوقت بتمنعي تدخلات يعني وجود الأعضاء النهاردة أو النسبة القونية اللي حددها طبعا حددتها اللجنة الأولمبية 12,500 مش عارف على الأساس إيه بس هنقول ناشة بمنع كمان غير ناية بتحط لايحة بتمنع تدخلات أي جهة لنادي طبعا يعني الليحة بتاعت اللجنة الأولمبية والوزارة يعني هم لو كل الأعضاء بيشوفوا مفيش مقارنة أصلا بينها وبين يعني أنا زي ما قلت حاجة دي جايدة قانونية دستورين الليحة التانية مش مش ولا يعني الليحة فرق تسود الليحة فرق تسود بالضبط فهما الناس على وعي كبير من حاجة زي كده فحتة برضو ما يبقاش فيه أي تدخل هو عارف انه دوت لمصلحة النادي دي منظومة كبيرة مش مش يعني الناس قانون هما اللي حطوا الليحة الناس فاهمين عايزين مصلحة النادي فقهاء يعني فقهاء مش يعني عايزين مصلحة الخدمة اللي هتقدم لأي عضو من أعضاء النادي عارفين هو محتاج إيه عايز يريحه عايز زي ما حيك شايف يعني بجد يوم ناجح بجميع المقييس نكيد نكيد النهاردة النهاردة الجمعة وأكيد حضرك طبعا أنتي صايمة وعارف الناس صايمة على عشر تيام دي حياة يعني عشر تيام زي الحجة واللي بيحب النادي الأهلي عمره ما هيبخل عليه وهيتجه الاتجاه الصحي بالزبط يعني بالرغم من تصعيب الأمور لكن الأعضاء أثبتوا أنهم أثبتوا أنهم مصايف الناس أولادهم ويروحوا مصايف صيام بس بالرغم من كده فيه فيه كابتل لأنه فيه خوف فيه خوف على النادي والنادي الأهلي يتعود أن في وقت الخوف الناس كلها بتلتف وتلتف حوالين النادي منظر رائع لناس حضورهم يوم جميل يكلل إن شاء الله بالنجاح لكن ويثبت للناس أن النادي الأهلي بيضع المبادئ والأخلاق والأسس التي يمشي عليها أي مجلس إدارة موجود أو قادم أو أي حد بيقعد في أزاكورسي بيخدم مصلحة النادي الأهلي أكيد يعني ممكن تكون الأسئلة مقررة مع ضيوف الكرام لكن أنا بأكد عليكم أن أنا بكرر الأسئلة عشان تسمعوا الإجابات من وجهات نظر مختلفة وده يعني أنا شايف أنه ممكن يكون حاجة صحية جدا مش عايزين نقحم لأي ضيف أو أفرد عليكم رأي أي ضيف لأنهم بكرر أسئلة ومتعمدة أكررها عشان تسمعوا أراء مختلفة بس كابتن بعد إذن حضرك أنا شايف يعني هي العملية مش عملية لمصلحة مين أو ضد مين يعني الوقت إحنا مصلحة واحدة مصلحة النادي لكن هل أنا اللايحة مع مين وضد مين دي دي نقطة فيما بعد لكن أنت حضران الدلاتي بتحط لايحة لمصلحة النادي الأهلي بدون أسماء وبدون أرقام وبدون أي حاجة مع دموقراتية أمين يعني ما فيش مفردش حاجة على العضاء يعني هم ليهم الحق بسكن بالإجابة أو بالسلم أكيد أكيد يعني أنت كل يعني نادل قالي تحديدا كمان أعتقد أنهم أكثر ثقافة زي ما بدأنا الحديث فعشان كده الموضوع زي ما أنت بتقول يعني الديموقراطية يعني كاملة يعني بتميز أنا شايف الناس الناس واخد ولاده رايحين في رحلة رايحين فرح في رحلة رايحين واخد ولاده وراح يمبسط ويقلب صوته ويقف معنا دي أكيد يعني اللجنة الأولمبية دايما بتقول أنا باحترم أراء الجماعات العمومية وفي نفس الوقت بتفرد لايحة هي سمتها اللايحة الاسترشدية فقالوا أنا عمل لكم لايحة وإنتوا هاتوا نسبة معينة يترفضوها يتقبلوها شايف ليه من الأساس يعني لما أنا احترم أراء جماعات العموميات بتاعت الأندية طب ليه أحط لايحة أي كان مسامة بقى لايحة الاسترشدية طب ما أنا أدي لأعضاء حرية الاختيار وحرية النادي في اختيار اللايحة الداخلية المناسبة لي يعني شايفة إيه الهدف كان الأول لعن الحد للوقت بصراحة زي ما قلت حايفة أنا شايفها أن هي فرق تسد يعني مش لايحة ما بتخدمش أي يعني أنا عن نفسي كعودة في النادي الأهلي وكنت لعبها سابقا في الكرة طائرة يعني لما شفت اللايحة ما بتخدمش يعني فيه بند مثلا أن أنا مثلا رئيسي النادي يبقى مؤهل متواصل يعني أنا كمؤهل عالي إزاي يبقى رئيسي اللي المفروض هيطور من النادي بتاعي يبقى مؤهل متواصل فدي حاجة مثلا أنا عن نفسي ما وفيش عليها خالص فحاجات كتير بقى مش بند واحد أكيد المفروض هيبقى قدوة أصدق قدوة تعلمية بالضبط كمان بند التجميد كمان هي حضرتك قانون هذا كان وعبارة عن ولادة متحسيرة جدا جدا سبرنا جامد جدا انتظار جامد جدا بكرة بعد وكمان شهر شهر إن شاء الله يطلع حاجة كويسة تلع توافق عليه من المجلس توافق عليه من المجلس النواب لكن أنا شايف اللجنة الأولمبية لما تحط لاحظ ترشيء دي طب هل القانون هيعمى مع الأندية ولا هيمشى على اللاحة السرشدية وإيه موقفك أنت كالاجل أولمبية لما معظم الأندية ترفض اللاحة السرشدية ما هو هو حطي لك نسب علشان تعجزية يعني دي لك حرية الاختيار يعني أنت عايز تختار اللاحة لأنا يعني تفضلت وبعدتها لك اللاحة السرشدية أي مسمى بقى خلاص هات النسبة وقول لا أه بس النسب مش هتمشي مع الأندية كابتن أنا أعتقل في اعتقاد الشخصي ولا هتمشي مع الأهلي ولا الزمالي ولا الأندية كبيرة بالضبط وده أنا مستورب وكان ما أسأل أول مبارح نادي اليوبلس ها اللي هو نادي اليوبلس عمل رقم إن شاء الله نادي نادي لألي هحطهم وكل حاجة في السنة اللاحة سأقول إيه إن أدي أنادي كبير وخبال حضرية ها هيقوله لأ وهيقوله آل لهم الأعضاء بتوعنا لكن أنا شايف أنت حطيت قانون القانون يسرع لكل الأندية لا تسيب الأندية تضع لأحتها يعني أنا في رأيي لا تسيب النادي يحط لأحته بما تنسب مع ظروفه مع قدراته مع نجاحاته أنا ما أقدرش أتخذ قرار فيه نجاح للنادي وانت تعقلوا لي صف يعني وده الطبيعة ده الطبيعة بالمفروض إنه يكون إن أنا بدي الحرية الكاملة للأعضاء الجماعية العمية إنهم يختاروا اللي هي حل بي أعتقد اللجنة الأولمبية برضو أعضاءها مش متعايشين جوا النادي الأهلي مش عارفين ظروف كل واحد أضرب ظروف بيته كل نادي ليه ظروف بيته يعني كل نادي ليه ظروفه الأعضاء اللجنة للأولمبية محترمنا ليهم كفاتاً يعني هم مش عايشين جوا النادي الأهلي مش عارفين إيه القرار ده صالح ولا دد ولا يعني وبرضو حضرك زقارة التجنيد يعني بالضبط بالضبط أنا شايف إن العملية بياد يعني إيه حاجات بسيطة بس عاجات مع يعني معرقلة شوية يعني يعني تعالي ندخل في الكرة الطائرة شوية يعني الدنيا أنت شايفها بمنطقة المصدقية أنا متعود أنا بتكلم بمنطقة المصدقية يعني في تغيير حصر شايف الدنيا أحسن نفس المستوى في تخطيط تمام أولاً عايزة أبارك لمنتخب مصر الـ 23 على المركز الخامس في بطولة العالم تمام طبعاً ده إنجاز وبنحيي كل المنظومة على الحدث ده بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة للنادي الأهلي طبعاً إحنا ملوك الطائرة في مصر أكيد وفي العالم العربي وأفريقياً بننافس على اللقب ده طبعاً أنا من جيل قديم عشرة أجيال كتير اتعودت على المكسب تمام التغيير اللي أنا شايفان يعني هو بصراحة يعني هو مبدأ في النادي الأهلي من أي مجلس إدارة كان موجود هو الدعم التطوير تمام الروح اللي بيدوهن قبل أي بطولة حاجات كتير يعني مش حاجة واحدة ده ده أساس النجاح كفرقة الطائرة يعني الدعم بالأجانب بدعم المعسكرات فطبعاً في إنجاز هو يعني سنة الفاتت ربنا ما كرمنوش في بطولة أفريقية بس ده ما وقفناش إحنا ما بنقفش على بطولة بالعكس إحنا نخسر بطولة هنخسر هنكسب عشرين بطولة بعدين أكيد 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 فطبعاً في تطور وهيبقى في تطور أكتر وربنا يكرم إن شاء الله هو أجيال بتميز أجيال بالضبط بس يعني اللي أنا عايز أقوله برضو إن النازي الأهلي يعني ما بيقفش على حيك يعني مهما نبطل ومهما العيبة تعتزل وكده لا بنكسب يعني إحنا مثلاً أنا من جيلي اللي عبت مع جيل كابتن هناء وكابتن مون عبد الكريم وكابتن تهيني توصن يمكن توتو كملت معها فترة كبيرة بس لما توتو بطلت قاله خلاص فرقة هتقع لا بالعكس إحنا كسبنا أفريقيا كذا مرة وحتة الدعم بتاعت مجلس الإدارة إن إحنا لأ إحنا ما نفعش نقف على العيب لا إحنا نكسب البطولة اللي بعد كده فدي حاجة بصراحة يعني ده أساس النجاح تمام يعني أنا بأكد على كلامك إنها فعلاً أجيال بتسلم أجيال وبالذات فريق الطائرة سيدات أو فرقة طائرة سيدات دائما مميزة أوي في الليلة دي حياتي والله هو الموضوع مش كده هو تعب وإخلاص ومبادئ فهو ده أساس النجاح بتاع فرقة الطائرة يعني إحنا متعودين يعني أنا لما جيت ألعب مع جيل أكبر مني وشفت إزاي هو بيكسب وإزاي بينجح وإزاي بيحقق بطولة أنا خلاص ده حاجة بقت في دمي فدي حاجة إحنا بنسلمها الأجيال بعدينا يعني إحنا مثلا نيجي قلنا إحنا هجينا لعيب مثلا محترف من مصر يعني لعيب مثلا في نادي متميز الأهلي بس حتة إن لعيب النادي الأهلي نفسه متعود على المكسب دي كنا بنزرحها في اللعيب اللي جايننا من نادي التالي فطبعا أو طبعا يعني فهو ده اللي مخلينا الحمد الله إن إحنا ماشينا على مسيرة ومسيرة ناك حاجة كابتن محمد فاضل ساعة على إنهاء اليوم النهاردة الساعة الوقتية ستة هي وشوية يعني دقائق فاضل ساعة وشايف الأقبال يعني مميز شوية متوقع إيه النهاردة؟ متوقع إن شاء الله هيوصل للعدل اللي أنت قلت عليه إن شاء الله ما يقرب من عشر تلاف ما يقرب من عشر تلاف ويتكمل بكرة هيوصل لأكدر من كده بمراحل يعني نعتقد على شأن الحر كمان والساعة اليوم بعدين كمان إن يعني بتوع ناسل في القاهرة يعني بيفضلوا نادي أهل جزيرة قرب شوية عن مدينة ناصر برضو شوية بس ممكن دي تفرق مع العضاء النهاردة؟ لا مش هتفرق ألا حاجة إن شاء الله بكرة هيبقى فيه تعادد هيبقى أكتر من ده بإذن الله يعني إحنا نفسنا أو أنا تحديدا نفس الموضوع يتحسم النهاردة جماعة يعني فحاولوا تخلاصوا الموضوع النهاردة عشان يبقى قبلغ رد في التدخل أو في اللي عايزة تدخل في شؤون هذه الدخلية يعني خلينا في نفس السياق برضو كابت محمد قبل مسألة أجمع على الباسكت والإنجازات بتاعتكو برضو نرجع للمستشارة عبد المجيد محمود الأستاذ رجائي المهند شريف إسماعيل كمان النهاردة راح اليوبلس كمان عشان يبقى صوته معنى إيه الكلام ده؟ لا أنا شايف إن دي يعني تعتبر مصدقية لما يحدث تواقب السيد رئيس من أمين كان في اليوبلس أمومية اليوبلس أعتقد أن هو قاعده مش كرئيس وزراء هو قاعده من أعضاء النادي بيجلب صوته في لايحة النادي الخاصة بيها وكان زه ما حضرها قلت مصدقية المسؤول رجائي محمود والمسؤول رجائي اعتدوا ليحة أعتقد أنا في رأيش أنا ن Saudقائرتها لا يختلف عليها إن شاء الله ما يقال كله استهلاك ما يقال استهلاك كله بالمضي على الوقت بالضبط لما يبقى عندي حد زي السيد رجائي عطية مسير عبد المجيد اللي قال لك لا انا مش هتدخل طرام السيد رجائي هو اللي حط الكلام ده انا منفعش ان انا اعقب على كلامه المهندس شريف اسماعين رفض اللايحة للسرشدية ويعني اكد على اللايحة النادي لما انا اتكلم على الرموز دي الناس القانونيين دول اجيب من فين بقى صغرات واجيب من فين يعني الناس القانونيين على على مستوى اشكك فيهم الزي ويعتبر رأس المزرار يعني انت حضرتك قانوني وسياسي يعني او الدنيا كلها طب يلا انا سمعكو السيد رجائي عطية قال ايه ثاني لان الكلام محترم جدا ومهم جدا تعال نسمعه ثاني ونرجع لحضرتكو على طول مستمرين معاك ومشاهدي قناة الاهلي في كل مكان ولقاء هام جدا طبعا مع المستشار رجائي عطية مستشار كبير وايضا استاذ عماد ده وحيد عضو مجلس الدراء براحب بحواك في البداية اهلا وسهلا اهلا براحب بك طبعا استاذ عماد الحقيقة انا بعد مهم النهاردة تواجد مستشار رجائي عطية اكيد شيء مهم عاوز اقرر قدام اه 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 انا تاريخي الاوي بالنسبة للمستشار رجائي عطية والاستاذ كما يحب ان نلقبه الاستاذ عالم فقيها القانون المستشار الرجائي بي عطية عاوز اقرر ان الاستاذ رجائي عطية اخذ على عاطقه ايا كانت اي من كان قد كان له مداخلة عمل لائحة للنادي الاهلي طليق بقيمة وعراكة 110 سنة وتبقى قيمة النادي الاهلي قيمة رموزها القانونيين انا كان لي الشرف ان انا بالعب كورة مع سيادة الاستاذ رجائي عطية في فريق الشمس وكنت صغيرا وكان قدوة من ايام ما كان في القضاء العسكري رجل الكلمة ورجل الحق وانا مش بزيده لان انا مش عاوز منه غير ان انا اشوفه بصحة وصحة لكن انا لازم اقرر اعضاء الجمعية العمومية ومشاهدي قناة الاهلي وكل محب النادي الاهلي في اي مكان ان السيدة المستشار السيدة الاستاذ عفوا رجائي عطية اخذ على عاطقه مسئولية هذه اللائحة من الالف الى الياء وعندما كانت له مداخلة في انه كان يعلم تماما اننا نحترم قراره بعد مشاورته لزملائه او من كان معه في اللجنة ولم يكن هناك اي خلاف على اتلقى ما صدرت بعض وسائل الاعلام لان تبقى قيمة الاستاذ رجائي عطية اسم كبير في عالم القانون واسم كبير كمان اخر عناقيد الزمن الجميل في النادي الاهلي بس اعاوز اقول ان عناقيد لا تنتهي حيفضل النادي الاهلي يفرغ ويفرخ وحيطلع منه عناقيد زي الفل يعني النادي الاهلي مهواش قاصر على جيل النادي الاهلي تاريخ عريض من مئة وعشرة سنة هو اللي موجود النهاردة هو اللي موجود حيبقى بعد مائة سنة ده النادي الاهلي ادي واحد رقم اتنين هو اخوي اعماد تحدث عن فريق الشمس انا عاوز اقولكم ان انا فريق الشمس ده وانا بعكوك لسه لعبت مع ابو حباجة ولعبت مع الضزوي ولعبت مع فؤاد صدقي ولعبت مع محب يوسف ولعبت مع فاتح خطاب لعبت مع صالح في اوقت لان صالح من فرق السنة واحمد سقرات ومرض نديمة حواديث كتير جدا يا طرق انا طلحت كده شيطاني لا احنا طلقنا خدنا من اللي قابلنا وبندى اللي بعدنا النادي الاهلي والناس مش فهم الشعار صح حينما يقال النادي الاهلي فوق الجميع لا يقال ان النادي الاهلي فوق التفسانة او فوق الزمالت او فوق السقة الحديث لا النادي الاهلي فوق الجميع المنتمين الى النادي الاهلي انا عرف نحرك سجلت معنا منذ الوحظات بس كان على عاطقك هم كبير جدا هو المشاركة في اعداد هذه اللايحة الخاصة بالنادي الاهلي وكان شيء من غير ما اقول لي انتقاص لحده مش مشاركة لا توجد مشاركة انا قمت بهذا العمل لوحدي تماما وانا سألت على الاستاذ الصديق محب عبد مجيد محمود فقيدا لها دفا بوزر وبالتالي لم يكن معي الاستاذ علاء منشرف قال شيء مهم جدا توضيحه قالوا لي بلغني محمود طاهر وعمل انه محرج مع اللجنة الانوبية فقمت بهذا العمل بمفردية اللغة وكلام كتير فترة فاتت المستشارة اعطيها طلع بيان اعطيها طلع بيان اخر ثم بيان تالت اللغة ده لي كان انا عملت خمس بيانات خمس بيانات دي يحدوني حاجة واحدة بس مصلحة النادي الاهلي لا مصلحة علي ولا زيد ولا عباد اول حاجة لما لقيت ناس بتاخد الان البيان الاولاني ده كان بناء على رغبة المهندس محمود طاهر انه يبدو انه كان هناك من يطالبه بانه يتحط باندي السمن سنوات فهو لما انا اصرت على الرأي اللي انا ابديته في الاجتماع الاول معه ومع عماد وحيد قال لي خلاص هل عندك مانع تقول هزا الكلام في التلفزيون تلقوا اطلق قال لي طبها قناة الاهلي حتتصل بيك وتعمل تقول اللي انت عاولي انا في الخارج جينا الفاجر قناة الاهلي ما اتصلتش واخر وصية لي من المهندس محمود طاهر ان انا اقول رأي فعملت البيان الاهو عشان اقول انه الليحة التي قاعدتها مفيش فيها لبند ثمان سنوات ولا فيها الحيلولة دون احد اي انقانن وبنزولة خبات دي حاجة اولا البيان التاني البيان التاني في ناس ما هواش غايبة عن نوكو استغلت البيان الاولاني عشان هي بتهاجم النادي الاهلي من شهور دا دي مجلس الادارة تحديدا يعني فنسبوا الى البيان ما ليس فيه فانا رحتم طلع البيان التاني قلت ان الناس دي اولت البيان بما ليس فيه وان البيان دا لا يحمل اي اساءة ولا انتقاد لا للمهندس محمود طاهر ولا للاستاذ عماد وحيد الذين يكلفاني باعداد اللائحة وختمته بانني اكن واعلن انني اكن لهم كل ما حبه وتخدير البيان التالت البيان التالت تردد بقى ان اللجنة الاولمبية متربصة بالنادي الاهلي وعاوزة تبطل ايه الجامعية اقريت الموقف كده حضرت لا يا فاندم انا اقريت ومش اقريت وهو كده فعلا هو كده بدي يعني تهديدات اللجنة الاولمبية كانت مزاعة ومعلنة يعني وانا بقى اتابع في الخارج على ما يجري عن طريق الانترنت فطلعت البيان التالت انا ما قلتش ان اجتماع الجامعية على يومين غلط ولا انه يخالف القانون انا قلت نفوت الفرصة على ضرب كرسي في الكولوب خلوها على يوم واحد اما بالنسبة للشيخ زايد اعضاء الشيخ زايد اعملوا سنديق مستقلة ويبقى على حسب ما يشوف وعلى اللجنة الاولمبية اذا ارادت ان تبطل اصوات الشيخ زايد ان تتحمل المسئولية في الواقع والقانون ولا تحملها لمجلس ادارة النادي الاهلي بيان الرابع مجلس ادارة النادي الاهلي تشاور والتقى انه على يومين انا بقى ابن النادي الاهلي فخلاص روح تمعلن عشان الناس لا تتشتت روح تمعلن ان اجراء الجامعية على يومين لا يخالف في القانون وانه انتخابات رئيس الدولة بتجرى على اخطر من يوم وانتخابات مجلس الشعب سابقا بتجرى على اشهر مش على ايام من امرأ اتنين احنا مش رايحين لا ننتخب محمود طاهر ولا ننتخب رجائي ولا ننتخب محمود الخطيب احنا رايحين نصوت على اللايحة واللايحة دي لو لم نوافق عليها يبقى حتطب علينا اللايحة البيان الخامس والسادس دعوة دعوة لزمنائي واصدقائي وصديقاتي اعضاء الجامعية المهمية عشان يجي يحضروا عشان يبقى مسا لكل الاندية ان اعضاء النادي الاهلي وراء النادي الاهلي كلام مهم او استاذ عميد الحقيقة انا اعوز اضيف حاجة علشان اكون منصف المستشار عبد مجيد محمود عندما استقبلته للزيارة لقراءة اللايحة قال لي بالحرف الواحد ما سطره الاستاذ رجائي عطية لا يمكنني مراجعته وهو ربنا يدي له الصحة في الساحل الشمالي وسمعني وحصل اتصال هو اللي طلب انه يتصل بالاستاذ رجائي عطية علشان يقول له هذا الكلام ودي شهادة حق وحسبني عليها ضميري وحسبني عليها كمان التاريخ اضافة للي قاله السيد الاستاذ رجائي عطية ليه احنا هنا النهاردة حضرتك لو عملت استطلاع رأيي للعضاء مع كامل احترامي لرجائي بيه وحقوقنا للدهنة واكتر ما لمس قلبي انه قال ان كلنا موجودين النهاردة مش عشان محمود طاهر والعماد وحيد ممكن نكون موجودين لرمز زي رجائي عطية لكن احنا موجودين النهاردة علشان نعمل للنادي الاهلي لائحة طليق بقيمة وعراكة ورقي مية وعشرة سنة انا حاجة صغيرة فيه الناس النهاردة حضرتك لو سألتها قالوا ان احنا لو الانتخابات قصرت على الجزيرة او التصويت قصر على الجزيرة ما كناش هنروح لان احنا بنعيش بنعيش حالة من المعاناة المرورية فعلا فيه حالة ساعدة عندهم ان موجود النهاردة ورجائي بيه يشهد علي احنا مش عاملين كده علشان نعادي حد لكن احنا نادي مشهر مشهر باعتراف مدرية الشباب والرياضة بالجوابات التي حضرت وردت الانا في مناسبات اخرى ان هذا ليس فرع هذا مقر انا لو بتكلم بالفروع ما كان رجائي بيه اللي استشرناه وادخل علينا ما لا نعلمه في القانون كنا قلنا له سادة الاستاذ الفقيه هل يصير عمل لجنة في الشيخ زايد احنا من نفسنا ما عملناش لجنة في الشيخ زايد ان ما ينطبق على كلمة فرق ينطبق على الشيخ زايد بعد كلام الطيب اللي قاله الاستاذ عماد انا فيه ناس اللي قاله اشمعنا النادي الاهلي يعني نادي هليو بلس ما عمل في مقر واحدة فيه تلت عناصر مهمة جدا الجمعية العمومية للنادي الاهلي اكبر جمعية عمومية بين جميع انديات مصر يعني عدد اعضاء الجمعية عدد 137 الف عشان كده النصاب بتاعها اعلى من هليو بلس واعلى من الزمالك اله ادي اول فاكتور او اول عامل العامل التاني انه مقر الجزيرة ليس بالسعة بتاعة نادي هليو بلس نادي هليو بلس مترامي الاطراف خلاص مقر الجزيرة اتخنق من جميع النواحي وبالتالي انا مسميه مقر مخنوق عشان كده النادي الاهلي فتح العنصر التالت انه حول نادي هليو بلس مصر جديدة منطقة مفتوحة حول مقر ايه الجزيرة للنادي الاهلي كل سرة البلد وبالتالي انت مش بس هتعمل ازمة داخل مقر النادي الاهلي في الجزيرة انت هتعمل ازمة لكل مصر ولكل القاهرة ولشرايين المروفية ايه اهنا الى حضرتكم الجديد كان كلام الاساس رجائي عاطية بنعيده على حضرتكم لانه كلام مهم جدا جدا معه طبعا كان لأستاذ عماد وحيد كلام محترم كبت وبتكلم فيجو عمومية بتكلم كلام محترم لا لا هو الكلام كويس جدا والاحترام الواضح في الكلام بتاع المستشار الأستاذ رجاء عطية وكلامه على المستشار عبد جيد محمود طبعا رجل القيمة والقامة وصاحب وخلوق النادي الأهلي وأبو يعني هو طبعا غني عن تعريف المستشار عبد جيد محمود وهو يعتبر والد لمعظم الرياضيين كان بيختار الألعاب اللي هي الشهيدة من يطلع معها رئيس باعثة في الدورات اللي كانت برة لكن عندما يقال هذا الكلام فطبعا صعب جدا أن أنت تتحدث في لايحة أو تتحدث في لكن أنا أعتقد الشخصي أن الليحة طبعا مناسبة جدا جدا الموضوع اليومين ده على فكرة يعني ده عضاء النادي هيا لطلبته بصراحة زائد من الناحية الأمنية يعني أنا بقى أهلي الأهلي كان بيعمل مرشاة الكورة في الأستاذ كان الدين بتوقف مش عايرة يعني ما بجمعي عمومية بقى يكون الوضع شكله ايه بالنسبة أنا في مرة قلت له يا جماعة كان كلامي للجنة اللومبية وقلت له يا جماعة هو سؤال يعني قولنا ليه يومين ليه مش يومين يعني يعني ايه وجهة نظركم ان هو مش يومين يعني احنا بنسهل على الناس عايزين نعمللوكوا اللي انتم عايزين اللي هو أساسا مش مقبول أساسا بس احنا بنحاول نعمله ليه مش موافقين هم يقومين ما فيش حد ما فيش رد ما فيش رد يعني هو موضوع أن يجب ما أعلن الدراسة بك السراعة طبعاً في مصر؟ حيث أعلن الدراسة... اي سبيل للراحة هو المفروض ان يكون احتب دعابه كوزارة او كلاجنة او اي حاجات مش مفهومة اه ودخلت الناس في متاهات الناس في غنى عنها لغت وفي الناس في غنى عنها يعني الناس في غنى والناس صحيبة بتسمع بصراحة اه بس هو اعضاء النادر اهلي متفاهمين النقطة زي كده وده اللي يطمنوا ان هم متفاهمين النقطة ديت فاحنا مش فنسمع لأي كلام احنا دلوقتي هنركز في الجماعية العمومية بتاعتنا واللايحة بتاعتنا اللي احنا كلنا مفسوطين منها فهو ده اللي يهمنا فأنا باتفق معاك يا المشكلة بس ليه يعني انت ليه اعملت يعني ليه من حاجة عملت مشكلة عشان بعد كده هتدورها على حد اللي هزا وتخرج منها عشان يبقى شكل كنت اللي كويس هو اي حد بيراهي يعني او بدخل في نزا مع نادل اهلي اكيد هو اي بقى خسران لان زي ما حضرك قلت وزي ما كابتن مونه قالت ان النادل اهلي ده هو بيصدر لعيبة دولية للمنتخبات وابطلات ورفع اسم مصر في كل الألعاب بصراحة حاجة مشرفة لكن بصراحة يعني لو في صوت عالي اعتقد ان احنا هنسكت محترامي لكل الأندية انا افتكر فيه سنة مثلا كان الستة اللي في الملعب النادي الأهل يعني ستة اللي بيلعبوا في المنتخب النادي الأهل بالضبط يعني حاجة غريبة قلتين الألعاب الشهيدة انا عايز اعرفها لا يعني طبعا كانت كرة القدم وانت احد اللاعبين ورموز كرة القدم من النادي الأهل يعني كانت الكرة هي كل حاجة في وقت من الأواد وكان مكسابها بيغطي واخسارتها برضو كانت بتعمل صدر مشاكل بالنسبة لكن مع اعتقد في الفترة الأخيرة كان في حسن اختيار لمدرين فنيين من الولاد النادي صغار السن قرايبين جدا للعيبة زي في الباسكت طريق خيري زي في الفولي عامدل الصوفي مدربين صغار السن قدرت تحط كيميا بينها وبين اللاعيبة وكانوا لسه بلعبوا معهم ولسه قريبين فقدت نتيجة بطولة أفريقيا الحمد لله بطولة الباسكت السنة دي بتخد بطولة أفريقيا ودي حاجة من فترة كبيرة جدا جدا ما محتكناش ومدخناش زائد أن نبقى أننا سنتين ببطل دوري المرتبط بدأت حط الدعم اللاه محدود من مجلس الإدارة مدير النشاط الرياضي طبعا في غسل الانتصارات الموجودة ما نقدرش ننساء كابتن عاصم السعداني كابتن عاصم كان مدرب في النادي ومدرب منتخب ودرب بره وفكر عالي جدا جدا مساعد وداعم بدعم من مجلس الإدارة أنه هو دعم الألعاب اللي هي الشهيدة زي ما بنقول حضراته وقيتش أصبحت الألعاب شهيدة بدليل أن كله خد حقه وهجسا بياخد وقتنا عساسا أنا كبتا نتعايز أتكلمها وهجسا بياخد وقتنا عساسا والفولي برضو والحلو كمان البنات بدأت برضو بالنسبة للنادي تظهر وتأخذ بطولات طبعا الفولي سابقنا سابق البسكت شوية في حتة البنات في البطولات الأفريقية والهندبول بس هما بدأوا والهندبول لكن كانت وجهة نظر مجلس الإدارة في اختيار عناصر صغيرة السن كانت نقطة أخيار سليمة بصراحة يعني دي كانت كانت سبب من الأسباك شايف أن المرادة مهمة؟ أه طبعا يعني هنكون نتكلم مع الكابتن أن دي كانت مجاسفة أن كل المدرين الفنيين صغيرين في السن ممكن تبقى الخبرة مش كبيرة بس كانت مجاسفة نكحة جدا أنا أتكلم فكرة في ناس أقول لك الخبرة في ناس أقول لك الشباب في ناس أقول لك تقارب السن في ناس أقول لك أن الشباب عندهم جديد بيدوروا الناس الكبار بصدق وبيبقى خلاص يعني هو بقى له فترة قصيرة جدا سايب الملع فخلاص بيبقى حتة أن المدرب بيبقى فهم اللعيب ده أو حاسس بيه في حاجات معينة فدي طبعا بتبقى كويسة بالنسبة للعب فهي بصراحة كانت مجاسفة ومجاسفة نكحة جدا وبجد أنا بحييهم على حاجة زي كده لأن المدرب إحنا ماشي أوكي الخبرة دي حاجة أساسية وحاجة مهمة جدا بس خلاص يعني المدرب يصيروا أنه مثلا بيكبر بيجي بيبعد عن التدريب مثلا فإحنا خلاص لازم الصغيرين اللي هما لسا مبطلين لازم يعني سنة مع سنة مع بطولة مع بطولة الخبرة هزيد فهيجي في مرة هيديني أكتر من اللي هو الدهوني بالضبط فدي حاجة بصراحة كانت كويسة جدا احنا بنعاني مضاقة في الكورة بنعاني المدربين يعني طبعا مع كل الاحترام المدربين الشباب مش لقين فرص كتير يعني برضو بداعي الخبرات بكابتل حضرتك لو بتتكلم عن مجال الكورة انت كتير ولعيبة مرموقة ولعيبة مشهورة وجزء كبير جدا تتحاول للتدريب لكن في الألعاب التانية بتبقى العملية مقاسمة يعني زي ما أنا بسألها قبل الله بألا أنت راح تدريب ولا أقول لأ التدريب مش سكتي أنا ممكن راح مدير إداري إدارة يعني وخدمها لكن معظم لعيبة الكورة وجيلكو بالذات والجيلة الممكن قابلكو شوية كلهم متجيل للتدريب واللي في النادي الأهلي اوكي واللي بيشتغل بره بينقل بردو يعني مثل زي كان معايا أول مرح مره همام نقل الثقافة بتاعت النادي المدارس الكورة في نادي السيد واللي بيخرج بره بينقل ثقافته لكن هي المشكلة ان حضراتكم كتير لعبت الكرة كتير جدا فيه ناس كديرة جدا بطلوا كلها شغال بالتدهيب هي بالكاترة كابتل؟ لا مش بالكاترة بس ده يدل ان فيه ثقافة ان هم الناس عندها عايزة تبقى مدربين كويسين عايزين تبقى مدربين كويسين مش لقى فرص زي ما زمن كانت في دلوقتي بتقول ان كان فيه نقطة فرقة اللي هو المدربين الشباب المدربين اللي لسه متواصلين مع الجيل اللي قبلهم على طول الموضوع بيبقى ايه؟ الاحسن في ايه؟ ان انا اجمع خبرات ان انا زاكر ان انا بقى متطلع دايما ان انا استخدم خبرتي كرجل كبير ان انا كشاب عنده يتموح شايف الاحسن؟ والله كابتل ان انا شايف ان لازم بقى فيه عبارة خليط او كوتل من دكو لازم لازم المدرب يثقف نفسه على التحق كبير زغير متوسط لازم موضوع التسقيف وحضور الدورات والصفر بسبب مستمر لحضور احدث حاجة والاطلاع الوقت النت بقى يقرب لك المسائل كل حاجة بقى الدنيا مكشوفة على بعضها الناس بقى الدنيا مكشوفة ان عايز يشوف حاجة بيشوفها العايز بيبقى بيردخل في اي خطط اي امور تكتكام لكن برضو الخبرة مب برضو ضرورية يعني بقى احنا بقول برضو ان الخبرة عامل اساسي لكن عشان تبقى السند للمدرب الشاف ده وكل واحد اعتقد من المدربين اللي احنا قلنا عليهم لهم برضو حد كبير بيستشيره وبياخد رأيه يعني كل واحد بليه مدرسة معين او ليه استاذ معين هو اللي بيقدر يزوقه ويدفعه لكن الاقسام التانية اللي هي تدريبات وحضور الندوات وحضور القرصات اللي بتعمل والاطلاع وكل حاجات دي حاجات دي الصغير كبير دي طالما شغال لازم طالما عايش طالما عايش في المجال لازم دي اللي بتتطور بين الصبح وبالليل يعني بزبط هو مدرب لازم يبقى عامل افديت لنفسه في كل حاجة مش شرط ان هو خلاص عشان كبر ما ينفعش لا لازم فقط يعني زي ما حضراتكم شايفين في اقبال دلوقتي بيزيد يعني مع الخلاص دلوقتي بدأ يخلص داخل نص ساعة وخمسة ان شاء الله يعني العدد يكتمل ان شاء الله قدامكم ديم يعني لقطات حصرية لايف قدام حضراتكم ان شاء الله يعني العدد يكتمل نهاردة علشان نسكت بقى ونهدى يا ربو ما نحتاجش بكرة ان شاء الله وإذن الله ان شاء الله وإذن الله يعني يا كابتن مونة بعدتي ليه عن التدريب ولا انت مش عجبك لا والله هو انا الفولي بحب الفولي بحب الفولي كالعب مش بحب الفولي كتدريب يعني مع ان انا مع ان انا من بداية مشواري يعني كان تدريبي مع بعض المدربين من اعلى مستوى التدريب في مصر يعني انا كنت حسى دايما ان انا لما هبطل انا اتمرنت مع الناس دي ان انا هبقى مدربة شطرة جدا اتعلمت ازاي اقرى الملعب اتعلمت ازاي اعرف نقطة الضعف في وقت حارك في المطش ازاي ان انا اعرف اكسب كنت بحس ان انا هبقى مدربة وبالزبط يعني من اكتر مدربين اللي اثاروا فيه في المطة دي كانت تروف عبدالايدر هذه الفكرة كلها ان انا لما بروح يعني انا صعب بروح على العفولي دلوقتي مع الناس القديمة وكده بس انا بحس ان انا يعني ايه مش قادرة مش قادرة يعني ممكن اوصل المعلومة يعني انا لما لعبت سنة سنة 2015 لعبتها في الشمس فكنت حسى ان انا مدربة مش لعبة لأ انا عايز اقول للعبة دي انتي لازم تعملي كذا وانتي لازم تعملي كذا بس هي موضوع بيبقى بحس ان اللعيب اللي قدامي مش مستجيب لحاجة زي كده دي حاجة بتديني انا فانا كنت حسى انا عايزة كله يبقى كويسة انا عايزة كله المهارات تبقى كويسة فنوطة زي كده انا مش مش حبها خالص بس لو انا موجودة مثلا ان انا رايح اتفرج على المطش احس ان انا بعد المطش عايزة اقول للعيب ده لا اعمل كذا العيب ده لازم تفرد دراعك لازم تسرع دراعك البلوك لازم تعمل لكن اضرب لا يعني نسمي ايه يعني نسمي اللي هي حب الموضوع ومش عايزاه هي طبعا شويت كسل ولا لا والله مش مسألك يعني حتى ناحية الادارية يعني انا حاس ان انا لو هارجع للطائرة لازم ارجع لعب مش هارجع اضرب مشكلة مشكلة ان اعدت كتير كابتن فهي لسه متأثرة بموضوع اللعيبة يعني هي حبه مغرمه بي يعني شوية اه بطلت 2013 احب اضيف لحضراتك بس حاجة كابتن ابنان عشان في حتة الخبرة برضو موجود خبرة في رئيس جهاز الخطاع كابتن طهر رجب كان لعيب في دوية معانا ويبرضو نفس الكلام في البنات فيه كابتن نبي الخيب في مدارس يعني فيه كابتن فتح حنا في هيكل استاذتنا ومعلمنا وهو الرجل اللي احنا تعلمنا ودربنا وكده فيه ناس كتيرة بيتجمعوا كل جمعة بتاع مشكلة اللعب مداربين دوت بروح السلوك ايه رأيوكو كابتن محمود احمد علي كان مدرب عظيم في نادل اهلي ورئيس اللاجنة الامباس يابي ويعني مدرسة الاهلي مدرسة فدولت فيه اكثر من مدرب له تأثير احنا برضو بروح ستشيرهم يعني طب نعمل ايه طب ايه رأيوكو دي الخبرات اللي احنا بنستفيدها منهم لكن الدراسة هي المهمة اولا واخيرا اكيد الدراسة والشخصية الشخصية دي حاجة بقى نجح اولا كان شخصيته دي حاجة بدخله وليس لان تفرد عليه دي حاجة مقدارش يمثلها مقدارش يعملها حاجة طبيعية لازم صد صد لا انا ببص على الجمال ما شاء الله الاعداد لسه الناس بتروح بقاسرة لتلاقي الاصوات بتاعتها نص ساعة نص ساعة تحديدا ولسه ما شاء الله الناس وانا نفسي بصراحة انا شايف ان الناس في اقبال كبير وده معناه ان في مصدقية في الليحة لا تلقى تلقى انا أصلا لماذا لعبة البسكت؟ لماذا لا نرى لعبة البسكت كبيرا؟ دوري كبيرا؟ امكانيات مختلفة؟ لا طبعا بص حضرتك البسكت او اي لعبة جمعية غير كرة القدم لا تنطبق مخييس كرة القدم عليه لعبة البسكت و لعبة الفولي والالعاب الاخرى برضو لعبة على مستوى علي مطلوبين جيدين لكن حتة الموهبة بتفرد زي كرة اللعب الموهوب بيفرد ان هو بيكون عبارة عن نجم ولا مش هيبقى نجم فالدنيا بالنسبة للبسكت البسكت بالنسبة للنادي الفترة الاولية في الفترة اللي كنا موجودين فيها كان فترة البسكت او البسكت بالذات في الواسط كان طالع طالع جدا بالنسبة للنادي او بالنسبة للمنتخب يعني المنتخب زمان غير المنتخب دلوقتي الدنيا زمان كانت سهلة وحلوة وكده الفرق الافريقية شفتوا اللعبتوا برضو افريقيا اختلفت اختلاف جازري اه تطورات مدربين ولعيبة واللعيبة محترفة بره بتيجى على المتشاط هنا حتة الاحتراف قليلة شوية يعني هنا برضو اللعيبة اللي بتخرج من مصر بتخرج تحت قيود يعني تخرج تحت قيود لما فيه لعيب كويس بيسافر يقولك ده هرب من منتخب ويكون راحي مستقبال ويقولك ده هرب من منتخب ومش عارف اللعيب رح يشوفه وبيرجع لك احسن او لما بتتعرف بيبقى افيا واحسن بالنسبة للنادي وللمنتخب لكن الالعاب التانية انا شخصيا في النادي احس انها اخذت وضعها وتحطت على الخريطة وان فيه لعيبة كويسة جدا في مختلف الالعاب وما فيش حاجة معسكرات موجودة دعم موجود من يوم إلى نشافر تصليف ادواء بواقع اظهر تصليف ادواء اصبح تسليف ادواء وان موجودت وان مغلاب بستعبال حلية في الانتقال. العملية بقى عرض وطلب برضو. انا بقول لك هايسن بياخد وقتنا يا كبتر. لا هايسن. هايسن من الناس المحترم جدا. وانا اتمنى له كل التوفيه بكرة في الاتخابات اتحاد السلة. رجل يستحق. رجل من ابن اللعبة. وفي كزا حد كتير من بسكت من نادي الاهلي في الانتخابات. نادي الاهلي المرادى في حوالي تسع افراد داخلين. مترشحين على قيادة البسكت. ماشاء الله. بالنسبة لله. كلهم يستحقوا. كلهم الشخصيات كويسة. كلهم انا نفسي. نفسي ان البسكت ولاده يتولون. ولا دخل المال ولا دخل للعصبية ولا القابلية. ولاد البسكت يتولون. هتتغير الخريطة شكلا ومضوعا. اكيد. يعني هتتغير الخريطة فعلا. في جميع الالعاب انا بكلم على اللعبتي. لكن ممكن الالعاب التانية برضو هتلاقي ولاد اللعبة كتير داخلين. يأخذوا فرصتهم اللازم. وبعدين بقول الصغار في السن لاخلهم خبرات. وخبرات متعددة في مجالاتهم. ويأخذوا فرصتهم. وانا متوقع ان شاء الله لو نكحوا هتختلف القريطة. اكيد اكيد. وانا بس احنا هنا للاسف يعني في المجتمع الرياضي بتاعنا بنقول على عنده خمسين سنة لسه صغير. لا. لا بس هما سنهم مش كبير. لا. يعني هيسم كلهم في أعمار هيسم. هيسم السعيد كلهم في أعمارهم. برضو مش اللهم يعني لسه بيدوروا على فرصة كتب. اه. ان دول لسه بيدوروا على فرصة. ودي حاجة من السلبيات. طبعا. طبعا. انت تبع عندك مثلا داخلها في الخمسين والكده لسه صغير. عشان الناس الكبيرة متمسكة بالكراسي. الناس الكبيرة متمسكة بالكراسي. بالكراسي. ولما يدخل واحد زي حضرتك كابتن معروف ومشهور وإعلامي لازم يجمعوا على فشلوك. بالضبط لازم يتحارب. يعني متحة وردة أعظم من أنجبت الملاعب في مصر الكرة السلة دخل الاتحاد السلة ما أكملت شهر شهرين. متحة وردة. متحة وردة. لازم الناس دي بقى تاخد حقها. ولازم الولاد اللي هم داخلين من ولاد النادي الأهلي أو ميسكندرية في مجموعة كبيرة جدا من اللاعب المحترمين برضو اللي عبوا معنا. داخلين انتخابات. الناس دي لازم تاخد وضعها. ولازم تاخد. وكفاية بقى يعني خلاص كفاية. التغيير مطلوب. نفسي. نفسي. والناس بقى الناس تتغير والناس تمشي بقى مع طبيعة البلد. التغيير والشباب والناس تاخد. مع الملومات والشباب والمكون قبيرت اللاء. っていう علاقات للطبياء. ول fentضل لو نتغير الكرضي صحيحها تعالت. لغاية الناس التغيير أيضا. داخل المتغير مع المجرسات اللاء chegمدر تغيير وهي حدوث. لغاية اللي مرة كانت بالدخلة. ولك تغير التغيير Cocosوصية نظرات المؤامرة إلى محاولات الم gin Bloom. ولك المجرس الصحة��ية. يعني شايفة نظرية المؤامرة رحل فين وليه بقت كتير قوي في المجتمع بتاعنا وخصا في الرياضة اعتقد ان نظرية المؤامرة دايما بتبقى للجهة النكحة يعني بلوا عايزين يعملوا المؤامرة على الجهة النكحة فده طبيعي يعني زي ما بيقولوا كده بالبلد يعني النخلة العالية بيحدفوها بالطول فكلم عادي يعني انت حراري بالكلام فده طبيعي يعني اي نادي ناجح او اي منظومة نكحة لازم يبقى في مؤامرة عليها لبقى لحاجات شخصية مثلا حد طمعان في الكرسي فده طبيعي انه هو بيحصل يعني عادي موجودة موجودة هتفضل موجودة بس انا شخصيا يعني اللي رأي مختلفش انا ما اعترفش بموضوع لنظرية المؤامرة وكده انا اعتقد ان النظرية دي ناصلة احنا اللي حطناها عشان احنا ما عندنا الثقافة يعني احنا برضو ما عندنا الثقافة حل 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 حتة النسي مكاني الغيري ان هو ينتج فيه يعني خلاص انا خدت مكاني غيري ينتج نظرية المؤامرة اللي انا اجي اعمل حاجة عشان اقول فلان لكن هي موجودة موجودة بنسبة مية في المية اه بالضبط انا بتكلم في الواقع انا بتكلم يعني مثلا مثلا احنا في المشهد اللي احنا فيه فيهين اللايحة قالوا لا ده اللايحة دي معمولة ومتفصلة ومعين اللي حطة ناس يعني كمه في الاحترام وكمه في المشهد وانا اعتقد ان الناس حضرتك الاستاذ رضائي اعتقد الراجل اللي حط اللايحة دي لا اعتقد ان اللي هو حطتها عشان حد وان اي واحد يعمل اي عمل يهمه نفسه واسمه قبل اي حاجة حتى لا يقال ان انا بحط اللايحة عشان انجح فلان او سقط فلان او ضد فلان او مع فلان الراجل بيحط حاجة تكتب له في السجلات النادي الاهلي ان الراجل ده في سنة كذا عمل لايحة كذا كانت في صالح تتحط في تاريخ تتحط في تاريخ صالح النادي او ضد يعني مش هيقول ما فيش فحد يطلع الشهر بنفسه سوء يعني مش اعتقدش انا معايا انا معايا انا معايا شبتل وتلك الاسماء بنجيد محمود شريف اسماعي طبعا الناس قمم القمم دي مش محتاج انها تحط ورقة انها تبوز تاريخ او تبوز مصلحة نادة او تبوز تعارق او طبعا لا لا فدي تلغي حاجة اسمها المفروض يعني من منطق العقل انها تلغي فكرة المؤامرة او لا فكرة ده دد او معا طبعا انا معايا انا معايا انا معايا اسماء كبيرة وكمان يعني ربنا هتدوم تطل عمر رب شايف المشار كل واحد فيه او بس هو رب شايف ما شاء الله بيتكلم انا يعني انا اسمعته جيدا دلوقتي مع اول مرة كنت مع عدريك قلت هانتاني اسماء الراجل بيتكلم للصالح العام ولتاريخه ولصالح الناد هو برضو عايز يقال ان انا اللي عملت اللايحة اللي في سنة كزا اللي في تاريخ النادي اللي الناس جات عليها بحضور كزا وفق عليه برضو برضو الحتة دي تفرق بزبط 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 انا برضو بأكد على الكلام برضو كابتن هنا برضو كابتن طارب وزيد النهاردة كان حاضر كان وزير الرياضة الاسبك يعني زي ما قلت حضرك برضو المهند الشريف اسماعيل ايد اللايحة اللايحة النادي بيرفض اللايحة الاسترشادية وما تفسنا باللايحة الاسترشادية مستشار عبد المجيد المحمود يعني أستاذ رجاء عطية ده بيدي انطباع أو بدي انطباع ان جماعة لأ احنا بتغذر أنا اعتقد نجي نقطة في صالح المستشارة الاستاذ رجاء عطية طبعا انا اعتقد انه نقطة في صالحه لدرجة عالية جدا جدا بشهادة طبعا طهرة بوزيد لعيب كرة مرموك وزير صابق من احسن من اجابات الملاعب في عندنا لما لو في لو وقع وكان وزيرا للرياضة لو يعلم ان هناك صغرة لكان قال علاوة ان في اللايحة دي لو فيها حاجة كان قال علاوة طبعا لان اصلا ده رجل وزير شباب يعني وزير الرياضة والشباب في مصر يعني مش مش انسان عادي اوخد بالحضرها كزاي وانا بقصة باردو اؤكد ان مش من الصالح العام ان نضع النظريات دي قدام الرجل اللي عملها الرجل اللي يريد ان يكتب تاريخ لنفسه استحالة يحط حاجة تسيء الى تاريخه لازم نحط دي كحاجة عريضة او سطر عريض قدامنا قبل ما نفكر ان احنا اوخ ڤعو في كلامه لو كنتو حضراتكو يعني مركزوا اوخ في كلامه قال ان يا جماعة انا وبهذرش يعني بالعامية انا وبهذرش وعرف ان بعمل ايه كويس قوي ومن مصلحة اللجنة الالقلمبية ان هي ما تدخلش معنا في تحدي اوخ يعني كلمة يعني كلمة عشي تبقى خفيفة شوي يعني ما تدخلش الان هو الرجل عرف ايه وعرف ان هو ومش من صالح انا لا اعتقد ان من صالح اللجنة اللمبية ان تتدخل في تحدي مع اي نادي من الاندية. ليس من صالح اللجنة اللمبية. ده نجاح الاندية من نجاح اللجنة اللمبية. يعني ما اعتقدش ان الموضوع ممكن يوصل لهذا. هو ده يعني احنا عشان احنا عادينا هنا. بس التواجمد الناس دي كلها اللي حيك قلته اسمعهم. طبعا ده يعني بيدل ان الليحة لايحة كبيرة ولايحة قيمة ولايحة اه 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 لصالح النادي. فطبعا اعضاء النادي لما يشوفوا الناس دي كلها متراجدة بالشكل الجميل ده. فده بيديهم ثقة في الليحة. اكيد انا ما اعتقدش كمان كابتن مون ما اعتقدش ان الف واحد بس مش اتنشر الف ونص او ستة لايف الف واحد بس او حتى خمسمائة واحد من اعضاء جميلة عمنا بناد الاهلي. ان هما يتقبلوا لايحة. حاسين ان هي فيها يعني متعودوش كابتن. كابتن حضراك ما تعودوش كمان على قبول حاجة والد ددي الندي لها. ان حدا انا اجاز دينا العدد ان شاء الله يكون عدد انشاء الله يكون عدد تاريخي. ان شاء اللي يعني أنا شايف سعيبكوا تستمتعوا بالأعضاء وستمتعوا بالمنظر والكابتن طاهر أبو زيد أهو كان كمان المنصح مطهر من شوية يعني مين حضر الألعاب الأخرى كابتن طارق خيري كابتن طارق الغنام كابتن بيسا حسني كابتن عاصم يعني حاجة جميلة وأعتقد أنا عايز بقى حد أسمعه بقى بالليل بيطلع وقول له أصلي كان فيه مش عارف إيه والناس دي متأمرة والناس دي هانطلع هتسمعوا هتسمعوا الكلام ده كابتن لو سمعت مش هتقدم إيه كابتن لو سمعت مش هتقدم والله يا كابتن أنا قلت الكلام ده لشهادي أو الإمبارح وجهادي أصلي به قلت له أنت متحفز جدا قلت له أنت يعني متحفز جدا جدا في كلامك لكن أنت أصلاً مصدر قوة. ليه متحفز في كلامك؟ بالضبط أنا معك كماماً. لكن أنت ساعات تستفز في إيه؟ أن أنت بتقال عليك كلام ما ينفعش يتعلم عن الأهلي. ما ينفعش يتقال كمان عن ناس يعني انتموا لنادي الأهلي حتى لو أوقات قليلة جداً. كابتن أنا وكابتن مونة إحنا أولاد النادي ولعبنا في النادي. أنا مش مدر في النادي الأهلي. ده السنة بيقول ما يملع علي ضميري. اللي أنا شايفه. أكيد أنت في النادي. يعني واخد بلحض رجل كيف. يعني احنا مشهدتنا مش مجروحي. يعني احنا مش مدربين. أو بلازم نقول كده عشان نجل صداره. لا. نحن بنقول ما ما يملع علينا ضميرنا في الفازة الوقت. يعني واخد بلحض ذلك. يعني أنا بقول لحضرتك أنا في نادي القهيرة كمانسيك مدير فنك ممرة نادية. لأن تقلت بأنه من نادي القهيرة النادي الأهلي. أنا لما كنت بطول أفريكيا وكنت بروح أدر التمرينات. لا أرى حاجة جديدة في النادي في صراحة. يعني دي حاجة شهادة حق. يعني اه شهادة حق يعني أنا بقول لها. لأن اللي احنا شفنا قبل كده. فكلها مجالس متعاقبة. مجالس كلها خدمة النادي. وكلهم الناس محترمين وناس كان هدفهم مصلحة النادي. لكن هو يرجع الاختيار الناس بعد كده. لكن اللايحة احنا مفسدين جدا من منظر ده. منظر جميل. رحلة. الناس وقد أولادها. أنه النهاردة ما أعجبني لول أحمر كتير. كتير. طبعا لول النادي. كانت انت طهر لألي صح امار. كانت انت طهر وزيت طهر. هذا الشرط لأي رسل رجع إلي صح امار. أكيد. نهاردة كتيرة يعني. تتكلم في نجوم وتتكلم في فرموز وتتكلم في الكوادر بتتكلم زي ما انت عايز تقول تتكلم في عضاء نادلالي حاجة جميلة لناس عايز انهم بيعملوا حاجة هما احبنها حاجة بيقى فرحنين مبسوطين حاجة جانب اصيوت وفي ناس جانب منصورة وفي ناس جانب في ناس دولي كان مدخلتش بقالي اكتر من سنة في جماعهم بس انا جاي مبسوط من حتة بعيدة عشان اقول رأيي في اللايحة بصلا انت داخل حاجة حاجة بتمسني وبتمس ولادي وبتمس النادي وبتمس النادي وبتمس النادي كمان عايز اقول ان الناس اللي هم مش رياضيين انهم اعضاء فقط بس في النادي يعني ما باك اتكلم معاهم حبهم في النادي يعني زي حبين احنا كرياضيين للنادي بالزبط يعني انا هروح بكرة عشان اللايحة هروح باكرة عشان اللايحة يعني الناس بيعمل كل حاجة بالزبط يعني في الشكل حلو الاستعداد حلو الناس ساعدت اعتقد في التجهيز لل اكيد طبعا وكمان اشراف قضائي وحاجة يعني وتنظيم وتأمين برا تتكلم طلبين 12 ألف ونص وكمان كان مفروض كمان الكلام دا عايزينه في الجزيرة بس يعني زي ما المستاذ رجاي برضو قال يا جماعة الجزيرة دا يعني حاجة تخنق البلد كلها طبعا امنيا 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 لو عايز تعمله في الجزيرة بس يجب تجاتل امني بالزبط زي زي ماتش كورا هجي لك 12 ألف فست بالزبط بس الكابتن حضرتك النقطة اللي هي يعني الفريقة وبدأ الواحد شوية ونحن نحن 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 ننشر سيء ونحن نحن ننشر حاجات كويسة ليه يعني برضو دي زي 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 مؤمن زي نفس النظرية نفس النظرية ايه يعني ودى حضراك نشنت ونجلمته بقلوب في البؤفرة ربنا يسح أحبال يعني كابتن مونة خد كم بطولة خد كم بطولة دوري وكس دوري وكس عنا مدارة لعشرين سنة مشاعلله نحن نشو تسيبو أي بطولة تروح كده لا دوري وكس بصراح حت بطولة الكاهرة لعبناها فترة جنا بناجي أربع مرات برضو خدناها نحن نتوالبوكو كان جامد قوي محنش بصعب عليكو تسيبو له بطولة بس احنا عندنا ميزة برضو كنا بنحترم جميع يعني الخصم اللي ولم نقوم بس الحمد لله يعني على مدار تاريخي كله ما خسرتش ولا دوري ولا كاس حتى ناشئين افريقيا انا لعبت مثلا 15 بطولة انا مش فاكرة خسرت اديه بس فاكرة كسبت اديه كسبت 6 افريقيا وفيهم اتنين ابطال كاس ست ابطال دوري واثنين ابطال كاس كسبت اربع مرات بطولة عربية ماشاء الله قد عايزة عايزة لا مش عزين نتكلم باشا هم حدش نزعر منه أو الحمد لله ماشاءالحسOSE خدت احسن بلوك في افريقيا خدت احسن ارسال في افريقيا خدت احسن بلوك في العرب خدت احسن بلوك في مصر خدت احسن لعابة في مصر فالحمد لله يعني شايفين يا جماعة عندنا مين شايفين عندنا مين يعني ما كانوش يسيو بطولة حالحنا فاريب كرة يعني ساعد من تسيب بطولة كده عشان الناس بتحسين ماشاء الله يعني حاجة تاريخ مفرح وحضرت كابتن بقول لي طراتك لا انا الحمد لله انا دخلت المنتخب صغير ستة وحت حوالي 20 سنة في المنتخب بستولت خياطة عشر سنين الحمد لله يعني لعبنا اثنين اولمبيات واحد كاس عالم بطولات افريقيا كلها كنا بنشترك فيها كيف السكة دورات عربية الحمد لله الحمد لله كان معنا جيل عظيم ساعتها جيل كله ساعتني انا الحمد لله في كل الدورات الشرية كنت هدف مصر فيها حتى الدورة الولمبية الدورة الولمبية في 4 تميكات في لوس انجلوس الحمد لله انا كنت هدف كأول مصر عربي وافريقي يعني يطلع هدف دورة الولمبية ماشاء الله والدورات العربية والدورات افريقية كنت انا طبعا الحمد لله كان معنا جيل عظيم ساعتها كان متحق كابتن متحت وكان طاري السباغ وعمره بالخير الناس يعني الناس من من الاسماء التي هي يعني في مصر بصراحة تركت بصمة وطريق طريل الصداغ والناس من هم يعني سابوا بصمة وطريق بالنسبة لمصر بالنسبة نادر أهلي الحمد لله كسبنا كان حصنا وحش في الدوري انا كسبنا حوالي ثلاثة أربعة دوري ستة قاهرة ثلاثة كاس لكن ملعبناش أفريقيا ساعتها كان فيه زروف تقريبا يعني مرة كنا مسافرين وكده بس كان فيه زروف بتمنع او بتعرقل السفر بالنسبة لفري الباسكت بس فري الباسكت كان جيل كويس برده كان خالد بخيط عبادة جزوار ونبيل بخيط كان فيه فرقة كويسة يعني وقدروا يحققوا برضه بالنسبة للنادي إنجازات لكن النادي طول عمره بيخرج الأبطال في جميع الألعاب يعني يعني معظم منتخبات بتحس بمش نسبة كبيرة جدا يعني زي ما منا قالت ان في وقت يعني نسبة كبيرة جدا بيبقى في المنتخبات من النادي الآن لما ما شاء الله حاجة بكسوف لا وكمان عايزة الله حكي يعني حاجة تشرب يعني حاجة تشرب لا يعني بصراحة أنا بحيي قناة الأهلي يعني أنا كنت أفتكر مثلا ما يبقى عندي مطش نهائي مثلا والناس مش عارفة لا دلوقتي طبعا طبعا دي حاجة حاجة جميلة جدا دي حاجة فعلا فدلوقتي متهيلي كل الألعاب بيروح لها جمهور كبير أحلى كمان ان انتو توليتوا اعلاميا اعلاميا هذي القناة بصراحة القناة الأول كانت يعني حضرتك في شادي كابتن النادي وفي هيسا ولادي النادي كلهم تولوا خيادة القناة اختلفت الرؤية اختلفت المعايير اختلفت المقاييس بالنسبة لهذه القرارة أنا في رأيي الشخصي أنا أنا باجي حل المبارات في الدوري مع شادي جيت مع حضرتك الدنيا متغيرة جدا الى الاحسن تطور الحمد لله لان ولادها الانتحادات لو ولادها هيختلف الوقت اختلفت الرجل اللعب كورة مرموق الى اعلامي مرموق والله كابتن محمد احنا اللي بيقعد على الكرسي ذا بذات لازم طبعا نتكلم الناس بمنتهى الصراحة ومصدقية وهي الناس بتحب الشخصة او بتعرف الشخصة اللي بتكلم بصراحة ومصدقية يعني انا مش شرط بقى كون انا لعبت او ملعبتش او انا اقصد حضرتك بتخرج كنجم كرة قدم بتقعد على الكورس المزيع بتختلف الدنيا معاك خالص يعني انت راجل نجمة مشهور في لعبتك بتقعد على الكورس المزيع بتجيه هنا تختلف لكن بيجايب معك حب الناس انت جايب معك برضو متنساش رصيد انت جايب معك برضو متنساش رصيد انت جايب حب الناس ليك فالناس متخبّلة ومتشوخة نتفرج لما فلان يطلع المهاردة الحمد لله يلا يلا نروح لكريم أحمد معا البشرين شمس تفضل كريم يلا اشتركوا في القناة وده قرار أعضاؤه وما حدش هيدر يصادر على قرار أعضاء الجماعية لأمام النادي الآن اليوم بكرة مستمر اليوم بكرة من الساعة 9 الصبح لسبع مساء احنا جراتنا كلها قانونية بإشراف قضائي اللي عايز يشاكك الشاكك في القضاء القضاء مش هيجي وعضوا في مكان غير قانوني اللي عايز يشاكك أنا أدتهم الجواب الرسمي اللي طالع مدير الشباب والرياضة اللي بيقول مقر الجزيرة ومقر مدير نصر واحد يقلش يقلش شاكك في الكلام ده أما ان الموضوع هو متاخد النادي أهلية تلغي لا مش هتلغي وبكرة نمكمل وبكرة احنا طالعين وبكرة مكملين وبكرة عضايا جايين يصواتوا وده حقهم وما حدش هيقدر يلغي ولا يصادر رأي الجماعية العمية والنادي الأهلي النهاردة يوم رائع ومميز ويمكن حجد كبير جدا لعضايا الجماعية العمية والنادي الأهلي الناس حاولت يمكن تكسر من مديرهم كالفترة اللي فاتت لكن ده وعي الجماعية العمية ووعي عضايا النادي الأهلي بنا بقول حالتك احنا راهنا عليهم والناس فهمة فيعني حكاية ان احنا هنكسر وديك شفت حالتك بره عشان تقدر تقفل عربية ايه اللي حصل الدنيا حر جدا فيه ناس صايمة ما معرفش موضوع السيان برضو ده مش فيه ناس مشواخدة بالها منهم فموضوع انا شايف ما معرفش هو في ايه ايه اللي يديني الناس النهاردة هنا وبكرة بدل مقر واحد ايه اللي يديني الناس نهاري يومين انتخابات مجل الشعب تقضي ثلاثة انتخابات الرئاس الجمهورية اللي هو شخصين فقط قدام بعض بتقضي يومين وثلاثة هو ايه 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 الدرر عايز حد يطلع ايه اليه الدرر ويديني سند قانوني اما الدرر اما الجمل المطاطة واللغة اللي مش عارف ايه وانقعد نترجم ترجمة اخرى لا اديه نصي قانوني انا لتزم به وطلبنا ده مرة واثنين وثلاثة اربعة لكن واضح ان الموضوع هو عند مع النادي الاهلي او يعني بمعنى تاني لما انا الغي النادي الاهلي محنش اعرف تتكلم معايا او اطبق اللاحة بتاعتي اللي انا سوق بها مصر لا انت مش هتسوق مصر تأكيدا على الكلام اللي هو اشريم شامس غدا اليوم التاني لجمعية العامية للنادي الاهلي ولن يستطيع احد ان يطبق اللاحة الاسترشدية على النادي الاهلي ضد عداء جمعية العامة مش هيحصل اذا كمل النصاب ان شاء الله واعدل الاثنشر ونص يبقى دي اللاحة بتاعت النادي الاهلي واللي عايز يكمل يكمل عايز يكمل يكمل فاحنا مستمرين بكرا ان شاء الله شكرا كل شكرا التأديل طبعا للوقت شيرين شامس المدير التنفيذ اللي اندي الاهلي كان لابد التوضيح لان ممكن كان في بعض الرسائل الخاصة وبعض الاخبار المغلوطة طبعا على عدم استكمال الجمعية العمومية غدا وان الغاء النادي الاهلي غدا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة لكن اكدنا من اللواء شيرين شامس طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي وايضا كمان اللاحة الاسترشدية اللي اتقال ان هي هتطبق غدا على النادي الاهلي ده كلام عاري تماما من الصحة يمكن فاضل خمس دقائق على طبعا انتهاء التصويت في اليوم الاول بمقر النادي الاهلي منية نصر زي ما قلنا كان يوم رائع يوم مميز جدا بالنسبة لي النادي الاهلي وغدا ان شاء الله استكمالا لي نصاب القانوني بإذن الله في مقر النادي الاهلي بالجزيرة مستمرين معاك يا كابتن عبد الحميد كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان وتغطيطنا الخاصة هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيرة بمديد نصر يعني شكرا كريم تعبتوا اليوم ده ان شاء الله يعني تعبكوا كده يعني ان شاء الله يبقى كله خير شكرا لو قشرين شمس اللي قال يا جماعة مش هتفرضوا رأيكو على رأي النادي الاهلي وفعلا الإجراءات كلها قانونية وبإشراف قضائي يعني مش عارف اي دماغ اللي بتقول ان القضاء يعوده في مكان هو اساسا مش قانوني بكرة مستمرين في التصويت حتى لو اكتمل العدد النهاردة او ذات كمان بكرة مستمرين في التصويت في فرع الجزيرة في النادي الاهلي هي كابتن هي حتى لو اكتمل النهاردة انت برضو بكرة لا فيه طبعا لانه هو ده حق اصيل للناس اللي عايز رأيكو جزيرة ددي اصواتها لكن اعتقد برضو وصل لعدد لا بأس به عدد كويس ان شاء الله بكرة تكمل الجمعية العمامية وده تحت اشراف قانوني وان اعتقد دنيا حلوة يعني انا شاف ان الناس المعظمة مبسوطة فرحانة بالله حيث يعني ما اعتقدش ان فيه مشكلة بالنسبة لله واعتقد ان بكرة تفوق الرقم بإذن الله ان شاء الله ممكن النهاردة كمان انا لسه مش عارف بالزبط العدد ان شاء الله احنا قدامنا خمس دقائق واناقفل باب التصويت في فرع مدينة ناصر ان شاء الله نحاول نوصل او نعرف العدد كان بالزبط عشان ما نلوكش اي ما نقولش اي ارقام بس بقى يعني لان انت مطلق مزاخي بالزبط يعني ان شاء الله يبقى حضور مميز تاريخي كمان مش مميز كمان ان شاء الله قولي لك بتنمون انت نفسك تشوفي ايه في الكرة الطائرة مش افتيهوش نفس اشوف بقى الاحتراف بقى مهم جدا او نفس اشوف لعيبة مصريين طبعا احنا بتكلم عالبنات احنا في العواقق التفكير المصري والثقافة المصرية اكيد انت مطلعش تحترف برا اكيد بس هي بدأت يعني انا بشوف دلوقتي بس هي مرتبطة بالدراسة دلوقتي عندنا مثلا فيه لعيبة بعد السنوية عامة بتسافر برا يعني على طول بتبقى امريكا اما اعتقد يعني لان هم عندهم الفولي في الجماعات فانا نفسي بأمني بعد عن الدراسة نفسي احسي ان فيه لعيبة مصرية بتسافر بتحترف برا وانا يعني احساسي بالندم عوض لعبة نادي الشمس لانها من احسن اللعيبة اللي جات في الفترة دي يعني هي صغيرة صغيرة في السن فعلى ما اعتقد سافرها الامريكا وان هي دلوقتي بتلعب للجماعة اللي هي بتدرس فيها على ما اعتقد ان هي بعد ما تخلص دراسة ان هي هيبقى لها دور كبير في اي نادي في امريكا يعني هو العائق التفكير بتاعنا اه اكيد طبعا اكيد لا هو السقافة اعتقد كابتن انا بقيت جدا الكلام كابتن منا اول يعني انا شايف اللي احنا مشينا عطارية الاحتراف بنات كتيرا من مصر وليس في الفولي بس في الباسكت بدأوا يخرجوا ويروحوا يدرسوا في جماعات امريكا وبيلعبوا في جماعات امريكا اه هناك انا بنتي كتلعبها مميزة في النادي الاهلي ومنتقى بمصر وبتدرس في امريكا وبتلعب للجامعة وغيرها كتير جدا من الانديا لكن للأسف الشديد لازم الاتحادات تتفهم هذا الكلام مفيش حد بيهرب ده مستقبل ولازم المستقبل بيمشي الاتنين متوازين مع بعض واخد بالحضرك وبيرجعلك البنت او الولد حاجة تانية طب مريبة بينظموش العملات الاحترافية يعني ايه هو شهود الاحتراف قوانين الاحتراف ما انا بقول لحضرك برضو هي العملية عملية ثقافة برضو الثقافة مش بس اللعيب الثقافة للمنظومة كلها بزبط يعني انا ما طبع على لعيب بحرمان عشان ده راح يدرس لا اي منطق اللي فوق مصقف طبيعي ان تحت طبعا اي منطق يعني اي منطق يقول ان بنت زال كابتن مو تقول عليها ما تروح امريكا تدرس وتلعب تبقى بتهرس تهرب ليه ندى معاونة مش هي سوريا ناص اقولك زيها انها تهرب ليه بتهرب ليه مين ما بيتمنش ان تمثيل مصر ولفسي بنيلة مصر اكيد لكن الدراسة في وقت من الأوقات مهمة لكن انا شايف انه عمل دي بداية الاحتراف انا في رأيي الشخصي ان دي بداية الاحتراف ان البنات بدأت اهلية تطمئن ان البنت تخرج وتروح وتسافر وتدرس وتلعب وفي اللعب على فكرة هم بياخدوا اصلا الدراسة دي للعب يعني لازم تكون بتفوقها في اللعب عشان تاخد الدراسة وهناك العين غير العين هنا العين اللي بتختار بنت من مصر او ولد من مصر ده اتأكد ان ده احتراف مية في المية بس احنا نفسه يكون موجود من غير دراسة يعني ايه المشكلة لما العيب يخلص دراسته في مصر ويحترف برا اه انا كنت رأي يعني دي اللي بكالف هما بدأوا يتجه اللعيب بدأوا يتجه في حتة ان انا ادرس برا عشان انا اتشاف برا مثلا ويجي لي عاد احتراف برا تمام فياريت داي بيكون موجود من غير دراسة احنا انت بتتسللي منها للدرجة اللي انت عايزها يعني معا همشأزين نضطر اه يعني لأ واصلا البيت بالنسبة للبنت كان مشكلة حتى في مصر كان مشكلة بالنسبة اه يعني لأ ده عندها سنوية عامة لأ دي اتخطب تلاقي دي اتجاوز لكن ان زي اسمح وكده في ثقافة اتغيرت الدنيا اتغيرت طبعا ولو كده تفتح لطريق اهلا ونسهلا بالنسبة للوقت يروح يدرس بعدين يبقى محترف هتفتح لبعد كده هيبدأ من تحت فيه احتراف الناس مش هتخاف الناس مش هت لكن غير موضوع الاحتراف الاحتراف فيه عوائق تانية انت شايفها في الكرة الطائرة طبعا انت خبرة كبيرة لا لا والبطولات حطها في في الدوليب في النيش اه طبعا يعني انا مش عارفة الميداليات ما شاء الله عليها كتير جدلا فخيفة وقع الدوليب ربنا كتر مرضو كابت النفس السؤال يعني برضو ايه العوائق في كرة الباسكت الحدرك شايفها وما بتتغيرش او بدأت تتغير بس على بطول لا او بصع اوزع دول حدرك النهضة اللي حصل في الاندية بتأدي قدامها النهضة في المنتخبات الفرامية يعني دي بتساوي يعني اتنين ماشيين في خط احنا الحمد لله بالنسبة للمنتخبات ومنتخباتنا كويسة على مستوات الافريقية وعلى في بعض اخفاءات ما بتدرش نوصل لو وصلنا كاسعلم في مراحل السنة بنوصل تاني ما بدأوا ياخدوا اتنين في افريقيا مع ان احنا كنا طبعا في اسياد افريقيا ودول عربية وكل حاجة احنا كانت مصر رائدة في كرة السنة عربية طبعا 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 لكن برضو لكن انا بقول المنظومة بتبدأ من فوق لغاية تحت انا بتفهم هات ادارة جيدة اولاد اللعبة ناس اهمها مصالح اللعبة ما بتكيلش بميكالين كل الحاجات دي اعتقد ان دين هتختلف وان اعتقد ان هنبدأ نصدر تاني كان معظم لعبت الكورة في الخليج مصريين معظم مدربين في الخليج مصريين دلوقتي الموضوع دخلنا في توانسة ودخلنا في عشان هم اشتغلوا عن نفسهم اوى اه اشتغلوا عن نفسهم اوى حتى في الكورة صح يعني حتى كنا يعني ده يا جماعة يعني عشان بقى بس امتبع معاكم دي اللحظات البخيرة في غلق ده بقى تصويت في اليوم الاول في فرع مديد نصر ان شاء الله بكرة تصويت من الساعة تسعة للساعة سبعة فرع النادي الاهلي في الجزيرة ان شاء الله عايزين نعمل رقم يعني ترد بي على اي حد ممكن يتدخر في شؤون النادي الاهلي الداخلية وخصصا اللوائح بتفضلك انا عايز اسمع منك حيطة التوانسة اشتغل اشتغل كان برضو زي ما حدر كان برضو في الكورة برضو كنا مدربين كتير مصريين في كل مكان خليج خليج كل مصري دلوقتي التوانسة المغربة تشتغل نفسه تشتغل وتتطوره وزي ما بدأنا الحديث لازم يقفه تطلع ولازم عنده تردد بيوصل ليه لكن احنا بالأسف نعتمد على المخزون نعم المخزون ونمش به فعشان كده تلفت نظر لما قلتلي برضو ما هو فكرة السلة لا فكرة سلة برضو نفس الكلام هي عملية منظومة واحدة يعني انا شاف ان هي العملية في جميع العب عشان النوض هي منظومة واحدة ما بتختلفش من اللعبة لأخرى لكن ان شاء الله احنا نتمنى الخير للبلد ونتمنى الخير للمنتخباتنا وربنا سهل نرجع تاني ان شاء الله شايف ايه بعد الخطوة ديك يعني شايف ان شاء الله نكسر الرقم اللجنة الولمبية تفضلوا وقالوا لنا عليه 12,500 شايف ايه بعد كده ممكن يحط عرقيل بقى للنادل آلي انا شايف ان الرقم سهل انه يعتبر بمجي النهاردة باغلاق ما بين من تمانية لعشرة النهاردة اعتقد ان العملية بقت سهلة بعملية قريبة جدا اعتقد من تسعة لأحداشر احداشر نص الصباح يكون العدد المطلوب باذن الله باذن الله باذن الله يعني ان شاء الله يكون انتهى واعتقد ان بعد كده مش يجي عرقيل لان دي اكبر رد حقيقي على جافة العرقيل اللي ممكن تحط المفروض بعد كده ان هم ياخدوا اللقاء يعرضوها بقى على اللجنة القلمبية اللي حتى اعتناد دي اه مش يعني هيقولوا لأ تاني ولا ايه لا لا ان شاء الله ما اعتقدش يعني هتبقى العملية وانا اعتقد ان من الزجاء وفتنة اللجنة القلمبية لان تدخل في الصراعات معا عندي مفروض ومصلحة العامة تقتضي هزا انا همان نقول قانون رياضة قانون رياضة قانون رياضة مستنين قانون رياضة خصوصين مستنين قانون رياضة جدا سنين اتوالت قانون رياضة عملين يبقى ايه ماهو عشان فيه مفترة الانتخابات اوه مش عارضة هي ليس لها علاقة بالتخارج. أنا شايف أن الناس خلطة بين الاتخابات وبين اللايحة. تفضل يا كابتني تفضل. لكن إن شاء الله يكون فيه اليوم تعمل رقم قويس. والعرص ده مدد البكرة إن شاء الله. كلنا مؤيدين لهذه اللايحة. وإن شاء الله بكرة رحيم برضو نقول رأينا فيها في مقرر نادي في الجزيرة بإذن الله. تمام. مش عايز أخذك في السكة بتاعت الانتخابات والحاجات دي. يعني خلينا في الكرة الطائرة والكؤوس اللي انتش عارفها. ما شاء الله والمجاليات. زمان الناس اللي بسمعنا الدوات تعملين يحسدوك. فيه ناس ما بنتمتونين. ما بسيبوش ولا بطولة لأشيين سنة. ولا كاس ولا دوري. أو. عشرين سنة. طب باللآن ده التاني فتتعمل إيه؟ هوا كان المنافس يعني الحد مثلا سنة ألفين كان المنافس لينا الزمالي. سنة ألفين بس. او. بعد كده بدأت نادي الشمس. انت قلت لي اللعبتي لغاية 2015. 2013. 2013 في نادي الشمس. لا لا. في نادي الأهلي. عدد 2013 اعتزل. وبعد كده كابتن حمدي. قلت لي كمبراكة في نادي الشمس. لا هو كابتن حمدي صوفي يكلمني وقال لي رجعي تاني وكده. تمام. بس حتة اللعب بيبعد فترة طبعا بيبقى خايف انهم ما يرجعش زي الأول. فقلت له يا كابتن حمدي النادي الأهلي ده النادي عظيم فأنا عشان أرجع على العبتاني لازم أبقى أده. فحسيت فعلا ان انا مش هاضر ان ارجع لنادي الأهلي كلمني كابتن نور عاطية للنادي الشمس. طبعا كابتن نور عاطية كابتن كبير ومن أبناء النادي الأهلي. فروح تلعبت الموسم ده مع نادي الشمس. بس كان كرار صعب. طبعا. طبعا. لاتي الدبنة للأهلي؟ اه. اوف. بس انا عايز اقول له حقيقة حاجة. ان اولياء الأمور والبشجعين اللي كانوا حضرين المقشدة كانوا بيشجعون. طبعا. بس فبجد هي تجربة جميلة بس يعني ايه ان دي الأهلي بيتي. الواحد ما بيستريحش غير في بيته. اكيد. فيعني انا انبسطت من النقطة دي بس يعني كنت ازعلان ان انا مش في بيتي. تمام. طيب تعالوا نشوف يا جماعة اللجنة القضائية اللي اشرفت على انتخاباء اللي اشرفت على تصويت اللايحة النهاردة. قالت ايه تعالوا نشوف رأيها نسمعه ونرجع لحضرتك على طول. هل سمعت يا جماعة اللي خلص اللي اتلاق بسوته بطلاء الخبا لو سمعت. محمود بي حزين محمود بي حزين محمود بي حزين صديقه اني بيد؟ محمود بي حزين محمود بي حزين بي يعني ومشتديكم لا سمعت يا جماعة اللي خلص العملية اللي انتخباله ويبدأ بطوته بعد إذنك بره الخيمة اعتقد انهم كده قفلوا باب التصويت خلاص نهاية الناس اللي لسه جوه خلاص بيسوتوا وبيخرجوا يعني ده كان اليوم الاول يا جماعة في الجماعة العمية ان شاء الله بكرة فيه يوم من تسعة في الصبح ان شاء الله لغاية الساعة سبعة ان شاء الله وبرضو هنعرف العدد يعني موجودين طبعا هم قفلوا بس الدخول لكن الناس اللي موجودين هكذا يسوتوا بصوتهم وهيخرجوا بعد تصوتهم مباشرة وده كان اليوم الاول ان شاء الله بكرة يكتمل العدد او ممكن يكون اكتمل النهاردة الله اعلم احنا عايزين نتأكد بس يعني بكرة وده مش عبان اللي بعد ما جمع الأصوات قريبا يعني هل تكملي تكملي حقا كنت بتكمليها لا انا بس عايزة ناشد الناس اللي مقدرتش ان هي تنزل النهاردة تنزل بكرة بيدلاء الأصوات لمصلحة النادي ومستقبل يعني اكيد اعضاء الجمال العمام نادلال اكيد هم اكتر ناس بيخافوا على نادلالي هم اكتر ناس بيخافوا على مستقبل وتحديدا كمان اكتر ناس مش عايزين تدخلات من اي جهة كابتن محمد بس كنت عايزة دف حاجة بسيطة على اللي قائلته كابتن مونة في موضوع التجربة بتاعتها من نادي الاهل البرا لنادي الشمس كده اعتقد في قاعدة اساسية اللعيب اللي بيجي يعني انا جيت من برا النادي انا جيت من نادي قاعدة النادي الاهلي كان مكسب لي العكس هو الضرر للعيب سواء كورة او قدم او قدم او باسكت او فولي او واندبول هو العكس وكونا بنتكلم اول مبارح مع شادي كابتن شادي محمد وقال انه كان ليه تجربة لما خرج من نادي الاهلي وراح لعب في نادي تاني بتعارف النادي طبعا الاهلي قليل لما تخسر ولما راح وخسر لها الامور طبيعية في الباص وفي القاعدة وفي البتاع والدنيا حلوة وما فيش مشاكل فبتحس ان الدخول هو المكسب لكن الخروج وخوض تجربة بعد تجربة تجربتك في النادي الاهلي صعب جدا جدا وغير يعني ما شفناش تجربة نجحة فيها مع كافة النجوم اللي خرجوا من الناس وضم سترسوتك يا كابت محمد ناورتين وشرفتين الله خلي كابتن احنا اتنظرنا وشرفنا بك والله وان شاء الله من التقلق لتقلق وتمنياتنا بالتوفير للقناة ونجاح باهر ان شاء الله بكرة في الجمال العمية بإذن الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله شكرا جدا يعني دي كانت فكرتنا معاكم انتهت ان شاء الله بعد الفاصل استنوا الكابتن محمد فاروق عشان نواصل تقطيع هذا اليوم في انتخابات الجامعية العمومية للليحة بتاعت النادي الاهلي ان شاء الله ورفض الليحة السرشدية في شكل عام وشكل قاطع ان شاء الله بكرة فيه تكملة للجمال العمية من 9 الصبح ساعة سبعة ان شاء الله نقفل ببدأ تماما متوسطين معاكم مع كابتن محمد فاروق بعد الفاصل شرفتوني نوارتوني مع ألف سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 من أبناء النادي المطبوخة في النادي مش مطبوخة بره النادي عايز أخد رأي حضرتك طبعا فرصة حراك معي رأيك في مسيرة النادي الأهلي على المدار السنوات القريبة السابقة رأيك في إنجازات مجلس الإدارة إنجازات فريق الكرة وفريق الريدية في شكل عام كبير أنا حقول لحضرتك حاجة أنا تقريبا نادي أهلي الجزيرة أنا بروحه تقريبا مرة كل سنة اللي هي لما بحضر أيام الانتخابات الحقيقة آخر مرة لما حضرت الجامعة الأممية فجئت بأن المنظر اتغير قالص حمامات كلها توضبت أوضي اللبس اتغيرت الحشاش الكراسي إن أساسا أنا من نادي هليوبلس والبشمهندس محمود طهر برضو من نادي هليوبلس فأنا كنت تملي بعتز من نادي هليوبلس إنه هو من النوادي الراقية اللي فيها مستوى الخدمة ومستوى الأداء والأمانة في المعاملة موجود أنا فجئت بتغيير شامل في كل حاجة وطبعا إحنا شفناه في في الجامعة الأممية لما عملونا كفيديو ورّونا كل الإنجازات فطبعا المشمهندس محمود طهر إنجازاته عظيمة في النادي وراجل محترم جدا وراجل أساسا يعني عمل كل تاريخه مش من نادي الأهل عمل تاريخه كله من شغله ومجهوده وإمكانياته المادية وإمكانياته الهندسية وراجل محترم جدا وأنا أتمنى إنه لو رشح نفسه إن شاء الله أرشحه شاء الله أرشحه موسيقى 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 شارك في صنع مستقبل ندي صوتك مهم موسيقى الأهل فوق الجميع موسيقى أهلا بكم مشاهدي قناة الأهلي مرة تانية أكيد كنت مستمتع بلقاء كابتن عبد الحميد حسن وضيوفه أكيد مستمرين في تخطيط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية الخاصة طبعا بالتصويت على لائحة النادي أكيد يعني زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي غلق السندي الخاصة بهذا التصويت طبعا يعني كل يوم تاريخي النهاردة لعضاء الجمعية العمومية ووجوده من النهاردة بكسافة يعني طبعا لسه الأرقام ما تمش أعلانها من القضاء طبعا كان اشراف قضاء كامل موجود النهاردة في اللجان طبعا برئاسة المستشار الشريف حشيش رئيس اللجنة القضائية وعلى المشرفة على العمومية الأهلي وأيضا المستشار هاني جباله نائب رئيس النيابة الإدرائية يعني اشراف قضاء كامل في كل لجنة كنا هنلاقي قاضي موجود وبرائب التصويت أيضا يعني النهاردة يوم زي ما بقول لكم حافل وجميل جدا لأعضاء النادي الأهلي النهاردة بيجايين من الصبح من تسعة الصبح ويمكن فيه ناس جايين من سبعة الصبح خصوصا بقى والمنظر الجميل اللي كان موجود النهاردة هو وجود كبار السن منذ الصباح البكر وده حاجة مميزة جدا لها بيضرب مثل في خوف على الأعضاء الجمعية المميزة وخصوصا كبار السن لأنك بار السن عارفين يعني ايه قيمة النادي الأهلي عارفين يعني ايه من الف تسعمائة وسبعة حتى الآن نادي كبير نادي عريق قيام كبير فبالتالي خوفهم على النادي وان الهدف ان محدش يتدخل في شؤون النادي الأهلي ووجودهم النهاردة هو تحفيز على الجميع على وجودهم والتصويت بشكل كبير أيضا سيدات النادي الأهلي وأعضاء وعضوات النادي الأهلي بيدربوا أيضا مثل بوجودهم وجود أبناءهم كمان معاهم ان هم بيكتمعوا مع بعض وبيتجهوا موجودين في النادي الأهلي فرع مدينة نص عشان يدربوا مثل أيضا للسيدات دائما وباستمرار في جزئية الانتماء لهذا الكيان حب هذا الكيان وبيتدوج بشكل كبير لأبناءهم أثناء وجودهم طبعا في النادي الأهلي النهاردة نجوم كبير النهاردة كانت موجودة في التصويت وكان موجودين النهاردة بشكل كمان تحفيزي لأعضاء الجمعين كابتن طهر أبو زيت دمعالي وزير طبعا طهر أبو زيت الصابق وزير الرياضة الصابق أيضا كابتن أبراع عصمة كابتن شيف عبد المنعم كابتن سامير زاهر كان موجود وانجوم الألعاب الأخرى أيضا يعني كابتن حمد المصري عضو اللجنة الأولمبية وكان موجود والنهاردة بشكل كبير ويمكن تتصرح بشكل كبير إنه صوت ضد اللايحة الاسترشادية عضو اللجنة الأولمبية خلي بالكو ممكن عضو اللجنة الأولمبية وعضو النادي الأهلي صوت ضد اللايحة الاسترشادية وصوت ülه الجزئي أو صوت اللايحة الداخلية للنادي الأهلي فبالتالي الواحد مستغرب أول مبارح بيصوت ضد لايحة الاسترشدية الحكومة ايضا النهاردة عضو اللجنة الانبية كتا حمدان مصر بيصوت ضد لايحة الاسترشدية حاجة غريبة جدا يتعانوا ده ايه فيه ايه احنا احنا هنا النادي الاهلي فعلا بيدربوا المثل كل الناس اللي جات النهاردة سواء بقى قالوا اه او لا بيدربوا مثل كبير ان حب النادي الاهلي ده موجود الخوف عليه احنا محدش هيدخل في شؤوننا احنا هندير شؤوننا بنفسنا حاجة مميزة جدا النهاردة للعضاء النادي الاهلي ايضا ايضا زي ما بقول لكم النجوم الالعاب الاخرى كانوا موجودين وزي ما بقول لكم كبار السن والسيدات ضربوا المثل النهاردة منذ البداية انا مقدرش اقول لكم ارقام حتى الان ولكن زي ما احنا شايفين على الشاشة كان وجود مكسف للعضاء ايضا غلق السنديق كان من تسعة طبعا احنا تدينا تسعة سباحا وغلقها فان باب التصويت الساعة سبعة وابتدى تشميع السنديق ان شاء الله لاعلان غدا ان شاء الله ولكن خليني اقول لكم ان النهاردة يوم تاريخي للنادي الاهلي غدا ان شاء الله ايضا استكمالا لهذا اليوم يوم تاريخي يومين تاريخين للنادي الاهلي ان شاء الله الليحة دي انا زي ما بقول لكم بعد الاندية بعد كده هياخدوا هذه البنود ويحطوها في لائحة ام الداخلية اذا كنا معترضين احنا كأعضاء في بعض البنود اللي موجودة ومش يعني زي ما بنقول ممكن ما تبقاش عجبانة وممكن ما يبقاش فيه أجوز ممكن مش عجبنا فيه عندنا قدرة إن إحنا نجتمع مرة أخرى ونغيرها ولكن بنفسنا محدش يجبرنا على شيء محدش يدرنا من بعيد إحنا اللي بندير ندينا بنفسنا خلينا أقول لكم إن النهارة شهدت الجمعية الأممية في التمامة التاسعة طبعا اجتماع يعني زي ما أقول لكم تاريخي بالنسبة للنادي طبعا المهندس محمود طهر كان موجود بيتابع بشكل كبير عملية التصويت وأعضاء مجلس الإدارة بشكل كبير أيضا بيتابعوا هذه الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على الليحة كلنا طبعا أمل إن إحنا إن شاء الله الليحة طبعا يتم المحفقة عليها عشان نقدر بقى نشوف الفترة الجاية النادينا هيروح لفين قطرة موجودة رياضية اسمها النادي الأهلي كعين كبير وزي ما أقول لكم الأهلي فوق الجميع فوق جميع أبناء وبس عشان الناس تتفهم هذه الكلمة الأهلي فوق جميع أبناء وإحنا موجودين كلنا عشان الكيان ده يفضل موجود الكيان ده يفضل ماشي بالبطولات بالشكل المميز سواء بقى اجتماعيا ثقافيا رياضيا زي ما إحنا شايفين النادي الأهلي ده مؤسسة بتساعد الدولة في حاجات كتير جدا لازم نتفهم كده وجودك في هذا النادي هو فخر فخر كبير جدا للرياضة فخر كبير لنفسك أن أنت تبقى أنا أهلاوي أنا موجود عضو في النادي الأهلي أنا بقى بالناس كتير جدا في الشارع بيستمتع جدا هو بيقول لي يا كابتن محمد أنا عضو في النادي الأهلي ده حاجة مميزة عشان كده إحنا لازم نحافظ على نادينا والوجود اللي أنا شايفه أمامي على الشاشة وحضراتكم شايفينه ده حاجة مميزة جدا هنستكمله إن شاء الله غدا وده حاجة مهمة جدا من خلال طبعا وجودك ووجود بقية الجامعية العمومية غدا أكيد فيه ناس ظروف النهاردة مختلفة بنساهل طبعا وده كان الهدف الأساسي من مجلس إدارة أنه يساهل اليوم أو اليومين دول يبقى موجود فيه تسهيل لعضاء الجامعية العمومية إنه يبقى النهاردة وبكرة جو حر في السيام فيه ناس ممكن تكون في شغلها فبالتالي أو يعني فيه ناس في الشغل طبعا اليوم جمعة ممكن فيه ناس في الوكيند موجودين بره القاهرة يبتدوا يرجعوا يبتدوا الأمور تبقى سهلة زي ما أقول لكم ممكن إجراءات مكسفة إن شاء الله غدا في فرع الجزيرة عشان تصويت لليوم التاني على الاجتماع الخاص أو على الليحة والتصويت على الليحة الداخلية للنادي الآلي طبعا اللي هو سيد عبد الرقوف مدير أمن مقر الجزيرة طبعا بيتابع هو واللي هو عشرين شمس اللي بيعمل مجهود كبير جدا طبعا وجميع الأعضاء أو جميع ما كلف بالتنصيق والتنصيق الإجراءات في هذين اليومين أعتقد إنهما بيقوموا بمجهود كبير جدا 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 وإحنا هنا كمان في قناة الأهلي متابعين هذه التقطية والتقطية الكبيرة منذ أسبوعين على اليومين التاريخين دول أنا أقول لكم يومين تاريخين أنا لما من أسبوعين تكلمت قبل مباراة الكاس إحنا رايحين لفترة قوية جدا أو صعبة جدا حصولك على كأس مصر وإن أنت تحقق سنائية وأيضا يومين 25 و26 اللي نبتدوا النهاردة وإن شاء الله تختتم بكرة بنصر زي ما إحنا انتصرنا كده في مباراة الكأس وكسبنا كأس مصر وحقق نأس مصر يمكن طبعا الإجراءات الأمنية وإنت تتأمن النادي الأهلي الجزيرة أو مقر الأهلي طبعا بجزيرة طبعا هيكون فيه تنصيق كبير جدا ما بين اللي هو سيد رقوف وأيضا الجهات الأمنية في تأمين النادي الأهلي وحوالين النادي الأهلي أكيد درس النهاردة الجمعية العموية بتديه لكل من يساولنا نفسه أن يتدخل فيه شؤون النادي الأهلي وجودكم النهاردة وبكرة أعتقد بتدي درس ليه ممكن ناس ممكن تكون مش حبى النادي الأهلي يفضل زي ما هو مش حبى النادي الأهلي يفضل هو الكلان الكبير زي ما حولنا نتكلم لا هيفضل هو النادي الاهلي وانت وجودكو النهاردة وحبكو وخوفكو وانتمأكو لهذا الكيان اعتقد حاجة مميزة جدا هنستمر معاكو في التخطيط هذا اليوم وطبعا هيكون معايا وضيفين بعد الفاصل هنتكلم بقى ايه الهدف وايه السبب في المشاكل اللي فاتت دي وايضا رؤيته من النهاردة لهذه الجمعية العمومية والاجتماع الخاص لهذه الجمعية العمومية للتصويت على اللايحة رؤيته من النهاردة والفترة القادمة عايز اقولوكو عايز اروح شوية للكورة ونجومنا وفريق الكورة عندنا طبعا اخد نول قدوء عليه كابتا حسين البادري بيجتمع بالجهاز الفني يعني الجهاز المعاون طبعا لترتيب معسكر اكتوبر اللي هيكون فيه مشروع الهدف وبعد كده طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي بيستعد لمباراة الترجي وايضا مباراة طلع الجيش في اولى مباراة وفي الدور الممتاز ولكن طبعا المهم هو مباراة الترجي ان شاء الله في ربع النهائي وكابتا حسين طبعا بدوره الكبير وبدوره المهم كمديرا للكورة بيطمئن على اللاعبين الموجودين داخل معسكر منتخب مصر طبعا لملاقات فريق اغاندا في تصفيات كأس العالم المؤهلة لروسيا 2018 بيطمئن عليهم وبيحفزهم بشكل كبير وهو ده دور مدير الكورة سواء بقى اللاعبين الموجودين داخل معاك في النادي او حتى مع منتخب مصر لان طبعا كابتا حفز واحد من اللاعبين منتخبنا الوطني واحد من اللاعبين نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر بالتالي تحفيزه لللاعبين ده شيء مهم جدا لانه كلنا بنحلم بوجودنا في كاس العالم طبعا دي حاجة مميزة جدا فدور كابتا حفز في الاطمئنان على اللاعبين وتحفيزهم في المباراة القادمة امام اوغاندا ده شيء مميز ايضا كابتا حفز يرحليا موجود وبيعكف على اللايحة الخاصة بالنادي الاهلي او بفريق الكرة هذا الموسم طبعا كابتا حفز بيحط بعض البنود اللي ممكن تكون تحفيزية لفريق كرة القدم هذا الموسم طبعا كل سنة ممكن يبقى في بعض البنود اللي ممكن بتزيد شوية عشان تحفز اللاعبين من جزء مالي جزء معنوي كل ده مهم جدا ايضا مروان وحسن بيطير لألمانيا بعد العيد لطمئنان على نفسه زي ما احنا عارفين مروان وحسن كان اصيب وطبعا زي ما احنا شايفين منتخب مصر بيعاني في الجزء الامامي ايضا نادي الاهلي محتاج مجودات هذا اللاعب المميز مروان وحسن ان شاء الله يرجع لنا بالسلامة يرجع من ألمانيا يكون مطمئن على نفسه بشكل كبير ونشوفه ان شاء الله في الملاعب في الوقت القريب ايضا وليد سليمان بيعود للتدريبات بعد ما كان واخد اذن من الجهاز الفني لان هو ياخد اجازة ورجع خلاص في التمرينات وده وليد طبعا من المكاسب الموجودة في الفترة السابقة زي ما احنا شايفين حاليا ده تشميع الصناديق اللي تم التصوير فيها كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي الكيان الكبير الكيان اللي احنا عارفين ان هو يعني زي ما بقولوك هو اللي بيدي البسمة للمصريين يعني بيدي البسمة الاهلوية بيدي البسمة لكل اللي مش اهلوية بيدي البسمة لما بيكون موجود في المحافل الخارجية والدولية بيدي البسمة ايضا وجودنا في وصلنا للعالمية خلاص احنا من الاندية المصرية اللي وسط العالمية فبالتالي لما احنا يكون متعرضين لمواقف صعب ممكن في هذا النادي لازم كل اعضاء وكل محبينه يبقى واقفين جابه عمر ما يكون ابدا واحد من ابناء النادي يبقى ضد النادي الاهلي وده شيء احنا رفضينه تماما عشان كده الجميع العموين اللي احنا شايفينه حاليا مشى بالشكل اللي احنا شايفينه ان شاء الله ان شاء الله بكرة هيكتمل او النهاردة مش عارفين لسه طبعا الاسوات يعني تقريبا بنقترب من اكتمال النصاب ولكن طبعا نستنى طبعا الارقام المؤكدة عن اكتمال النصاب فبالتالي ان شاء الله بكرة هيتم الاعلان ايضا على التصويت خلينا اتكلم بقى على اليوم الجميل اللي احنا شايفينه قدامنا شفناه وامتابعينه من خلال تخطيط قناة الاهلي على هذا اليوم وايضا المستقبل للنادي الاهلي ان شاء الله في حالة اقرار هذه اللايحة من اعضاء الجميع مع طبعا ديوفي استاذ حسن خلف الله والناقد الرياضي واستاذ اهاب الفولي الناقد الرياضي خلينا نروح لفاصل وارجع استقبلهم بعد قليل اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة شوط الاول اشتركوا في القناة اشتركوا فيه ان دائما اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 المهندس اشتركوا في القناة 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 جدا والهيئة باشكر الناس على وعيها وباشكر الناس على حضورها جماعة لماوية بتاعت الاهلي دايما جماعة وعيا وعارف هي عايزة ايه والنهاردة حضورهم اثبت هذا الكلام جماعة حققت كل ما انا تمناه منها النهاردة فيه طبعا اتصدر في الميديا ارقام وهي من بقية الحرب الكلامية اللي موجودة على مسألة الاستفتاء على اللايحة بتاعت النادي الاهلي والناس مطلع ارقام مش عارف جايبها منين شايف انها حرب طبعا حرب يعني ده من الواضح جدا ان الناس كلها مستهدفة النادي الاهلي ان الناس ما تستكملش جماعة العمومية اهدفهم هي الله اعلم انما النهاردة الحضور كان متميز بالنسبة لكل الحاضرين وكل اللي شافوا الموضوع عارفين ان الحضور كان متميز كل الارقام اللي اتصدرت في الميديا في وسائل مختلفة ايان كان مصدرها هي الله اعلم ان النهاردة مفيش لا فرز ولا في كشفات تتجمعت والعملية كانت تحت اشراف خضائي متشدد امكان احنا النادي الوحيد في مصر اللي سطر في تاريخه ان جاب 64 قاضي قاعدين على 64 ترابيزة غير غير ان لجنة القضائية كلها قاعدة بتشرف على المسألة الاستفتاء فالنهاردة احنا النادي الوحيد في مصر اللي عمل كده بقيت الاندية كلها حتى اربعة وبقيت الاندية النهاردة بيطلع في برامج احد الاخوة في برامج يطلع ويقولك طبيخ ومش طبيخ وكلام فاضي مش عارف ايه اللي عايزين يصدروا لاعضاء النادي الاهلي انك مجيش تحضر جماعتك النهاردة الناس كسفتكو والناس حضرت بصورة احنا مصورين كل الكلام الناس حضرت بكسافة والتواجد كان عالي جدا مفيش رقم صحيح يقدر حد يقوله لان كل دي افتراضات وكلها افتراضات وقلوا لك النادي الاهلي مش عارف جاب خمسة والنادي الاهلي جاب سبعة جبت الارقام دي منين من اللي قالك اذا كان النهاردة القضاء قدام الناس كلها على مرأة ومساعة من الجميع الناس كلها حرزت وراءها والناس كلها جمعت وراءها مفيش والسنديق موجودة قدامنا هي متحرزة موجودة في الصالة وكلها في عهدة النيابة في عهدة لجنة الاشراف القضائي اللي هي جاتش تفع المسألة الانتخابية ومش الانتخابية اللي هي استفتاء على اللاحة طبعا يوم طويل النهاردة كلنا تعبنا فيه خلاص بينا موجودين اخر النهار يعني بس الحقيقة النهاردة حضور متميز للجماعة الوماية النادي الاهلي وان شاء الله باكر هيبدأ المسألة تانية من ساعة 9 صباحا ومخرى النادي جزيرة الناس تيجي تستكمل المسألة بشكل جدي وفي النهاية هيطلع رقم الجماعة الوماية بتاعت النادي الاهلي هيبقى حاجة مفخرة لكل اهلاوي جاي بيطالب بلايحته وجاي بيطالب بان هو ياخد حقوق القانون كفى الهالو بكرة يوم تاريخ اخر في تاريخ النادي الاهلي مطلوب ايه من اعضاء النادي الاهلي عشان يجو او يزيد حضور اعضاء النادي الاهلي خلال الجماعية العمومية ان شاء الله اليوم التاني على التوالي غدا في الجزيرة مطلوب الحضور يعني احنا النهاردة عملنا الموضوع ده في مقر يعني احنا الموضوع كله كان لراحة الاعضاء يعني الفكرة كلها جاية ان مفيش ما يمنع من ان هي المسألة تقام في اهلي مدية نصر او اهلي الجزيرة الاثنين مقر واحد انت رايحت الاعضاء بدل الانتقال من هنا الى هناك بالكسافات العالية دي وكنت عملت ازمة مرورية جوه البلد انت النهاردة اعضاء مدية نصر جمح حضروا بكسافة عالية جدا جيب اعضاء اعضاء من الجزيرة اللي كانوا حابين ييجوا هنا اهلا وسهلا بيهم بس اعداد لمتت جدا لان معروف عدد التوبيسات فالنهاردة الاغلبية العظمة جاية من مدية نصر وجاية هي ادلت بسطة الانتخابي اه اللي جاي بكرة في الجزيرة ده من اعضاء نادي الجزيرة هيستكمل المسألة وان شاء الله في نهاية اليوم بكرة نعلن الرقم الصحيح ونعلن اكتمال جماعيتنا العمامية ونعلن ان شاء الله ان اعضاء جماعية العمامية بتوع النادي الاهلي هم اللي اقروا اللي هم باختيارهم شكرا كابتن حضروا ان شاء الله شكرا لك لست متواصلين معك كابتن فروق ايضا معي يعني عايز اخذ رأيك النهاردة في الجمعية العمومية ورأيك في حضور اعضاء النادي احنا كنا لما طلبنا من من السيد رئيس النادي ان احنا نعمل الجمعية العمومية في المركزين الرئيسيين اللي هو الجزيرة ومدينة نصر ما كنواش بنطلب ده من فراغ كنا بنطلب ده لان احنا نادي كبير واعضاء وعدادهم كبير ولم يكن تحدي لأحد الا تحدي براغبة الديمقراطية وان الاعضاء وطالع عندنا بعد النظر اديك شايف النهاردة حظر الادية ومستنين ان شاء الله الاكتمال في فرع الجزيرة لا تنسى برضو ان الكبير الناس بتحاربوا الحروب اللي تعرض لها النادي الاهلي لن تسمي الاعضاء بكرة انهم يكتملوا ان شاء الله النهاردة بيقولوا حوالي 9000 محدش عارف ان شاء الله بكرة في 9000 تانين وده يثبت ان اعضاء النادي الاهلي كان عندهم حق لما قالوا الرئيس النادي عليك ان تجابه كل الناس اللي مش عايزين النادي الاهلي تكتمل جمعيته العمومية علشان يحط الهيحة دكتور عبد المنان مقصود حابب تقول ايه اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله عشان يكونوا متواجدين بكثافة بكرة حالهم التحدي كبير والنادي بتاعكو كبير وعرق نادي في افريقيا ولازم تيجوا ان شاء الله بكرة الجزيرة لنستكمل منظومة الديمقراطية وهم عارفين كده كويس اوه انت عارف احنا نادي عريق والناس بتاعته عارف الحاجات وشكرا دي كانت اجواء ما بعد النهاردة طبعا عملية التصويت على لائحة الخاصة بالنظام الاساسي لنادي الاهلي كابتن فاروق اكيد كان شيء مهم جدا حضور عدد جيد من اعضاء النادي الاهلي النهاردة في مدينة نصر من منتظر ان شاء الله ان يكون في كثافة من اعداد اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله خلال التصويت على هذه اللائحة من خلال مقر النادي الاهلي بالجزيرة سابعة مساء ويتم بعد ذلك اعلان عدد الحضور بشكل كامل وعدد الاصوات الصحيحة والاصوات الباطلة لكن بشكل عام وبشكل انهائي نتمنى طبعا ان النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي يكون موفقين وان شاء الله نتمنى ان اعضاء النادي الاهلي او النادي الاهلي بشكل عام يكون ليه لائحة من النظام الاساسي ما يكونش فيه لائحة مفردة عليه من خارج النادي شكرا كامير طبعا انت وكريم قمتم موجود كبير جدا النهاردة ما زلنا طبعا بكرا بنغطي بشكل مميز الاجتماع الخاص بالخاص طبعا بالجماعية المهمية للاقب أصوتهم على اللايحة شكرا كامير بشكرا كريم النهاردة فعلا قاموا بدور كبير خليني أقول لكم ان احنا بنقترب من النصاب القانوني لا في حد ذاته نموذج النهاردة قدموا الأعضاء اللي شاركوا النهاردة نموذج مميز جدا جدا لحبهم للنادي وانتمائهم وخوفا عليه بكرا لازم نكمله نكمله نحن يعني نعدي الرقم بمراحل ده مهم جدا كل واحد بيشارك بيدي حبه للنادي الأهلي خوفه على النادي الأهلي فده بالتالي وجودنا بكرا أيضا بكسافة هو نموذج بيحتاز به الناس التانية اللي في الأندية التانية فان شاء الله أيضا ده شيء يكون موجود النهاردة زي ما كنا بنتكلم كابتن هاني كان بيتكلم يعني مدير مقر النادي الأهلي بجزيرة على الاشراف القضائي شراف قضائي كامل وانا قلت شراف قضائي كامل برئاسة المستشار شريف حشيش رئيس اللجنة القضائية والمشرف على عمومية النادي الأهلي وايضا المستشار هاني جاب الله نائب رئيس النيابة الإدارية ويمكن موجودين كل قادي 64 أو 60 تقريبا لجنة موجودة في كل لجنة قادي قادي بيشرف على السنة دي اللي موجودة داخل اللجنة حاجة مميزة تصريح موجود من أستاذ الشام حطر برئيس اللجنة المنبية بيتكلم أن اللجنة أو النيابة الإدارية أو مستشارين النيابة الإدارية مسؤولين عن نفسهم وأن النيابة الإدارية مسؤولة عن نفسها فقط لغير أنا مش عارف وأتمثل نفسها يعني ده حاجة غريبة جدا برضو ما زال تصريحات بتحاول تهمد الأعضاء الجمعية الممية ما زالت الحرب مستمرة احنا مش عارفين ليه حتى الآن داخل النادي الأهلي وعضاء الجمعية الممية وازا ما بقول لكم ده تحدي يعني كل ما بيجي تصريح ده تحدي الأعضاء الجمعية الممية وبيبين أن في حاجة مبيتة للنادي الأهلي وإحنا طبعا قدها قد هذا التحدي الكبير هزول لكم يعني نادي الأهلي تاريخ كبير جدا ما فيش حد هي أصلا يمحى هذا التاريخ ما فيش حد هي يوقعه مهما كنت انت مين مهما انت كنت بتفكر في ايه أو مصالحك الشخصية بتوديك لفين أو عايز تودينا لفين احنا مازلنا مستمرين في قوتنا مازلنا مستمرين بتاريخنا بمبادئنا بنادي الوطنية ودايما وحدتنا دايما هي الموجودة وزي ما احنا بنقول الأهلي فوق جميع فوق الجميع وفوق جميع أبناء فاحنا اللي هنشين نادينا نوديه للمستقبل الجيد المستقبل المشرق بالنسبة للنادي الأهلي خلينا نروح لفاصل وهرجع أكمل كلمة طبعا ما كابت أو أستاذ أهاب الفولي النقد الرادي وكابت أستاذ حسن خلاف الله أيضا نقد الرادي ركا نروح لفاصل وهرجع أكمل كلمة شارك بصنع مستقبل ندي صوتك مهم الأهلي فوق الجميع فوق الجميع مرحبا حكم مرة تانية استكمالها طبعا ليه هذه التغطية خلينا أقول لكم أيام اللي فاتت كلها ممكن احنا عامنين تغطية على هذه يعني عشان اليومين دول الكلام كله احنا بنتكلم على اللايحة الخاصة أو اللايحة الداخلية للنادي الأهلي واحد دي ييجي يقول لي عم انت عملت طبل يا أستاذ انت عملت طبل لمجلس دارة وانا جيت تسيرت مجلس دارة ولا جيت تسيرت انتخابات احنا بنقول تاريخ ومستقبل النادي الأهلي في اليومين دول احنا بنحط اللايحة الداخلية الخاصة للنادي الأهلي مش عايزين حد ممكن يتحكم فينا ييقول لك انت بتطبع هقول له يا عم انت مش فهم حاجة أصلا عشان تتكلم تتكلم نطبل ليه نطبل للنادي الأهلي نطبل فعلا للنادي الأهلي وليس لأشخاص دي نقطة برضو لازم نوضحها عشان احنا هنا بقلنا ثلاث أسابيع بنتكلم على هذه الجزئية لكن طبعا اللي عايز يفهم حاجة مع نفسه بيفهمها اللي عايز يتكلم على حاجة يتكلم عليها هو في دماغه حاجة معينة ماشي عليها باستمرار هو حرب بدد النادي الأهلي وباستمرار هو دل في دماغه لكن انت تقول ايه طبعا احنا في الجوة النادي الأهلي لازم ندافع عن النادي الأهلي ما بندفعش أبدا على أشخاص احنا بندفع على هذا الكيان بشكل كبير أستاذ حسن خلف الله ممكن نقطة مهمة جدا نقطة المشككين دايما ويمكن ان انت بتنزل من همة أعضاء الجماعية مهمية وده كان موجود على الفترة اللي فاتت وحرب شنعاء موجودة ضد النادي الأهلي عشان النهاردة ما يبقاش موجود العدد اللي احنا بنشوفه والشكل المكسف ان احنا شايفينه من أعضاء الجماعية مهمية وهو ده كان واضح مش محتاج ان احنا نفسره او نبرره لانه اللي عايز اصلاح ما بيتبعش السلوك الهجوم او الضرب من تحت الحزام او الضغط بعناصر مختلفة او التصريحات الاعلامية او او اللي عايز اصلاح المفروض ان هو بيحاول يضع ايده في ايد المسؤول ويحاول ان هو يتفاهم معاه حتى لو شايف ان وجهة نظره فيها خطأ مفروض يوجهه ده اللي بيتبوأ كرسي المسؤولية ده دوره مش القصة ان انا بيكون لي رجالتي هنا او هنا فابتدي ان انا اعمل مغالطات كل ما الاهل يعمل حاجة اعمل استدراك جواب استدراك اقول لا مش هينفع كذا كذا من الواضح ان هناك سؤنية هناك سؤنية في امر ما او لغرض ما ده كان وضع بشكل كبير ده مش طريق التعامل بالناس مسؤولين يعني الناس المسؤولة المفروض ان هي حتى لو شايفة ان وجهة نظر الاهل مش صحيحة ما يكونش التعامل بهذا الشكل ما تكونش حدة الخلاف بهذا الشكل ما تبينش الموضوع ان هو صراع في حال ان مثلا ايه الازمة النادي الاهل عايز يسهل على اعضاء ويعمل في المقر ده والمقر ده بحيس يبقى تسليل عن الناس وخاصة ان حضرتك ما عملتش اجراءات خاصة ان حضرتك عملت لايحة هتطبق على او عملها استرشادية تطبق على 625 نادي وهيئة او مركز شباب فهل هذه الليحة يمكن هتصلح لنادي عدد اعضاء اقل من 1000 عدو تطبق على نفس النادي لعدد اعضاء زي نادي الاهل طبعا ده كلام الصحيح يعني هي معمولة في اندية عدد اعضاء اقل من 1000 عدو تمام تمام لو ما حضرتش الجمعية العمية بتاعتهم هيطبق عليهم الليحة الاسترشادية فهذه الليحة الاسترشادية اللي فيها 11 عدو مجلس ادارة ينفعوا النادي فيه 1000 عدو تطبق على 2000 عدو مجلس ادارة المفروض انت كنت وضعت لوائح مختلفة لكن عشان انت حضرتك عملت خطأ ومصر على هذا الخطأ بالرغم من الحاجات الكتير الموجودة فيه تستخدم كل الوسائل المتاحة لك وكل المقربين لك بالظبط انا اعلمش هستزانك سوف انا هكمل فيه ولكن طبعا هروح سريعا لزميلنا كريم أحمد من فرمدي تنصف تكملان طبعا اليوم واخر اخبار اليوم النهاردة الفضل الكريم اشتركوا في القناة فروق كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان طبعا تغطية كانت النهاردة خاصة لجمعية العمية او الابتماع الخاص بمقر النادي الاهلي بمدينة نصر استطلعنا عدد اراء عداء الجمعية العمية بشكل كبير جدا لكن في هذه اللحظة معنا طبعا موانس محمد المغربي احد عداء الجمعية العمية للنادي الاهلي النهاردة يوم رائع ويوم مميز جدا شفنا يمكن عدد كبير جدا هنا داخل جمعية العمية النادي الاهلي كيوم اول بمقر النادي الاهلي بمدينة نصر قل لي انتبعك النهاردة عن اليوم الوعي الكبير وشفت الحماس النهاردة ازاي داخل الخاصة طبعا المنطقة الخاصة بالتسويت والله وكعادة جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي دايما بيبهرون دايما انا شايف الرقم ما شاء الله كان رقم كويس نعد حاجة 9000 او 10000 حسب ما اعلن الرقم في الظروف اللي احنا فيها في العامل الجوية في الصيام في الحرب الاعلامية والاولمبية المتاحة ضد اللايحة وانها بطلة بطلة يعني اسمعنا كلام النهاردة قالك ان الاحية السرشادية طبقت من اليوم طب انت بستاني من الناس تيجي ليه ورغم كده الناس نزلت من بيوتها في الاجواء دي وجنب الرقم ده كيوم اول لسه ان شاء الله عندنا بكرة يوم تاني في مقر النادي الاهلي مقر الجزيرة بردك من رحن على الجامعية العمومية ان هم يبعطوا رسالة لكل ما انتثل له نفسه وبيقول لك النادي الاهلي مش قادر يعمل لايحته ومش قادر يحط برنامجه لا عضو جامعية العمومية جاء النهاردة ورغم كل اللي تقال له ان الجامعية بطلة وان اللايحة الطبقت قريدي خلاص جاء واصبط موقف وقال نعم او لا للايحة الاهلي الاسترشادية ولكن جاء واصبط موقف في اليوم الاول ان شاء الله بكرا اليوم التاني متوقعين بردك تقريبا نفس الارقام ما كانش طبعا يسينا عن كده والنادي الاهلي كالعادة بيدي دارة لكل الاندية في ازاي ان العضو جامعية العمومية هو يقرر مصيره بيده ما يخليش حد يتحكم فيه المشهد النهاردة كماش اضراعه بينعكس عليك ازاي اولا كعضو جامعية العمومية للنادي الاهلي وغدا كمان زي ما بأكد على كلامك ان اليوم التاني الاستكمال لجامعية العمومية لان طبعا كان فيه بعض الاخبار قالت ان النادي الاهلي لن يستكمل لجامعية العمومية غدا تأكيد عن كلام بتاعك النادي الاهلي غدا صباحا ساعة صباحا يكون بدء التصويت لكن عايزة كلامك النهاردة المردود بالنسبة لك العضاء يمكن لم تغادر مقار النادي الاهلي النادي عمليات نصر حتى هذه اللحظة ممكن في خلفتنا على كبير جدا مع عضاء النادي الاهلي لا المردود زي ما قلت حيك ايجابي جدا وسعود على نقطة ان ما فيش جامعية بكرة احنا ليه الناس بتطلق اشعاعات الجامعية بكرة في معادها وده بتأكيد من السيد مدير النادي اللي هو الشفين شمس والمهندس محمود طهر رئيس النادي الاهلي الجامعية بكرة في معادها مفيش اي جديد على الاسكترات والبتاعنا الناس بتعمل اشعاعات انا شايف ان اي حد عنده مشكلة شخصية مع المجلس الحالي او مع المهندس محمود طهر او واطف عامين مشكلته معاك كشاكس مش مع النادي الاهلي المشكلتك مع النادي الاهلي بقى ده موضوع تاني خالص انت مؤيد او معارض اساسة المجلس الحالي تعالى ازمت وجودك وقول لا اللايحة وقول مش عجبان اللايحة لكن ان ضربة تحت الحزام والشكل اللي هو الترويج الاعلام الكاذب احنا من اول اليوم يقول لك احنا من الان هتطبق لحل الاسترشادية طب الناس تيجي ليه ورقم كده الناس جات وبكرة ان شاء الله الناس هتيجي انا خيش المشهد مشهد اكتر من رائع مشهد الواحد فقط وقعاته انا كنت متخيل بصراحة تلت او اربع تلاف عضو في الظروف اللي احنا فيها والصيام والجو والحر والسادة المستشعين المحترمين قال لك مش هممدي ساعات اضافية مع اني نوادي اخرى اتمدلها ساعتين وثلاثة يعني ما علينا احنا نشوف اخر بقى الحرب عن النادي الاهلي دي ايه التاني اعضاء جميع العمومية اثبتوا وعيهم وقالوا كلمتهم قالوا ان احنا مع النادي الاهلي مش مع اشخاص وان شاء الله بكرة راون تو وهننسبت بردك ان احنا مع النادي الاهلي وان ما جاش المر النهاردة طبيعي جدا هيجي بكرة وهنكمل العدد بتاع جميع العمومية وزيادة ونبقى بإذن الله اكبر جميع العمومية قبل النهاردة بداية اليوم المشهد كان فيه ومور صعبة جدا لفترة اللي فاتت قريت ايه من المشهد اللي فات الهجوم الحاجات المغلوطة طبعا بشكل كبير جدا مع اول ديها في التصويت شفنا عدد كبير جدا قريت المشهد ازاي بعد الفترة اللي فاتت من اللغة الكبيرة والهجوم الكبيرة على النادي الاهلي ومجلس دارة النادي الاهلي المشهد اللي فات انت كنت شايف أجهزة إعلامية كاملة وآلات إعلامية كلها بتتحرك في اتجاه إن الجمعية بطلة إن اللاعي السرشادية هتتطبق هتتطبق إن أي حد هيوحيد لي بثوته كأنه بيرمي ثوته في الثورة في اللبز يعني في سبالة طب الناس تيجي ليه وده لنا كنت متخوف منه لكن بعد ما شفت الرقم النهاردة شفت العدد شفت ناس وقفة طوابير أنا في ما شاهد شفتها ما شفتهاش في أي انتخابات أخرى ناس ما شاء الله يعني عندها فوق 80 سنة وجاية تقول كلمتها ناس على كورس مدحرك ربنا يعرفيهم يا رب وصمموا يجوا في الجو ده ويقول كلمتهم طب دول جاي يقول كلمتهم ليه جاي يقول كلمتهم عشان تاني النادي الأهلي يقود ولا يقاض النادي الأهلي هو قاترة الرئيسة المصرية خلي أي حد يتكلم خلي أي حد يقول اللي عنده أعضاء الجامعة العمية نادي الأهلي النهاردة أثبتوا بملائع مجلة للشك إن النادي الأهلي هو اللي يقول كلمته ولا يملع عليه أحد وما بينفتوش لأي إشاعات شكرا جدسي محمد شكرا جدسي محمد كل الشكر تأدير طبعا للمشانس محمد مغربي عضو الجامعية العمية للنادي الأهلي وزي ما بنأكد النهاردة كان يوم رائع وحافل عضاء الجامعية العمية احتشدوا اليوم بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر كيوم أول لليئة تصويت على الاحتى النظام الأساسي للنادي الأهلي تأكيدا طبعا لكلام اللي وقشرين شمس المدير التنفيذ للنادي الأهلي غدا اليوم الثاني للجامعية الخاصة أو الابتماع الخاص للنادي الأهلي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة من الساعة التاسعة صباحا حتى السابع مساءا كمان النهاردة كان إشراف قضاء كامل وكان فيه إشهدة كبيرة جدا من كافة المستشارين المتوجدين طبعا في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر على الالتزام الكبير والوعي الخاص بأعضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي كل الأمور كانت ماشية بشكل رائع هنا كابتن فاروق ممكن حاجة كانت مميزة جدا زي ما نتكلم على أعضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي ومنتظرونه من غدا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة عودة لك من جديد كابتن فاروق في هذه اللحظات كمان لكن في خلال الدقائق هكون معنا عدد كمان من أعضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي شكرك يا كريم أكيد طبعا واضح جدا من لقاءاتك ولقاءات أعضاء الجامعية العمومية أن هم متحمسين وشايفين قد إيه الحرب اللي موجودة على النادي الأهلي عشان كده زي ما بنقول النهاردة يوم مميز ونموذج لأعضاء الجامعية العمومية وأيضا بكرة إن شاء الله هيكون يوم مميز لأعضاء الجامعية العمومية وتقصدهم دايما واحفظهم على هذا الكيام بشكل كبير السيد حسن عشانا أقطعتك في جزئية المشككين وهذه الحرب اللي موجودة منذ أيام أو منذ أسابيع عشان تكسيرها دي أو أن أنت تتقلل من همم الجامعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي شوف كابتن أنا أعتقد النادي الأهلي وصل دلوقتي لمرحلة تحتاج مكتفة ووقوف حقيقي من أعضاء جامعية العمومية أعتقد أن اللي حصل ده يعني أمر يدعو أن الناس كلها تكون موجودة بكرة أكبر عدد من الجامعية العمومية يكون موجودة في اليوم الثاني ده رسالة يعني يعني عدم موجود الناس هو انكسار لنادي الأهلي مش انكسار لحد من المسؤولين نادي الأهلي مش أقل من الأندية الأخرى الأندية الأخرى اللي حضر فيها هذه الأعداد وكانت الناس مبسوطة وشوفنا إزاي في هليوبلس وشوفنا إزاي في سموحة وشوفنا إزاي في الأندية الأخرى الناس كانت متواجدة كانت بتقدم رسالة عن ناديها بعيدا بقى إذا كان شوفها إذا أقول لك حاجة هل هذا الأهل أخطأ في القصة دي كلها أو إيه الكلام كله أن القصة عملت على يومين وفي مكانين طب ما هو عايز سهل على أعضاءه ده مش خطأ يعني لا حصل تأليف في ليحة ولا حصل أشياء مخالفة قانونا ولا حصل أي شيء هو كل قصة ما فيش حاجة في القانون موجودة بتقوله أن يتعامل في يوم واحد أو يومين الأهل عايز سهل على أعضاءه فاقترحوا أن يتعامل في مكانين وده تسليل على الأعضاء أن اللي في مدينة ناصر بدل ما يجي الجزيرة هو بيروح في المقر اللي متعود عليه واللي في الجزيرة بيروح في المكان المتعود عليه واللي ساكن جنب مدينة ناصر يعني بدل ما يدرب المشورة التبير ده فأنت بتسهل الأعضاء يعني مسألة ما فيهاش شيء مخالف لهذه الدرجة ولهذه المعركة ولهذه الحرب الكبيرة اللي حصلة ولمثل هذا التصريحات الغريبة وكل الأمور دي أنا شفنا أمور بسيطة حتى لو كان هناك شيء واضح من البداية كان ممكن الأهلي عمل وفقا للإجراءات الأهلي دايما بيحترم القانون ودايما بيحترم كل الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الأشياء فأنا أعتقد أن لو كان فيه من الأول أمر واضح في هذا الأمر أو في هذه الحكاية كان الأهلي لن يخالف لأي شيء لكن عشان ما فيش حاجة واضحة فأنا ما ينفعش أن أعلن لجمعية العالمية شيء ثم سيادتك تصحى من نوم وتيجي تقول لي لا أنا أعملك استدراك هذا لا ينفع أبعت لحضراتك جواب تقول لي لا هذا لا يليك إيه طب ما من الأول كنت أنت وضح وقلت لكن ما تجيش حضراتك تنام وتعمل أشياء أنا مش راضي عنها أو الناس مش راضي عنها وبعد كده تيجي كل شوام كل ما ناخد إجراء أو نعلن شيء للجمعية العالمية تعمل استدراك ده كله أمر سيء للغاية ودي مش إدارة رياضية على الإطلاق وأنا شايف أن أمره مهم جدا أن الناس بكرة تكون في النادي الأهلي متواجدة الناس لازم تقدم رسالة بعيدا بقى عن أي نتائج أو تدعيات ستحدث فيما بعد لكن أنت كعدو جماعة عمية على الأقل هذا النادي الذي تحبه وتحترمه وهذا الكيان الذي تذهب إليه وتستمتع بداخله أنت وأسرطك سواء في أي شيء متواجد داخل النادي هذا الكيان الذي تحبه لازم على الأقل تنصر هذا الكيان تنصره بشكل كبير جدا وبرسالة قوية جدا أي أن كانت التدعيات اللاحقة أي أن كانت طبيعتها أنا عايز أقول لك عض من أعضاء جماعة المهمية دخل مبارح قال لك حتى لو تم إفطال هذه الجماعة المهمية والنادي الأهلي الناديانة تاني هننزل تاني وتالي هو ده الروح المطلوبة هي ده الروح المطلوبة في هذا التوقيت وهو ده اللي المفروض أي عضو بينتمل النادي الأهلي يحافظ عليه أنت حضرتك دلوقتي بتروح بتقول صوتك هي القصة كلها على الأقل تقدم رسالة في الحضور والتواجه وبتدي صوتك وبعدين الأمر كله أعتقد ميسر بشكل كبير فأنت مش هيخد منك مش هيصارك وقت طويل أن أنت تروح تسجل وتدي صوتك بنعم أو لا على اللايحة وتمشي وأعتقد اللايحة بكل عيوبها اللايحة الاسترشادية واضحة ولايحة النادي الأهلي بكل إيجابياتها أو سلبياتها برضو واضحة وكله تم شرحه فالمطلوب من حضرتك أن أنت بكرة تروح في النادي الأهلي في مقر الجزيرة تقدم رسالة واضحة لأن أنت ده كيان النادي الأهلي أنا أعتقد ده الدور المفترض أو المفترض أن يكون به أعضاء الجامعية العمومية بدون أي شرط أو أي شيء أو النظر لأي شيء أو أي تدعيات غير أن هم يقدموا رسالة أن النادي الأهلي ليس أقل من الأندي الأهلي سوى زهاب خلني أكلمك على جامعي العمومية النهاردة وهي موجودة وبكرة موجودة أيضا إن شاء الله بكسافة بيرسخوا مبدأ عدم التدخل في شؤون النادي الأهلي وإدارته من اللجنة الأولمبية وطبعا يعني هو حتة يعني عدم هي قصة مش قصة عدم تدخل اللجنة الأولمبية في إقدارة النادي الأهلي إنت لو مشير بدلاحل السرشدية أخلاص أنت أقولها هكذا لحاجة اللجنة الأولمبية دي الشيء أباين هي الحاكمة للرياضة المصري هي المرجعية للرياضة المصري مرحلة جديدة بعد قانون الرياضة يا سوزهاب لا وأنت مرجعيتك دلوقتي أنت كان قبل قانون الرياضة كان مرجعيتك وزارة الشباب ورياضة دلوقتي أنت مرجعيتك اللجنة الأولمبية لقانون أيها لكن هذا القانون نحن ورده لن نضحك على بعض اللجنة الأولمبية نفاهم الناس فرها إيه أنت دلوقتي عشان بس عشان تبقى أنت كممارس أو منافس في الرياضة لازم أنت المظلة بتاعتك اللجنة الأولمبية نحن بنتكلم دلوقتي على أن اللجنة الأولمبية المصرية كون عضاء النادي الأهلي أو جماعي العمومية النادي الأهلي تروح النادي الأهلي ده مش معناها أن هي بتقول اللجنة الأولمبية ما تتدخليش في شؤونها صحيح هي هتتدخل سواء أنت رضيت أو أبيت لأن القانون بيديع الحق ده لكن هي احنا بنتكلم على أن في كل نادي احنا قلنا هم رايحين يقرروا مصرهم ما ممكن يرفضوا اللايحة وده حقه يعني ممكن الناس دي كلها تروح ترفض اللايحة بتاعتين المهندس محمود طهر حقهم وممكن يقروا اللايحة عضاء جمال عمومية للنادي الأهلي هم ناس عندهم الوعي الكامل اللي المهندس فرج عامر الناس دي بتقول لك ان دي مصيبة ان دي كارثة يعني النهار دا انت حط تفخ ولغم لا اتدخل في شؤون بيقولكش اتدخل بس اتدخل صح قدم لي حاجة صحة هلنا النهار دا لو اللجنة الأولمبية دي عملت لايحة استرشادية متميزة ومحترمة وبتخاطب الاندية وبتخاطب الناس وقدمتها للنادي الاهل هل هو النادي الاهل عايز يدخل مثلا عايز يجر شكل الناس عايز يعمل مشكلة فاحنا لازم نوضح هي اللجنة الأولمبية هي المظلة بتاعت الرياضة المصرية قانون الرياضة اعطاها الحق ان هي تبقى المظلة وكنت اتمنى ان يبقى فيه حصلت جلسات بين مسؤول الجهة الإدارية ومهندس محمود طاهر ومسؤول اللجنة الأولمبية وحصلت جلسات وكنت اتمنى ان ما نوصلش للمشهد اللي احنا في ده لان احنا قدام مشهد المفروض يعني مشهد مزري احنا كنا المفروض النهاردة بنتكلم على ان بقى فيه لجنة صحيحة الليحة صحيحة الليحة موضوعة بشكل صحيح اول حاجة كنتم ممكن انا لقى المهندس فرج عامر يطلع يقول يا جماعة انا بقولك الليحة سليمة هي وانا عن نفسي اقول واحد موافق عليها ساعتها انا كنت اقول لا الليحة دي طب انت ايه موطلد علي ايه وانا اقشك لكن النهاردة ده لما يطلع يعني زي ما بقولوا يعني من اللي عملوا الليحة مش موافقين عليها اللي عملوا الليحة بيقولوا دي لايحة كارثية ولكن ده برضو يعني المعترض على الليحة او يعني انا مش عايز حتة ان انا اخون الاخر يعني انا مثلا لو في حد معترض على المهندس محمود طهر او مجلس ادارته انا مقولش عليه خاين مقولش طب انت داتني نقطة معينة عايزة كلامك فيها انت حسن هل فيه بان داخل لاح يمنع او في وقت ملؤقت من دخول اي فرض من افراد النادي الاهلي مهما كان اسمه لدخول الانتخابات القادمة عشان كده ممكن بعض الناس ممكن تعترض عليه نس هو احنا لازم نعترف بحاجة ونكر كل من ينتمي للنادي الاهلي هو يشرف بلد ويشرف اي مكان نشفناش اي صبة على اي حد من المنتميين لكهان النادي الاهلي سواء مجالس الادارة الحالية او مجالس الادارة السابقة سواء الاعضاء الحالين او الاعضاء السابقين فحتة ان في حد يستبعد او يقصي ده مش موجود في اللايحة لان ما فيش لحد داخل النادي الاهلي يستبعد لما بتطرح اي حاجة للمناقش اي حاجة ممكن انت النهاردة انا مختلف معاك فممكن اعتقد جوايا والنفس امر بالسوق انا مش ملاك اعتقد ان انت ممكن تعمل حاجة عشان تقصي بيها حد اكون انا بحبه فده حقي برضه ان انا اظن فيك السوق لان انا بناء انا مش ملاك فعشان كده انا قلتلك في البداية احنا اخفالنا جانب مهم جدا وهو جانب مخطبت الجمهور لان الجمهور ده هو صانع كل حاجة هو يعني ايه انت قلتش شايف ان المجلس كان يتعامل ازاي في حتة التوضيح دي لا اول حاجة انت عندك لايحة عندك لايحة جات في اكتر من اللي احنا بند لايحة لجمالة عمومية لا جمالة عمومية ما انا بقول لحضرتك الجمالة عمومية هي اللي بتتصوك موضوع انا برضو عشان نبقى يا جماعة برضو انا مختزلش اللي بتت explicك انا بقول lihrd hr انا النهاردة بتسلح بقوتي اميه هي قوتي قوة اول حاجة امر واحد محبكو ومريديك ولوهم جمهور النادي الى الي من اللي المنا الى الجمعات العمومية ده جمهور هو جمعات العمومية دول بيشجعه مثلا باكستان اللي بيشجعه النادي الأهلي الاساس جمهور الجمعات العمومية لنادي الآلي دفرها من اميم هو الأصل في الموضوع الجمهور الفرع هو الجماعة العمومية لأن الجماعة العمومية للنادي الأهلي سوادها الأعظم يعني مش نقول نزل سوادها الأعظم أهلوي صحيح صح يبقى أنا عندي الأساس هو الجمهور الفرع هو أعضاء الجماعة العمومية أنا أتمنى وإن العملية موجودة ولسه الوقت ما أخلصش أتمنى تبتدي بقى تعمل حوار مجتمعي من خلال صفحاتك مثلا أنت كموقع النادي الأهلي صفحة القناة بتاعت النادي الأهلي توضح أنت إيه اللي أنت متضرر منه إيه اللي أنا دلوقتي لما في قناة النادي الأهلي بقول بند بند في اللايحة التاني بقى أشتغل على ده ده حاجة كويسة ده حاجة إجابية ده حاجة إجابية اشتغل على ده اشتغل على ده في كل حاجة اشتغل على ده تواصل لو واحد عندك مختلف معاه ما تكسهوش فكريا ما تقولش ده ضدي عشان هو مع فلان لا ده أنا شوفه ودمغه إيه وشوفه هو معطلد علي لو هو واخد جنب أنه هو مثلا هل هو مأجور ولا هل هو عاشق وحابب الكيان وحسس أنه أنت ممكن تكون بتعمل حاجة غلط ما هو أنت ممكن أنت جواك تكون أنت شايف أنت بتعمل الصح وأنت بتعمل الغلط ممكن أنا عن نفسي أكون أنا بعمل أحس أن أنا أهب الفولي بأعمل كل حاجة صح وأكون أنا غلطان من ساس الراسي فلازم أشوفه وأسمعه يمكن أنه هو فهم غلط لما يسمعني ويأخذ مني وأخذ وقدي معاه ممكن يقتنع لأنه ده سلاحي نهضة أنت لما تيجي في أي أزمة النادي الأهلي ليه النادي الأهلي هيبت النادي الأهلي ليه أي حد أي حد بيخاف من الدولة يدخل في صدام مع النادي الأهلي والدولة ممثلة في الجهة الإدارية لأنه عارفة أن النادي الأهلي قمته بجمهوره اللي هو بيضم جماعيته الأممية فلازم الفترة اللي جاية أنت تشتغل يمكن أنت تقتنع أن هذا غلط يمكن أنه يقتنع أنه غلط لازم توسع دائرة نقاشك لازم فكريا تبقى مقتنع أنه اللي ينأشك حتى لو هو مش مقتنع بيك هو بيحب النادي وهو حاسس أنه أنه تعمل حاجة ممكن تعملها صح بسهولة حاسة غلط تفهمه وعيد حسن أنا معاه 100% طبعا ولكن فيه دور كان يحصل فترة فاتت من خلال قناتنا توضيح البنود اللي كانت موجودة أنا فاهم أن أنت في فترة الجاية عايز توضيح أكثر بقي هذا في جزء اللي بيكان فيها أستاذ إهد تشوف كابتن ما فيه شك أن وجهات النظر مهمة جدا قد يكون يعني الأستاذ هاب لوجهة نظر شايفة ممكن يكون تم إخفالها احتمال لكن أنا أنا عايز أقوله حاجة يعني حاجة مهمة جدا وهي أن احنا دلوقت في مرحلة حسن يعني خلاص فات الوقت اللي مسألة الحوار المجتمعي والحوار صحيح الإعلامي وكل شيء ده تم أعتقد الناس انتبع كويس جدا وفي شكل جيد جدا في الفترة الماضية الموضوع مش وليد يوم وليلا لا ده موضوع كان فيه صراع كبير أو صدام كبير في الفترة الماضية وكان واضح جدا أن المسألة تم تدولها أو بحثة قتلا أو قتلة بحثة ودراسة في جميع وسائل الإعلام لأن الأهل نادي مشولايل وكان فيه الصدام واضح وأعتقد الأمور كانت واضحة بشكل كبير فالمسألة كانت بس محتاجة في هذا التوقيت أن يكون فيه ناس أو أعضاء الجامعية العومية ده دورهم وده وقتهم المفروض في هذا التوقيت يظهر بقى دورهم الحقيقي تكتمل الصورة غدا أما فيما بعد فالمجال مفتوح لأي شيء أنا كنت بقول حاجة أصوح حسن السكتبان لكن رأحتك أستاذ أهاب أن أنت كجماعة عمية في الفترة الذي جاء ليس عجبك بند أنت الليحة سهلت لك الأمور في النصاب القانوني لو أنت عايز ترير بند من في الجماعة العادية صحيح ثلاث تلاف الغير عادية أربعة تلاف بالضبط وبعدين هي المسألة كلها مسألة مش كسة صراع أو عناد على منصب معين نحن بنتكلم فيه لايحة هتحدد أو هتحكم مستقبل النادي هتمنع من عدم تدخل أي حد في شؤون النادي بدون مبرر هتمنع أنت اللجنة الأولمبية تحدد أي شيء أو تتخذ أي قرارات دون الرجوع لمجلس الإدارة وفك اللايحة الاسترشادية أنا أعتقد دي أمور كلها مهمة يعني لازم بتبديك السيادة أنت المفروض كجماعة عومية بتحصل على حقوقك السيادية في كل شيء أنت اللي بتحدد لايحتك أنت اللي بتختار مجلس إدارتك أنت اللي بتديه ثقة الفترة معينة يدير هذا الكيان فبالتالي لابد أن أنت تكون إيجابي في هذه المرحلة وفي هذه الجزئة بالذات المسألة يعني أنا أنا عن نفسي تيتملي من كتر الكلام عن ما يحدث لأن احنا كلهم بنتكلم نفس الكلام وبنقول نفس الحكايات وبنكتب نفس الكتابة ونفس الأمور يعني يمكن الأستاذ أهب أصار نقطة مهمة جدا هي نقطة الحوار طب ليه المسؤولين في اللجنة الأولمبية والمسؤولين في وزارة الشعب والرياضة لم يفتحوا أو يمد ديهم لحوار مع النادي الأهلي بدل من الصراع أو الصدام خصوة أن الصدام وواضح من بدري من بدري بالضبط فده اللي احنا بنتكلم فيه ليه حضرتك ما مديتش إيدك انت بحوار معايا تشرح لي ثانيا يمكن احنا ذكرنا من شوية طب ليه زي ما انت حددت فئات للحضور وفقا لعدد أعداد الأندية ليه ما حددتش برضو لوايح وفقا لفئات الأعداد لو انت بتبص للصح هل اللايحة زي ما احنا اقول لها لتنطبق على النادي اللي اقل من خمس تلاف هل اللي تنطبق على النادي الأهلي او على نادي الزمالك او الجزيرة او اليبلس او او طبعا ده ما ينفعش فلابد انت بالأول كنت انت يعني وانت بتضع اللوايح هو ايه اللي خلى هذا يعني الجدل يظهر او هذا الصدام يظهر ان حضرتك ساعة ما جيت تعمل اللايحة ما جبتش حتى ما عملتش حوار مجتمع وجبت رؤساء الأندية او مسؤولين من الأندية ترشرح كل نادي ما هل الأندية هل تنتخب الاتحادات والاتحادات هي تنتخب اللاجنة الولمبية طب ليه حضرتك في الانتخابات بتالاتحادات بتصر ان يكون كل نادي ليه مندوب ييجي في الجامعية العومية طب حضرتك هات مندوبين من الأندية ويضع معاك حتى تعمل حوار مجتمع للوايح وخد الأراء وخد الاقتراحات وفي الأخير اعمل اللايحة انها مش تيجي كنت قادرت توقف على على الأقل أهم ما يريده أو جزيات التي تتناسب مع كل كياء صحيح خلينا روح لكريم أحمد مازلنا طبعا معا في فرع مدينة نصر ومقر مدينة نصر طبعا بعض اللقاءات الخاصة طبعا مع عضاء جامعية العومية بعد غلق طبعا سندوق التصويت اتفضل كريم عايزة أقولك أن اليوم قده كان جميل رغم حرارة الجو الناس صايمة 9000 رقم كويس جدا جدا بالنسبة لليوم الأولاني وان شاء الله نكملها بكرة بعدد محترم جدا جدا يليق بالاسم النادي الأهلي قولي لنهاردة كان فيه كل الرواد موجودين الشباب موجودين كل الأعمار السنية موجودة دي رسالة مهمة جدا طبعا لكل الناس اللي كانت بتشكك فيها عدم حضور عضاء الجميع العومية للنادي الأهلي لا ما شاء الله شباب موجودين سيدات موجودين من نادي الأهلي الفترة اللي فاتت زي ما بنتكلم وبناكي كان فيه بعض الحملات بعض الهجوم على النادي الأهلي بشكل عام كنت تستقبل الموضوع ده ازاي وهل كنت تنزعج من الموضوع ده الأهلي أكبر من أي حملات تشوية ومجلسنا المحترم أكبر من أي حاجة ممكن تتألف حقه حقيقي بس رسالتك ايه لأعضاء الجميع العومية مقر نادي الأهلي بالجزيرة يكون من 9 صباحا 7 مساء انت حب تقول ايه لكل الأعضاء احب اقول أعضاء الأهلي بشكل عام ياريت نكمل جمعيتنا العومية بكرة برقم كويس رقم يليه باسم النادي الأهلي مرسي جدا ليك كل شكر وتأدير لأعضاء الجمعية العومية للنادي الأهلي واكيد مستمرين معاكو هنا من مقر نادي الأهلي بمدينة نصر وراء بعض أعضاء الجمعية العومية هنا على اليوم الأول بمقار النادي الاهلي من مدينة نصر اليوم الوصح كان يوم رائعيزاي بإنتكلم الكل بيساند النادي الاهلي الكور ريكيان النادي الاهلي وبينضمنك كمان احد الاعضاء سвинته long in the middle of our state برحب بك في البداية وعايز اكلمك على الانطباع الاول بالنسبة لليوم الاول هنا في مقار النادي المدينة نصر رسالة مهمة من كل الاعضاء رسالة مهمة من كل رموز النادي الاهلي اقول لي حاببتو ليه في اللحظات طبعا يوم هيحسب في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الجامعية العمومية اثبتت الجامعية العمومية للنادي الاهلي انها على قدر المسؤولية واثبتت ان النادي الاهلي قيمة كبيرة عندها وكون ان اليوم الاول ان شاء الله يعني يكمل العدد 9000 يبقى احنا حققنا اعجاز بكل كلمة انا طبعا بادعو كل اعضاء النادي الاهلي ان هم الرسالة القوية اللي عملوها النهاردة تكمل بكرة ان شاء الله في مقر الجزيرة والعدد يكون ضعف اللي حصل النهاردة في مدينة ناصر ودايما ان شاء الله ربنا يحفظ الاهلي وفي الامام دايما بعض الامكان الاشعاد تلاقي ان النادي الاهلي لن يكمل جامعيته العمومية غدا وان النادي الاسترشادية ستطبق غدا بنأكد هنا من خلال قناة الاهلي ان غدا اليوم التاني للجامعية العمومية وان لن يحقق اللجنة الولمبية ان تلغي او تبتل بالنسبة لي الانتخابات الخاصة او الاجتماع خاص بالنسبة للنادي الاهلي النادي الاهلي طول عمره هو اللي بيوضع حجر الاساس في كل شيء دايما النادي الاهلي لهي الصبق تاريخه بيقول كده تاريخ النادي الاهلي بيقول انه هو دايما elellerيه الصبق الجامعية العمومية النادي الاهلي النهاردة رفضت الاoned� الاسترشادية وopp gaoi بتقول رسالة لكل من تصوّن له نفسه ان يفرض على النادي الاهلي الاعدد استرشادية ان النادي الاهلي جمعية العمومية للنادي الأهلي هتضع اللقاحة على غرار الأندية الكبيرة يا جماعة احنا عندنا برشلونة ليه لايحة خاصة النادي الأهلي لا يقل قيمة ولا يقل تاريخ عن هذه الأندية بيوضع الليحة اللي تناسبه تناسب أعضاؤه ومن حقه انه هو يتمسك بهذه الليحة ما تفرضش عليه الليحة تكون فيها انا بقول انها مش فيها عوار يكون فيها لغط لان النادي الأهلي دايما بيسعى اللي يكون طريقه واضح ومستقبله واضح فكون ان احنا بنقول النهاردة في جمعية العمومية في مقر مدينة نصر يحضر 9000 عضو وان شاء الله بكرة هنكمل جمعياتنا العمومية ساعتك عارف احنا في ايام مفترجة وصيام وحر وشفت انت الحضور في اخر اليوم كان عامل ازاي وبعدين هو مش احنا ما خلفلاش القانون ان احنا نعمل الجمعية العمومية على يومين احنا ما خلفلاش القانون لان لو فيه نص بلزمك انها تبعى اليوم واحد كان النادي الاهلي اول من هلتزم بعضها النصر انما طالما ان النادي ان القانون ما حددش ان الجمعية العمومية تعقد في يوم يبقى بيدي براح لمجلس ادارة كل نادي ان يحدد انعقاد الجمعية العمومية على الوجه اللي يحدده واللي يناسب اعضاره فاحنا بنقول ان الجمعية العمومية مستمرة ومنعقدة بكرة ان شاء الله في مقر الجزيرة وبنقول لكل الاعضاء اتفضلوا ادلوا دلوكم واقولوا كلمتكم لتاريخ النادي الاهلي والناديكم وتمساكوا بالليحة بتاعتكم اللي وضعها قامات كبيرة في رجال القانون المصر وفقهاء لهم قدرهم في المجتمع المصري وبقول لهم تعالوا اقولوا تمساكوا بلايحدكم بكرة وكملوا الرسالة بكرة ان شاء الله الرسالة تكمل بكرة باذن الله اخد برضو منك كلمة النهاردة يمكن كان حضور رائع بالنسبة للأعضاء قول انت تتمنى ايه للنادي الاهلي وحابة تقولي للنادي الاهلي طبعا انا كنت اتمنى ان انا كان يبقى لي صوت النهاردة في الجمعية العمومية وان انا اقول رأيه كده بس ده ما يمنعش ان انا كنت فرحانة جدا بالحضور الكبير علشان النادي الاهلي نادي كبير وكيان كبير وما ينفعش ان اي حد يفرد وصيته عليه او يفرد عليه حاجة معينة احنا الاعضاء وانحنا بنحب النادي الاهلي واحنا اضرب بالمسئولية واحنا قد المسئولية احنا اضرب نادينا واحنا اضرب اللايحة اللي نحطها له ما ينفعش اي حد ابدا يجي يفرد علينا من برا النادي الاهلي بقاله اكتر من 110 سنة فيعني ما ينفعش حد يفرد عليه النادي الاهلي تاريخ كبير بس الحمد لله بابا ومم ادوا صوتهم النهاردة وطبعا الناس اللي كانت معترضة على ان هو يومين يعني فيه ناس كتير جدا هنا من سكان مدينة نصر والمناطق المجاورة ما كانوش هيقدروا يروحوا للجزيرة في الحر ده والسيف ده فطبعا هو كان اختيار موفق طبعا هم يعملوا على يومين وانا اتبسطت جدا النهاردة شكرا شكرا استمرين معاكوا اكيد بنضاملنا كمان الحج احمد عبدالصادق احد اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي حج احمد طبعا يوم رائع النهاردة ويوم مميز رسالة كبيرة وعي اعضاء النادي الاهلي راهلنا عليه النهاردة اول يوم بالنسبة ليه تصويت على الاحدى نظام الاساسي انطبعك ايه على اليوم ومردود النهاردة اليوم بالنسبة لي انا اولا باشكر اعضاء الجمعية العمومية بالنادي الاهلي احنا طبعا شفنا جمعية عمومية راقية العدد قد يكون اكتمل النصاب وقد يكون ما اكتملش همشا بس الحضور كان بكسافة احنا مش قدرين نحكم الاعداد قد ديه ولكن انا بقول بردك لاعضاء الجمعية العمومية ان بكرة في نادي الجزيرة عشان عاوزين نعمل رقم قياسي عشان حجم وتاريخ وحجم اعضاء النادي الاهلي لازم نعدي كل ان شاء الله بكرة هنعمل رقم مفاجئة لكل الجمعيات العمومية النهاردة كانت تكون اكتملت احنا ما نعرفش لان كودام مردوش يعلنوا عدد الحضور قد يبسل الحضور كان بكسافة بكرة ان شاء الله طبعا بادعي برضا اعضاء الجمعية العمومية بالنادي الاهلي اسكانوا اهل مدينة نفس اللي مجاش او الجزيرة او الشيخ زايد يحضروا بكرة عشان عاوزين نعمل لكرد ونعمل رقم ما سبقش قبل كده في اي جمعية عمومية ونعمل ليحتنا بتاعتنا احنا بتاع النادي الاهلي طول عمرنا احنا اللي بنبقى صبقين في كل حاجة في الرياضة يعني احنا اللي عملنا قناة احنا اللي عملنا جريدة احنا اللي عملنا كل حاجة جميلة احنا اللي عملناها فارجو من جمعية العمومية للنادي الاهلي انها تعمل رقم قياسي غير مزبوط في الجمعيات العمومية الجميع الاندية كمان عايز اكلمك على الاشتراف القضاء الرائع النهاردة اللي بنشيد بيه النهاردة كان فيه سهولة ومرونة وده اللي متعودين علي من كلك اقول لك مفاجأة بقى النادي الوحيد اللي عند 64 قادي قاعدين على ترابيزات الانتخابات دي حاجة لا توجد في اي نادي اي نادي فيه انتخابات النهاردة او انبارح او اول كان اقصها اتنين قضاء وفيه بيشوفوا البطاقة وحاجة زي ما يكون انتخابات مثلا مجل الشعب او حاجة 64 قادي ما حصلتش في تاريخ اي نادي عشان الشفافية ومصدقية ان الناس بعض الناس شككوا ان الجامعية العمومية هيبقى فيها بعض التلعب وده مش من سمت النادي الاهلي ولا من سمت اعضاء النادي الاهلي ولا من سمت مجلس ادارة النادي الاهلي شكرا جدا حاجة احمد واكيد بنفانة كل التوفيق طبعا لي اعضاء الجامعية وامد غدا بس بكرة ان شاء الله بادعو اعضاء الجامعية العمومية وبكررها للمرة المليون عشان نعمل رقم قياسي للجامعيات العمومية على تاريخ الاندي لان احنا اكبر نادي واحنا اللي بنعمل كل حاجة جديدة في مصر استمرين معاكو طبعا ومعنا ايضا احد اعضاء الجماعات العموية النادي الاهلي مده مجد طبعا براحب بيك في البداية ونهاردة كان لك تأثير وحضور ده طبعا معروف عن كل اعضاء الجماعات العموية النادي الاهلي وليلي نهاردة اليوم بالنسبالك والانطباع شكله عم نزل والله الانطباع هو كويس الى حد بما بس اولا ما حدش يقدر يفرد رأي عن نادي الاهلي خالص نتمنى من ربنا بكرا ان شاء الله يكون احسن من كده واكتر القصص ويكون احلى من كده عشان عايزين ان شاء الله نادي الاهلي ده يكون فعلا نادي الجميع وان شاء الله هيبقى احسن من كده في تطور دائم وتقدم مستمر بإذن الله تقولي لكل الناس اللي كان بتشكك في عدم حضور الاعضاء للجماعات العموية لليوم الاول كان فيه هجوم كبير زي ما قلنا الفترة اللي فاتت ان عضو النادي الاهلي مش هيروح وانا هيرفض اللايحة الخاصة بنادي الاهلي بعد اليوم النهاردة شايف الموضوع ازاي لا اقول لهم الحمد لله ربنا معاهم ان شاء الله وبقول لهم يعني ياريت الفكرة اللي عندكم دي يعني تغيروها تماما وان شاء الله بكرا هيبقى اكتر من كده بإذن الله وهنجيب نسبة اعلى من كده ان شاء الله بإذن الله بكرا لا عفو لكن بكده انتهت لقاءاتنا الخاصة اليوم الاول لليه الجميع العموية او الابتماع الخاص بمقر النادي الاهلي بمدينة نصر اليوم النهاردة كان رائع من البداية لو بدرجع تاني سريعا اليوم بدأ من الساعة التي سياع صباحا وانتهى في الساعة السابعة مساء بانتهاء التصويت يوم رائع ومميز من اتمنى ان شاء الله غدا يكون يوم مفجأة ويكون ارقام مفجأة بالنسبة ليه اعضاء النادي الاهلي غدا إن شاء الله بمقر النادي الاهلي بالجزيرة هيكون يوم رائع غدا كمان زي ما احنا شفنا النهاردة الاشراف القضاء كان ليه شاهدة كبيرة باعداء الجميع العموية للنادي الاهلي اكيد هنكون مستمرين معاكم غدا لتخطيطنا الخاصة بمقر النادي الأهلي بالجزيلة شكرا كريم يعني لوحة سعيد طبعا بتصريحات أعضاء جميعنا عومية واهتمامهم وتحفيز بقى المجاش النهاردة من خلال طبعا أعضاء جميعنا عومية النهاردة ولقاءاتهم معنا للي ما نزلش النهاردة ينزل بكرة حاجة مميزة جدا يعني مشهد بكرة بقى والله أنا شايف أن المشهد هيبقى برضو في نفس المستوى ونفس الأجبال هيبقى موجود بكرة بس أنا بحي طبعا السادة القضاء والمستشارين أنهم رفضوا إعلان الأعداد لأن إعلان الأعداد كان ممكن مش ممكن هو يطل مزوط يعني من نوجة نظر أنه هم واخدين الموضوع يعني بشكل متميز وبوجه تحية لهم على قدراتهم للعملية طيب أستاذ حسن لبكرة أنا أعتقد برضو مش اختلف كتير في كلامي يعني من المتوقع من خلال هذه الروح اللي تتكلم بيها الأعضاء الجمعية العمية الأهلي أعتقد نفس الروح عند الأعضاء اللي هيكون المتواجدين بكرة برضو في مقر الجزيرة وأعتقد إن شاء الله الأمور هتمشي بشكل جيد وده ما نتمنى لأننا نتمنى الاستقرار للنادي الأهلي والكل عندها المصرية نتمنى الناس تعتمد اللوايح اللي هي تخدم جمعيتها العمية بشكل صحيح وتخدم النادي وفقا لأعداد العضاء اللي فيه ووفقا لاستثمارات ووفقا للفرقة الكورة والفرقة الرياضية اللي فيه فأنا أعتقد إن شاء الله أن الأمور هتمشي بشكل جيد وده اللي نتمنىه سواء في الأهلي أو في الزمالك أو في الجزيرة أو في اليوبلس كل الأندية المصرية نتمنى أن الجماعيات العمومية بجد هي اللي تحدد مصير أنديتها وده هو المفروض يتحقق في الفترة المقبلة لا أكيد لأن طبعا أنت في شكل جديد لرياضة المصرية بيختلف صحيح بعد إقرار قانون الرياضة الجديد وبنشوف بقى الأندية هي صاحبة رأيها والتحكم في مستقبلها فده مهم جدا من خلال طبعا الفترة القادمة الواحد سعيد بوجود النهاردة المكسف لجمعيات العمومية النهاردة يعني حاجة سعيد بيها أن أنت خايف على نديك بتحب نديك وجودك من خلال تصويتك ده بيدي أو بيدي رسالة للناس ممكن تكون مش حابة أن النادي ده يكمل بالشكل اللي هو فيه مش حابة أن النادي ده يبقى موجود في المقدمة دايما بسمرار نادي البطولات نادي القرن نادي المبادئ والوطنية مش حابين كده خلي بالكو هيا دي النقطة اللي احنا دايما لازم نأكد عليها من خلال توجودنا النهاردة سعاداء بوجود الجمعيات العمومية وبكرة هنبقى سعاداء أكتر بتكملة النصاب القانوني أو وجود النصاب القانوني لسه طبعا الأعداد ما أعلنتش فبالتالي وجودنا بكرة احتفال لنا كمان كأعضاء جميع مموين مع بعض وجودنا في مقر الجزيرة المقر اللي احنا بنحبه كلنا طبعا عايز أقول لك احنا مفيش تجزئة هو النادي الأهلي بشكل واحد فرق مقر الجزيرة مقر مدية ناصر الشيخ زايد كلنا النادي الأهلي وزي ما بقول لكم النادي الأهلي فوق الجميع النجوم النهاردة اللي كانت موجودة نجوم قرة القدم ونجوم الألعاب الأخرى ده برضو رسالة لكل طبعا الشخصات العامة المستشارة جاء عطية يعني كل الناس اللي كانت موجودة النهاردة ومحبة للنادي الأهلي أعتقد أن حاجة مميزة طبعا كبساميل زايد كان موجود طبعا رئيس الاتحاد الكرة الأسبق بالتالي دي حاجة مميزة كل اللي بيحب النادي الأهلي كان موجودة النهاردة وان شاء الله بكرة هيكون برضو أعداد كبيرة موجودة من أعضاء الجامعة المهمية إن شاء الله في الغد بعد الفصل هيكون معاكم زميلي محمد فاروق سعد ومعا نجم مصر ونجم من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي كابتن ربيع السين دائما بعتز بصدقته وبعتز به كنجم من نجوم الكرة وقضوة هيقول لكم كلام كتير طبعا على تاريخ النادي الأهلي وحب لهذا الكيان من خلاله طبعا زميلي محمد فاروق شارك في صنع مستقبل ندي صوتك مهم الأهلي فوق الجميع اشتركوا في القناة